أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المصدقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة عما رزقناهم نوفق والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قربك ومن آخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هؤلاء المفلحون إن الذين كفروا السواعون عليهم ما أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنوا ختم الله على قلوبهم وعلى سميموا على أبصار مشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس ليقول أمنا بالله ومن يوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروا في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضوا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيلوا لهم لا تفسدوا في الانتقاد وإنما نحن مصلحون ولا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيلوا لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونعملوا كما آمن السفاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يرهمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا وَإِذَا خَلَوا إِلَى الشَّيَاطِينِ وَقَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُنَا اللَّهُ يَسْتَهْزِئُمْ بِهِمْ وَيَمُدُّوا فِي طُرْيَانِهِمْ يَامَهُمْ وَوَلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَةُ وَمَا كَانُهُمْ مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقع ذا نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وترك في ظلمات الله يبصير صمم بكم العمي فهم لا يرجعون عبك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصار كلما أضاء لهم مشوفي وإذا أظلم عليه قاموا ولو شاء الله لذهب بسمهم وأبصار من الله هذا كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم ولذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بنا وأنزل من السماء معا فأخرج به من الثمرات ورزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة ميمة ودو شهداكم من دون الذين كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا صالحة أن لهم جنات تجري من تحت النار كل ما رزقوا منها من ثمرات رسقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وغتبه متشابها ولن فيها أزواج مطهرة ون فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصروا يفسدون في العرض والأيك هم الخاصون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياءكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في العرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن السبع سماوات وهو بكل شيء نعلي وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في العرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني على ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم وأنبئهم بأسماء فلما أنبهم بأسماء قال أهلا ما قل لكم إني أعلم غيب السماوات ورغبوا على ما تودون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اشتدوا لآدم فساجدوا إلا إبليس آبا واستكبروا وكان من الكافر وقل يا آدم اسكن أنت وزودك الجنة وكل منها رضا حيث شئتوا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخردهما مما كان فيه وقل نهبطوا بعضك لبعضنا ذولكم في الأرض مستقروا ومتاعوا ملاحين فتلقوا آدم ربي كلمات فتاب علينا هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدا فمن تابع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وقدموا بآيات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأفعوا بأهدئه في بعدكم وإيايا فارغبون فعملوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أولا كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليل وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتب الحق وأنتم تعلموا أقيم الصلاة وعاتوا الزكاة واركا ومعهم راكمين لتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة فلا تعقلوا واستعيدون في الصبر والصلاة وإنها الكبيرة إلا على الخاشين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أبني إسرائيل اذكرون عمتي التي أنعمت عليكم عني فضلتكم من العالمين والتقوية ومن لا تجزي نفسنا عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخد منها عدوا ولا هم ينصرون وإذ جيناكم من آل فرعون يسوم لكم سواء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون لساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم واغرقنا آل فرعون وأنتم تنبرون وإذ أعدنا موسى أربعين ليلتكم واتختتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفقان لعلكم تهتنوا وإذ قال موسى لقومه يقوم إنكم ظلمتوا أنفسكم باتخاذكم عجلة فتوبوا فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم باريكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم صائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم من نوسل وقلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخوا الباب السجد وقلوا حطة نغفلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومي فقلنا ضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه ثنتى عشر تعين قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الأي ولا فعتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربك يخحج لنا مما تمثل أرض من بطنها وطفائها وفومها وعدسها وانضصلها قال لا تستبدلون الذي هو آدنا بالذي هو خيرهم يطوب صنفا إلا لكم ما سألتم وضربت عليهم الذئلة والمسكنة وباء بعضهم من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات لا يقتلون النبيين بغير الحق ذلك فإذا فهم عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والصابعين من آمن بالله ولهم لآخروا عامل صالحا فلهم أجروا من ربهم ولا خوفون عليهم ولهم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم ورخذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضوا الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسنين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرضة خاسين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفهم وموعظة المتقين قال موسى لقومي إن الله أمركم تذبحوا بقرة قال وتتخذوا الأهزوهم قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين قال دعونا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ثالد ولا لكم عوانا بين ذلك ففعلوا ما تهنوا قال دعونا ربك يبين لنا ما لونه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقلون تسروا الناظرين قال دعونا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شعبها لين وإن إن شاء الله لو تموا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقحة مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق في الذباحها وما كيدويا الحانون وإذ قتلت من أسنى فالدارعت فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتبوا فقلنا ضربوا بمعضي كذلك يحلهم وتوهيركم ما يأتي لعلكم فاقلوا ثم قصت قلوبكم مع ذلك فهي كالحجارة يوم شد غسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخفض منهما وإن منها لما يهبط من خشة الله يوم الله بغافل عما تأمنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منه يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما أقلوهم يعلمون وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتحطوا وليكم ليحاجوكم عند ربكم فلا تعقينون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون منهم أمينا لا يعلمون أن كتب إلا أمانية وإنهم لا يظنون فويلوا للمين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليل فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أيها معذر قلت تخطم عند الله عادا فلا يخرف الله وعاداهم تقولون على ربما ناته لهم بلى من كسب سيئة وأحط به خطيئة فأولئك أصحاب النالهم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صحيحة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون فإذا خذنا ميثاق بني السرائل لا تعبدون إلا الله وبلوالدين إحسانا وبلوالدين إحسان وذي القرب واليتم والمساكين وقول للناس حسنا وقيموا الصلاة والزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وعنتم مهارضون فإذا خذنا ميثاقكم لا تسفقون دماغكم ولا تخرجون عن أفسكم من دياركم ثم أقربتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقفلون عن أفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بليتم والعدوان وإياتكم أسرى تفادوه وهم حرمون عليكم إخراجهم فتؤمنون لذعب الكتاب وتقتلون من بعض فما جازاهم من يفعل ذلك منكم اللخزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب والله يغافر عما تأملون ولهيك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخف عنهم العذاب ولهم ينصرون ولقد أتينا مؤسى الكتاب وقفينا من بعده برسل أتينا عيسى بن مريم المينات وأيدناه بروح القلص فكلما جاءكم رسوله بما لا تهو أنفسكم استقبرتم فريقا كذبتم فريقا تقتلوا وقالوا قلوبنا غلفهم بل لعنهم الله بكفة فقري لما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من إندي الله مصدقا لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا كفروا به فلعنت الله على الكافرين فلسى ما اشتروا بيها أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغينا أي نزل الله بفضل على من يشاء من عبادي فباغوا بغضب على غضب والكافرين عذابهم مهين وإذا قيلوا ما منوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزلنا علينا ونكفروا بما وراء الله والحق صديقا لما معهم قل فلما تقول أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم من أجل من بعد وعنتم ظالمون وإذا خذنا من يتقكم ورفعنا فوقكم وطور خذوا ماتينكم بقوة واسمعهم قالوا سمعنا ما صعينا وانشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ولئن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموتين كنتم صادقين ولن يتمنوا هابدا بما قدمت أيدهم واللوانهم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياتهم من الذين أشفقوا يود أحدهم روي عمروا ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذبين عمروا الله بصير مما يعملون قل من كان عدوا للجبير فإنه نزلوا على قلبك بيد الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكة ورسوله وجبيره وميكالف إن الله عدوا الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بعيد الفاسقون وكلما عاهدوا عدن نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبده فريق من الذين أوتوا كتابا كتاب الله ورأى أظهرهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون أن ناس السحر وما أنزل على الملكين ببابرها روتا وما روتا وما يعلمان من أحد حتى يقولها إنما نحن فتاة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجي وما هم بضارين به من أحدين لم يذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفهم ولقد علموا لمن اشتروا مانه في الآخرة من خلاقه ولا بإسام ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنه أمنوا واتقوا لما ثوتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقلوا رعينا وقلوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذابنا لما يودّوا الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشيقنا ينزل عليكم من خير من ربكم الله ويختص برحمتي من يشاهد الله من الفضل العظيم ما ننسخ من آياتنا ونسيها نأتي بخير منها وبثها لم تعلم بأن الله على كل شيء قدير لم تعلم أن الله عليهم الكثير من السماوات والرضي وما لكم من دون لهم من وليه ولا نصير هم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئلوا موسى من قبل وما يتبدل الكفر بالإيمان في قرض الله سواء السبيل رد كثير من هذا الكتاب لما ردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من اندهام نفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفاهم حتى يأتي الله بأمرين الله على كل شيء قدير واقموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إما الله بما تعملون بصير وقالوا لَنْ يَدْخُوا لَوْ زِلَّةَ إِلْمَا مَنْ كَانَوْ نَصَارَةِكَ أَمَانِهُ وَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَكُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَا فَلَا مَنَسَهُ وَجَهُ لِلَّهُمْ أَحْسِي وَفَلَهُ عَنْدَ رَبِّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ومثل من الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحبوا بإنهم يمقي أمد فيما كان فيه يختارفون ومن أضره ممن منع مساجد الله يأذكر فيه اسمه وسعى فيه خراب أولى كما كان لهم يطلع إلا خارفين لهم في الدنيا خزوا ولهم في الأسرة عذاب العظيم ولله المشرق والمغنفين متون فذم وجه الله إن الله واسم عنه قالوا اتخذ الله وندا سبحانه بل لهما في السماوات والعظي كل له قانتون فدعوا السماوات والعظي وإذا قضى أمعوا فإنما يقول له كن فيكن وقال الذين لا يعلمون الأولى يكلمون الله وهم تأتينا عليه كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابه قلوبهم قد بينا لا يأتي لقومه وقلنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسمعنا أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصر حتى تتبع من لا تقول لنا هدى الله والهدى ولن يتبع تأهواء هم بعدا الذي جاءك من اللهم ما لك من الله من وليه ولا نصر الذين أتيناهم الكتاب أثلون الحق تلاوة أولئك يؤمنون بهما يقوم به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين والتقوية وما لا تجزي نفسنا عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاة ولهم منصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمه ونقال إني جائنك للناسين من قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وهمنا واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجوين قال إبراهيم رب جعل هذا ببلدنا أمين وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فهم التبقليا ثم أضطروا إلى عذاب النالي وبيس الواصي وإذ عرفوا إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وعليم ربنا وجعنا مسلمين لك ومن مرية أمة مسلمة لك ورنا مناسكنا وتبالينا إنك أنت التوام الرحيم ربنا بعثهم رسولا من الميثولين من آياتك ويعلموا الكتاب والحكم ويزكي منك أن تلعزي الحكيم ومن يروا عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد استفعناه في الدنيا وإنه في الآخرات من الصالحين إذ قال له رب وأسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بني ويعقو يا بني إن الله أصدف لكم دين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهك وإلهك وإلهك إبراهيم وإسحاق إله واحدة ونحنه مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هدن ونصارى تهتدوا قلب الملة إبراهيم حرفوا ما كانوا من المشركين قلوا أمن بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط أما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منه نحن وله مسلمون فإن أمنوا يثني ما أمنتني فقد اهتدى وإن تولوا فإنما هم في الشقاق بس يكفيك هم الله هو السميع العليم صبغة الله ونحسن من الله صبغة ونحمل وعابده ولا تحاجوننا في الله ربنا وربكم ولنا أعملون ولكم أعمالك ونحنهم وكل صوت أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوى لسوء طفل عنه ونصارق لأنتم أعلى وأمن الله ونظروا من من كثم شارة عندهم من اللهم الله ومغافل عما تعملون فيكم أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولكم ما كسبت ولكم لا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفاء من الناس ما ولا من قبلاتهم والأتكان وعلى يقول لله المشتق والمغرب يهدي من يشاو إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وعلى أقبى وإن كانت لك بينات إن نعلم الذين أحد الله وما كان الله يغيان إيمانك من الله بالناس لرؤوفه الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد حرام حيث ما كنت فول وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ثم تبعوا قبلتك وما أنت بتأذين قبلتهم وما بعضهم بتأذين قبلتهم بعض ولا إن تبعت أهواءهم بعد ما جاءت من العلمين كذل من الظالمين الذين أتيناهم والكتاب يعرفون وكما يعرفون أبنائهم وإن فريق منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون أنا من الممتنين ولكل وجهة هو مولي فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله أكل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لا الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنت فول وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة للذين ظلوا منهم فلا تخشؤوا واخشوني وليأتم نعمتي عليكم ونعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتين ويزكيكم ويعلكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تقونوا تعلمون فذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروني أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر ولا تقولوا لما يقتلوا في سبيل الله أمات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلغ أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمال والأنفس والثمرات والشهر الصعب من الذين إذا صابتهم مصيبتهم قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجُهُمْ وَلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَلَيْكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ من الصفاء والمرت من شاعر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جنح عليها هي الطوف فيها ومن تطوى خيرا فإن الله شاكل عليهم من الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لناس في الكتاب وليك يلعنهم الله ويلعنهم لا يهم لَلَّذِينَ تَابُوا أَصْلَحُوا وَبَيِّنُوا فَهُلَيْكَ اعتُبُوا عَلَيْهُمْ وَالْمَلَيْهُمْ من الذين كفروا وماتوا وكفروا وليك عليهم لعنت الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم ونعذاب ولهم ينظروا وإلهكم له واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات ورد واختلاف الليل والنهار والفوق التي تجد في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماعي مما أنفى أحيامه فأحيامه الأرض بعد موته وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحابة المسخرة بين السماعي والأرض للآيات لقومي ياقنون وأمين الناس من يتخذ منه الله ينداد يحبونهم كحب الله والذين أهمنوا شد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذروا من العذاب أن القوة الله جميعوا وأن الله شديد عذاب التبرع الذين تؤبعوا من الذين اتبعوا وراهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرتا فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله عملا وحسارات عليهم وما هم بخارجنا من النار يعيو الناس كلهم مما في رضي حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لما يأمركم بالسوء والفحشاء هو أن تقولوا على الله بما لا تعلمون وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليها بانا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين نعقوا بما لا يسمعوا إلا دعاءهم وللا صموا بقون عيو فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلهم من طيبات ما رزقكم وشكوروا الله إن كنتم منها وتعبون إنما حرم عليكم ما يتتودم ولحم الخزين وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشتر نبيه ثمنا قليل أولئك ما يكون في بطن من لا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ماذا وناليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والأعذاب بالمغرب فما أصبرهم على النار مالك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب وفي الشقاق ومعين ليس البران تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البران آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ويتلمان على حبيه ذو القرب واليتم والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة والتزكاة والمغفن بعد يم من العهد وصابرين في البأسان والبراء وحين البأس والأكل الذين الصدقوا هناك هم المنتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص وفي قطة الحر بالحر والعبد بالعبد والمن ثابع فبانعوا فيها له من أخي شيء فاتباعهم بالمعروف ودعوا إليه بإحسان ذلك تخففهم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلا وعدا منانهم ولكم في القصص حياته كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموته انترك خير الوصيات والوالدين والأقربين من معروف حقا على المنتقين فمن بدلوا بعدما سمعوا فإنما يثموا على الذين يبدلونه من الله سمعون عليهم فمن خاصا من موسين جنفر ويثم فأصلح بعينهم فلا يثمع عليهم الله فور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم سعبك كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى أسفل فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوبوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ونزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد بكم شرفا ليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكل عسرى ولا يريد بكل عسرى ولتكمن عدة ولتكمن الله على من أهدأكم ولاعلكم تشكونون وإذا سألك عن بعد عني فإني قريبون ونجيبوا دعوة الدعاء إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشودون وحل لكم ليلة الصيام بالرفض إلى نسائكم وننباس لكم واتوا لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتعون ما كتب الله لكم وكلوا شربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ماتوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم أكفون في المسار تلك حدود الله فلا تقربوا وكذلك يبين الله آيات للناس لعنهم يتقون ولا تأكلوا ما لكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس ويأتي وأنتم تالعون يسألونك عن الله التي قل هي مواقعة للناس والحج وليس البر بأن تأتوا بيوتها من ظهورها ولكن البر من التقوات البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتمو واخرجوهم حيث اخرجوكم الفتة وعteredوا من القتل ولا تقاتلوهم عند المسي الحرام حتى يقاتلوكم بفاهم قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافر وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الذين لا فهن فلا عدوا أنا إلا على الظالمين الشهر الحرام بشهر الحرام الحرومات dig tax وقسم الله قまあتقوا الله لهم وأن الله مع المعتقيم وانذقوا في سبيل الله ولا تقوا بايدكم للتهلكة واحسنوا إن الله يحب المعسن فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسي ففدية من صيام أو صرقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ستحصر من الهدي فمن لم يجد في صيام وثلاثة أيام في الحج وسبات إذا رجعتم تلك عشرة ثامنة ذلك لمن لم يكن أهلو حاضر ومسيح الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج وعشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزوده أن خير الزال التقوى والتقوين يعني على الباب إجتعلكم جناحا أن تتقوى فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشيح الحرام واذكروا كما أعدكم إن كنتم من قبل إلى من الضالين فمافضوا من حيث أفضى الناس واستغفروا الله إن الله أفضل رحم فإذا قضيتم من أسلككم فاذكروا الله كذكركما أباكم واشهد ذكر فمن يقول ربناتنا في الدنيا ومانا وفي الآخرات من خلاق منهم من يقول ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسن وقنا عذاب الناس واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا يثم عليهم ومن تأخر فلا يثم عليهم من اتقوا واتقوا الله أعلم وأنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإشهد الله على ما في قلبه ولدوا الخصم وإذا تولى الساعة الرضي ليفسد فيها ويهرك الحرط والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له انتق الله أخذت العزة من الإثم في حسم جهنم ولا بيسن المياد ومن الناس من يشتي نفسه ابتغاه مرضات الله والله رعوفه من عماد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف فتولتت بخطوات الشيطانين ولكم عدوهم مميت فإنزالتهم من بعد ما جاءتهم بينات فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلى آيات يوم الله في ظلالهم من الغمام والملائكة وقضي الأمور إن الله ترجعهم أمور سالبني إسرائيل كما تيناهم من آياتهم مينة وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتهم فإن الله شديد العقاب زينا الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزقوا من يشاءهم غير حسان كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وبشرين ومنذين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحقوا بين الناس فيما اختلفوا فيهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتقوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيان بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهم من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء من الصراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين دخلوا من قلقوا مساتهم البأسة والضر وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه متى نصروا الله لا إذن نصر الله قادم به يسألوا لك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله بيعليم كتب عليكم القتال وهو كوف لكم أسأل تكرعوا شيء وهو خير لكم أسأل تحبوا شيء وهو أشهر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألوا لك عن شهر حرام قتالهم فيه يقول قتال فيه كبير وصدوا عن سبيل لا يقفوا به والمساكين الحرام وإخراجوا أهلهم من أكبر عند الله ورفتتوا أكبر من القتل ولا يزالوا ليقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من يستطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموته وكافر فولاك حفظت أعمال في الدنيا والآخرة والأصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله وولاك يرجون رحمة الله والله وغفور رحيم يسألونك عن الخبري والمجسد يقول فيه ما يتم كبير ومنافع للناس ويثمه ما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون يقول العفو كذلك يبين الله لكم العيات على كنت تتفكرون في الدنيا ولا أخوان يسألوا لك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولا إن شاء الله لا عانتكم من الله عزيز الحكيم ولا تنكحوا المشكات حتى يؤمن ولا أماتهم ومنت الخير من المشكة ولا وأعجبتكم ولا تنكحوا المشكين حتى يؤمنوا ولا عابدهم مؤمنوا خير من المشكة ولا وأعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله ينعون إلى الجنة والمغفرة بإذن ويبين آيات للناس العالم يتذكرون ويسألونك عن المحيذ قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيذ ولا تقربوهن حتى يطهن فإذا تطهر فأتون من حيث آماركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولتجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروة التقوى تصح بين الناس والله سمين وعليم لا يأخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم الله وغفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا الله أشعرين فإنفاه فإن الله وغفور رحم وإن عزم الطلق فإن الله سمين وعليم والبطلقات يتربصن بأنفسهنك لا تتقربون ولا يحل لهن يكتون ما خرق الله في أرحامهن هن كن يؤمن بالأولي والأخير وبعولاتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا يسلح ولهم نمثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن الضرعة والبوازز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروفن أو تسريح بإحسن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيء إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما شدت به تلك حدود الله فلا تعتدوه ومن يتعد حدود الله فهؤلاء فهو الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تلك حزوجا غير فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجعين ظن أن يقيم حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون وإذا طلقوا من نسا فبلغنا أجلون فأمسكوا النبي معروف أو سرحوا النبي معروف ولا تمسكوا الضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد علام نفسه لا تتخذوا آيات لا يهزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعيذكم به واتقوا الله وعلى مهن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلون فلا تعضلوهن لا ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك ليوعظوا به من كان دينكم يؤمنوا من الله ولهم الآخر ذلكم أزكى لكم ماء الطهار والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أرد أن يتم رضعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسهن له سعلاك الضار وأردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد أفصالاً أن تراض منهم وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم تستضيع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم من المعروف فاتقوا الله وأعلموا أن الله بما تعملون هذا الصيب والذين يتوفن منكم إذرون أزواجهن يتربصن بأنفسنا أربعة أشهر وعشراء فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خامير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء واكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون أمن ولكن لا توعدوهن سراً إلا أن تقول قولاً ماروفاً ولا تعزموا عقدتك حتى يملوا الكتاب واجرة فعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم بحذره وعلموا أن الله أردتم حليم لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لن تمسهن أو تفرضو لهن فإضاء ما تعهن على الموسيقى داروه وعلى المقترق داروه متعمل بالمعروف حقاً عن المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاة وأن تعفوا أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون باصين حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقوموا الله قانتهم فإن خفتم برجالنا ورحمنا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويظرون أزواجاً وصية لأزواج متاع إلى الحوض غير إخرج وإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروفهم الله عزيز الحكيم وللمطلقات متاعون بالمعروف حقاً عنهم متقين كذلك يبين الله لكم ما يأتي لعلكم تعقلون فلم ترى الذين خرجوا من ديانهم وملوا في الحرار الموت فقال لهم الله موتكم أحياء من الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلى مؤمن الله سميعنا لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسن فيضاعفهم له وضعفاً كثيراً فالله يقبض ويبسوطوا وإليه ترجعون ألم ترين المليم من بني إسرائيل من معلم سيد قال لنبي له بعثنا ملكاً مقاتل في سبيل الله قال هلا سيتم كتب عليكم كتب وأن لا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد حجنا من دياننا وأبنائنا فلما كتب عليهم وكتب وتولوا إلى قليلاً منهم والله عليهم من ظالمين وقال لهم نبيهم من الله قد بعث لكم قالوا تماليكاً قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ساعة من المقال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يأتي ملكا وميشا والله واسع عليم وقال لهم نبي يؤمننا آية ملكا يأتيكم التابت في سكينة من ربكم وبقيتهم ما ترك آل موسى وآل هارون تحملون ملائكا في ذلك العاية لكم يقولتم مؤمنين فلما فصل طولة بالجنود قال إن الله ابتليكم منها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من يغترف ورحة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوا هو والذين آمنوا ماهوا قالوا نها الطاقة لنا اليوم ويجعلوا توجهوا ديقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة وغلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصامرين ولما برزوا لجعلوا توجهوا ديقالوا ربنا أفريغ علينا صبر وتب تقدامنا ورسولنا على قوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جعلوا تواته الله الملك والحكمة تعلمه بما يشاء ولو لا دفعوا الله إنها سبعظهم من بعض إلى فسرة الأرض ولكن الله أضفضل عن العالمين تلك آيات الله نتنوا عليك بالحق من كلام من المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم وانكلم الله ورفع بعضهم ده فأتينا عيسى من المرأة بينات وأيدناه من رحب الرسل ولو شاء الله مقتة الذين بعدهم بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتة الولاة إن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبعياتي يوما لا بيع فيه ولا خلطة ولا شفاعة وكافرونهم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخلوا سنة ولا نونه ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع منه ولا بأدنه على ما بين أيديهما مخلفهما لا يحيطون بشيء من علمه الذي ما شاء وسيعقر زي السماوات ولا الضولا يأمنو حبهما هو العلي والعظيم لأيكمها في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكون بالطاوة وإمن بالله فقر استمسك من عروت وثقالا في الصاملة والله سميع عليم الله ولي الذي نعمل يخرجه من الظلمات إلى النور ألم ترى الذي حاج إبراهما في ربها نهته الله الملك قال يا إبراهيم ربي الذي يحيوه قال أنا وحيوه قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس إلى المشرق فأتي بها من المعرفة بفت الذي كفر والله لا يهدي القلوم الظالمين أو كالذي مرأ لقرأته ويقابت على الرشيق قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمات الله من التعامل ثم بعثه قال لك أبل بثت قال لبثت لهم منه بعضهم قال بل لبثت المئة عام فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى إظامك فننشيزوها ثم نكسوها لحمة فلما تبيننا وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال إبراهيم ربي أريني كيف تحنون قال ولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطريفة صرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن يأتي لك سعي وعلم أن الله عزيزي الحكيم مثل الذين ينفقونهم وعلم في سبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا ذا لهم أجروا من ذا ربهم ولا أخوهن عليهم ولا هم يحزنون قولوا معروفوا ومغفرة خيروا من صدقة يتبعوا ذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا وتتلوا صدقاتكم بالمن ولا ذاك الذي ينفقوا ما له لئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثل كمثل الصفائن عليه ترابه فأصابه أبيه فتركه صلد لا يقدر على شيء ما كسو الله لا يهدن القوم الكافرين ومثل الذين ينفقونهم ولا امتغاء منظات الله وتتبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابه فأتت أقنا ضعفين فإن لم يصبها وأبنهم فطلوا الله مما تعملون بصير أيعد أحدكم أن تكون له جنة من أخير وعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر ولا غذرية بوعثة وأصابه أصار فيه نهر فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات علىكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وانفقوا من طيبات وأن الله غني وانحى من الشيطان يعيدكم الفقر ويمركم بالفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفل والله واسع عنهم يؤتي الحكمة من يشاء وما يؤتى الحكمة فقد وتي أخيرا كثيرا وما يبذكروا إلا ولولا من الباب وما أنفقتم من نفقتهم ونذرتم من أذن فإن الله يعلم وما للظالمين من الصال إن تبدو الصلقة فنعم ما هي وإن تخفوها توتوها الفقراء فأخير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فليعبوسكم وما تنفقون إلا ابتغاء واجه الله وما تنفقوا من خير وفى إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين أقصروا في سبيل الله لا يستطيعون الضربا في الرضي يحسابهم الجاهل وأغنياء من التعفو تعيثهم بسيما أم لا يسألون الناس إلحافوا وما تنفقوا من خير فإن الله بيعليم الذين ينفقونهم وعلىهم بالليل وأنه ينسروا وعلى أنية فلاهم أجروا من ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنوا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوموا الذين يتخبطوا الشيطان من المستارك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله الباية وحرم الربا فمن جاء معيضات من ربي فأنتف له ما سلف وأمره إلى الله ومن عدفه أصحاب النار فيها خالهم يمحقوا الله الربا ويربيوا صدقاته والله لا يحبوا كل كفاريات من الذين آمنوا وعملوا الصالحة وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجروا من ربهم ولا خوف عليهم ولهم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منهم إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربي من الله ورأسهم وينتبوا لكم ورسوه مالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن كان ذو أسرات فناظل أطول إلى ما يسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إن الله ثم توفقوا نفس ما كسبتهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديني إن أجلهم مسمم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتبهم من العدو لا يأبى كاتبنا يكتب كما علمهم الله فليكتب وليوني الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يوخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا ولا يستطيع أي من له فليمن الوليهم من العدو واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونها رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء إلا أن تضل إحداهما فانتذكر إحداهما الأخرى ولا يبشوا أداو إذا ما أدعوا ولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقصطوا عند الله وأقوموا للشهداء وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاظرة تديرنا بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوا وأشهدوا إذا تباعتم ولا يضار كاتبوا ولا شهدوا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فينأمن بعضكم بعضا فليؤدي لذئتم من آمانة وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتم فإنه آثيم قلبه والله بما تأمن عليم لله ما في السماوات وما في رضي عن تبدو ما في أنفسكم وتخوه حاسبكم به إلا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول وما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملكته وكتبه ورسل الله نفرق بين أحدهم من رسولهم فقالوا سمعنا وعطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسنا الله سعال ما كسبت عليه ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا يسخن كما حملت والذين من قلن ربنا ولا تحملنا ما لا طالقتنا بالطعف وعفو عنا وفلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله ومعدام الشديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشال إله إلا هو العزيز والحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب ومنه آيات محكمات ومنه أم الكتاب وأخر متشامعة فأما الذين في قلوب مزيهم فيتبعون ما تشبع من ارتغاء الفتة وابتغاء تاوين وما يعلم تاوينه إلا الله الراسح ونفعهم يقولون أما النبي كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدوك رحمة لأنك أنت لهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء وولئك هم وقود النار كدابيان فرعون والذين من قبل مكدهم بآياتنا فأخذهم الله بدون ذهم والله شريد العقاب وللذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهند قد كان لكم آية في فئتين تقا تافيات تقاتل في سبيل واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر من يشاولن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زهين للناس حب شاوات من النساء والبنين والقناطين المقطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والنعام والحق ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما قل ونبيكم بخيرهم من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت نهار خالدين فيه وأزواج مطحرة ورضوان من الله والله بصير من عبادك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوب ناقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله لإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا إن بعد ما جاءهم العلم بغي من بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريه الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمت فإن أسلموا فقرهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقترون النبيين بغير حق ويقترون الذين يأمرون بقسط من الناس ويبشرهم يعذى من أنهم ولأك الذين حبطت تعمالوا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم ترى الذين أوتوا نصبا من الكتاب ودعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وارضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم الله ريبهم في أد كل نفس ما كسبتهم لا يظلم قل إلهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بأدك الخير وإنك على كل شيء قدير تولج الليلة في النهار وتولج النهار في ليل وتخرج الحيا من الميت وتخرج الميت من الحيا وترزق من تشاء وبغير حساب لا يتخذ المؤمنون وكافرنا ولياء من دون المؤمن وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من المتقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدركم وأن تبدوه يعلمه الله ويعلموا ما في السماوات وما في رضي الله وعلى كل شيء قدير يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تودلوا أن بينها وبينها مدى بعيدة ويحذركم الله نفسه والله رأوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبكم الله ويغفر لكم ظنوبكم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافيرين إن الله أصطفى آدم ونحوى على إبراهيم وعلى عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قالت إمرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس ذكرك المنثى وإني سميتها بريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل ربها بقبول حسن وأنبت نبات الحسن وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب ووجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت ومن إن ذي الله إن الله يرزق من يشاه بغير حساب ونالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك برية طيبة إنك سميع الدعا فنادت الملائكة وقائم صليف المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم وقنتي لربك واستودي واركا ما أراك ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام وما أيهم يكفروا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذا قضى أمرا فإنما يكون لا أقوم فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولني لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني يخلق لكم من الطير كهية الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموت بإذن الله ونبيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم من في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنوا صدق لما بين يديهم من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا وهذا صراط مستقيم فلما حسائس منهم الكفر قال من أنصار إذا الله قال حوارينا نحن وأنصار لا يأمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتؤنا مع شادي ومكر ومكر الله هو الله خير وما كنين قال الله إذا عيسى أني متوفق ورافعوك إليهم ومطحرك من الذين كفر وجعلوا الذين اتبعوك فقال الذين كفروا إليهم من قيامة ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختاليفون فأما الذين كفروا فوعدموا عذابا شديدا في الدنيا والأخرة وما لهم من ناصر وأما الذين أملوا وعملوا صالحة فيوفيهم جورا والله لا يحب الظالمين ذلك نتلعو عليك من الآيات والذكر الحكيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشك به شيء ولا يتخذ بعضنا 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 أربابا من ذو الله فإن تولوا فقلوا شهدوا أننا مسلمون لأهذا الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدها فلا تعقلون فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيف المسلم وما كان منها مشكلنا أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين أمنوا والله وليونه منهم ودت طائفة من الكتاب لو يضل لكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق والباطئ وتكتبون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا واجهنها ليكفروا آخرون على ويرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليكم من إن تأمنوا بدين الله يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قال ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلهم البلاء بل أمنوا فبعادي واتقوا فإن الله يحب المتقين الذين يشترون بعهد الله وإيمانه وثمن قليل أولئك لا خلاق لهم في الأخرة ولا يكلمهم وإن منه لثريق ولا يأمركم أن تتخذوا المبائكة والنبيين أرباب開 يأمركم الكفر 봐 إذا أنتم مسلمون وإذخذ الله المثاق النبي إذا لماء أتيتكم من كتاب و أحكم ثم جاءكم رسول المصدق لماء كانت تؤمن النبي وَلَا تَنْصُرُونَ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخْدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَ قَالَ فَاشْعَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُنُ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَذِي طَوْعَ وَكَرَهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول الحق وجاءهم من بينات والله لا يهدي القوم الظالمون وليك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخف عنهم ونعذى ولا هم ينظرون إلا الذين تاهم بارد ذلك واصلح فإن الله هو الرحمن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولائكهم الضالون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَمْكُفَرُوا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهُمْ مِنُ الْأَرْضِ ذَهْبُوا وَلَوْ إِشْتَدَى بِهُلَهِكَ لَوْمَ ذَهُمْ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ لَنْ تَنَعُوا بِالرَّحَةَ تَنْفِقُوا مِمْ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِيَعْلِمْ كلُّ طَعَمِ كَانَ حِلًا لِمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَحْرَمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ يَنْتُ نَزَلَ التَّورَى وَقُلْ فَأَتُوا بِالْتَّورَاتِ فَاتْلُوا وَ فَمَنْ افْتَرَى عَاللَّهِ الْكَرِيمُ مَا لِذَلِكَ فَأَوْلَيْكُمُ الظَّلِمُ قُلْ صَادَقُوا اللَّهَ فَاتْتَّمِهُ مِلَّةُ إِمْرَاهِيمَ حِلِفَ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِيكِينَ إِنَّ أَوَلَ بَيْتٍ مُضِيَعَ لِلنَّاسِ لَالَّذِي يُبَكَّتَ وَمُبَارَكَ وَوَدَى لِلْعَالَمِ فِي آيَاتٌ بَهِينَةٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَ وَإِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ إِسْتَطَاعِهَ لَيْسَ مِلَوْا وَمَنْ كَبْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيمٌ عَنِ يَعْتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُ وَمَنْ يَعْتَصْمِ بِاللَّهِ فِي قَدْهُدِي عَلَى صُرَاطِهِ مُمْ مُسْتَقِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِي وَلَا تَمْوَتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَأَتَصْمُونَ بَحَبِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَابْكُلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ يَا أَيُّهُمْ بِرْحِمْ وَأَسْبَحْتِمْ أَلَيْكُمْ اِلَّ consolidateِعْرَقُوا وَأَلَّكُمْ إِلَوْا assistance وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ كَتَابِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمِنْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّكُمِ اللَّهَ لَهُمْ يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبعوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكن ذلك فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُنَ بِأَيْنَةِ اللَّهِ وَيَكْتُمُنَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا أَصْرُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ليسوا سواء من أهل كتابة أمة قائمة يتمنون آيات الله لأنهم يستدون يؤمنون بالله والأخير ويأمرون بالمعروف ويسارعون في خيراتهم أولئك من الصالحهم وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِمُ مِنْ 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 تَقِينَ وَلَذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْلِيَ عَنُوا وَمَا لُمْ وَلَا أُولَادُونَ مِنْ اللَّهِ شَيْبُهُ وَالَيْكَ أَصْحَابُ وَالْنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثال ليحهم في أسر ونصابت حرثق من ظلم أنفسهم فهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين أعملوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوكم خبروا الدوم معلتم قربرة البغضاء من أفاهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون كأنتم ولا يتحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبّوه عليكم قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصبر إن تمسسكم حسرة تسعوا وإن تصبروا سيئة وإن تصبروا تتقوا لا يضرقوا كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيطا وإتقدت من ذلك تبوا من المؤمنين مقاعدا القتال والله سميعون عليم إذ هم الطائفة تانيبكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله فليتوكلوا مؤمنون ولقد نصركم الله من بدروا أنتم ذلة فاتقوا الله عليكم تشكرون اتقوا المؤمنين عليك فيكم يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء تصبروا وتتقوا أياتكم من فونهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسوهمين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحاكيم يقطع الطرف من الذين كفروا ويكبتهم فإنقلبوا خائم ليس لك من أبشي لو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في العضية يغفر لمن يشاء ويعبه من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين أملوا لا تكوين لبعضها فمضعفة واتقوا الله لعلكم تفرحوا واتقوا النار التي وعدت الكافر وعطيعوا الله ورسوله لكم ترحموا وسعروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عضو السماوات ونعضوا عدة للمتقين الذين انفقون في الصراء والضراء والكاضي من الغيظة والعافية عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم بكروا فاستغفروا لظلوب ومن يغفر الظلوب إلا الله ولم يشروا على ما فعلوا وهم يعلمونه ولأكا جزاء مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتنا خالدين فيها ونعم أجر العاملين فادخلت من قبلكم سنان فسيروا في الرضي فانظروا كيف كان عقبة المكذمة هذا بيان للاسي ودوى وموعظة المتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم العلاونا يكونتم مؤمنين أيام ستسكن قرحهم فقد مس القرحهم وقرحهم مثلوا تلك الأيام نداوله بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافية ومحسبتم أن تدخل الجنة وعلى ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموتهم قبل أن تلقوا فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد لله رسول قد خلت من قبل الرسول فإما توقتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلم على عقبه فلن يضر الله شيء وسيجد الله الشاكرين وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد الثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد الثواب الآخرة نؤتي منها وسننزل الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما الضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنبنا وإصرافنا في أمنه وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على عقابكم فالتنقالوا خاسرين بل الله مولاكم وخير الناس سنرق في قلوب الذين كفروا الرعبا بما أشركوا من الله ما لم يلزل بي سلطانا ومأواهم النار وبإسامة والظالمين ولقد صدقكم الله وعدوا يتحصونهم بإذن حتى إذا فشدتم وتنازعتم فلمن وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليأبئتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين يتصعدون ولا تلون على أحد والرسول ويدعوكم في أخرى فأثابكم غمّا بغمّين لكي لا يتحزنوا على ما فتكم ولا ما أصابكم والله خبير مما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة سيغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم وأنفسهم يظنون فأرزا الذين كتب عليهم القتلوا إلى مضعجهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليهم بذات الصنور من الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم شيطانا وبعض ما كسب ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حنيم يا أيها الذين آمانوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضرعوا في العرض وكانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلوا ذلك حسة في قلوبهم والله يحي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل لا يومتهم لما غيرتهم من الله ورحمة الخير مما يجمعون ولا يومتهم وقتلتم من أيل الله تحشرون فبما رحمة من الله لانتلام ولو كنت فضل غليلا القب لانفضوا من حولك فعفى عنهم واستغفرهم وشاورهم فيهم فإذا عزمت فتوكى عن الله إن الله يحب المتوكرين لينصركم الله فلا غالب من يخذلكم فمن الذي ينصركم وعلى الله فليتوكى للمؤمنون وما كان لذين أن يغل ومن يغل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفقوا النفس مما كسبتهم لا يظلمون فمن التبارض وانا الله كما مبهى بسخاط من الله ومأوى جهنم وبئس المصير ومدرجات عند الله ومبصير بما يعمل لقد من الله على الممين يذبعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلالهم مبين ولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثلا قلتم أن هذا قل هو من إندي أنفسكم من الله على كل شيء قد وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيلهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يهو يدفعهم قالوا ولو نعلم قتل لاتباركهم للكفر يوم إذن أقرأوا منهم من الإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم الله وعلىهم بما يكتب الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعنا ما قتلوا كل فدر وأن أنفسكم الموت وإن كنتم صادقين ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله يوماتهم بل أحياهم إن ربهم ينزقوا فريحين بما آتهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الخلف من لا خوف عليهم ولهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يوضي واجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسولهم بعدما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجل نظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشاهم فزادهم وقالوا حسبنا الله ونهم الوكيل فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبارض وان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف وليا فلا تخافوا وخافوني كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن ينظروا لا شيء يريد الله ولا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيماء لن ينظروا الله شيء ولهم عذاب عظيم ولا يحسبدن الذين كفروا أن ما نمني لهم خير لأنفس من ما نمني لهم ليزدادوا يثنوا أنهم عذابهم مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم عن الغيب ولكن الله يجتدي من رسل من يشاء فأمنوا بالله ورسلوا وإن تؤمنوا وتتقف لكم أجرى نظيم ولا يحسبدن الذين يبخلوا الذين ما أتاهم الله من فضل هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات ورضيه الله بما تعملون خبيل لقد سمع الله وقالوا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أهنية سأنفهم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحديق ذلك ويما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلة من العام فالذين قالوا إن الله عهداء إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار فلقد جاءكم رسولا من قبل بالبينات وفي الذي قلتم فلما قتلتموهم كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسولا قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس دائقة الموت وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمنزح سعال النان ودخل الجنة فقد فازوهم الحياة الدنيا إلا متاء الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتو الكتاب من قبلك ومن الذين أشاكوا أذى الكثير وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب والرضي والله على كل شيء قال يل إن في خلق السماوات والرضي واختلاف الليل وإنها إلا آيات يرين الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوه ويتفكرون في خلق السماوات والذي ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فاغنى عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت ومال الظالمين من أصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان ينامن باربكم فأمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفرنا من الأمرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسيك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخرجوا المياه فاستجاب لهم ربنا من دي لأوضيع عمل عامل منكم من ذكر إنهم تبعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديانهم وأوضوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو ادخلنا عن جنة تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليلا ثم مأواهم جنة ويسميها لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار وخاردين فيها نزولا من عند الله وما عند الله خير للآخر وإن من أهل الكتاب لما يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله خاشئين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا أولئك يا أيها الذين آمنوا وصبروا وصامروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي وحلتي وخلق منها وجوابت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألوا نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيما واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طعب لكم من النساء مثنا وثلاثة وربع فإن خفتم لا تعديلوا فواحدة نوم ملكة همانكم ذلك أدنى لا تعونوا وأتوا النساء صدقاته إنه نحن فانطبنا لكم عشي يمنوا نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تتسوا فأموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسهم وقررا قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كاثور نصيبا مفروضا وإذا حضر قسمته للقرب وليتامها المساكين فارزقوه منه وقلوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين أو تركوا من خلبهم ذرية انضيعا فانخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يكونوا أموالا اليتام طلما إنما يكونوا في بطني من عروة سيصدرون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حبلهم فإن كنا نساء فقطناتين فلهن الثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليأبوين كل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وبرثه أباه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصيهته يوصي بها أهدين أباؤكم وأبناكم لا تدرون أيهم أقرب لكم فعن فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَمَا يَصِلْ لَهَا وَرَسُولُهُ وَيَتَعْدَ حُدُودَ يُدْخُلُ وَنَارًا خَالِدَ بِهِ وَلَوْا عَذَاءُ أُمَّهِينَ وَاللَّاتِ يَأْتِينَا الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَانَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوْفَاهُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُ فَأَذُوْهُمَ فَإِنْ تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْلِقُوا عَنْهُمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَوْهَمًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَالَهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوا بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيمٌ فَأَوْلَيْكَ يَتُ وَأَذْهَوَوا بَعْضِي مَا أَأْتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَيَّتِينَ مِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُنَّ فَعَسَهَا تَكْرَوْا شَيْهُ وَيَجْعَى اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَتْتُمْ إِسْتِدَّالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَأْتَيْت وَكَيْفَ تَعْفُدُونَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَبَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِثَاقًا وَنِظَامًا وَلَا تَنْكِحُمَا نَكْعَ أَبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَانِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْوَةً وَسَاسَمِيلًا حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأَخْتِي وَأَمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَانَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَاتِ وَأَمَّهَاتُ نِسَانِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَال وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِمَّا تَرَضَيْتُمْ بِهِمْ بَعْدِيَ الْفَلِضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا مَنْ لَمْ يَسْتَطَيْمِكُمْ طَوْلًا لَا يَنْكَحْ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِمْ مَا مَلَكَتْ أَإِمَانَكُمْ مِنْ فَتَايَتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَلَى وَبِإِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ فَانْكِحُونَ بِذْنِ أَهْلِيَ النَّوَاتِ وَهُنَّ وَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِمْحْسَنَاتِ وَغَيْرَ مُسَافِحَةِ وَلَا مُتْقِذَاتِ أَخْدَامِ فَإِذَا أُحْسِنَّا فَيَنَاتَيْنَا بِفَاحِجَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُمَ عَلَى الْمُحْسَنَاتِ وَمِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِكُمْ وَأَنْ تَصْفِرُوا خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ وَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنان الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليهم والحكم الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ينتمينوا ميلاً عظيمة يريد الله أن يخفى عنكم وخرق الإنسان ضعيفاً يا أيها الذين عملوا لا تقول أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارةً أن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحمه وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوهنا صيدانا وكان ذلك على الله هسيراً إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفى عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال نصيبهم مما اكتسب ولا النساء نصيبهم مما اكتسب ما أسألوا الله من فضيه من الله كان بكل شيئاً عيمة ولكل جعلنا موالياً مما ترك الوالدان والأقرب والذين عقدتهايما نقفاته نصيباً من الله كان على كل شيء شهدنا الرجال قوامون على النسائب ما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من الموال فالصالحات قانتا في حافظاتهم الغرب بما حفظ الله والتي تخافونا نشوزهن فاعظوهن وهجرهن في المضاج واضربوهن فإن طعنكم لا تبوا عليهن سبيلاً إن الله كان عليياً كبيراً وإن خفتم شقاق بينهما فبعتوا حكماً من أهل وحكماً من أهله يريد أن يصنع يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً وعبد الله ولا تشكوا به شيء وبالوالدين إحسان وبذي القرب والأتام والمساقين والجاري ذي القرب والجاري الجنوب والصاحب الجنوب وابن سبيل عمام ملكة إيمان وإن الله لا يحب من كان مختلاًا فقوراً الذين يبخلون يؤمنون الناس بالبخل وأكتمون ما تأمون الله من فضل وعتدنا الكافي عن ذاهم المهين والذين ينفقون أمالهم لئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقول الشيطان له قريماً فسأقلنا وما دعاً إنه آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله به معنيماً إن الله لا يضعيم قال ذرة من تكو حسنة وضعيفة ويأتم لدنهجر عظيم فكيفية جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يا أيها الذين أمانوا لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكر حتى تعلموا ما تقولون ولا أجلوا من العابين سبيل حتى تغتسروا وإن كنتم مرضى وعلى سفرنا وجاء أحد منكم من الغائطين ولامستم نساء فلم تجدوا من فتيهم مصعيداً طيباً فامسحوا بوجودكم وأيديكم من الله كان عفور وعفوراً لم ترأي الذين أموتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويردون أن تضلوا سبيل الله وعلىه بأعدائكم وكفى من الله ولي وكفى بالله نصيراً من الذين أدوا يحريفون الكلمة عن ماضي ويقولون سمعنا وأصحينا وأسمع غيراً وأسمعنا ورعينا لأي أنبياء سينا تم وطعنا في الديبول وأنهم قال أسمعنا وطعنا وأسمع ومظرنا لك أن أخير لهم أقوى ولكن لعنهم الله بكفرين فلا يؤمنون إلا قليل يا أيها الذين أؤتوا الكتاب أمنوا بما نزلنا وصديقاً لما معكم من قبل أن نطمسهم وجوه فنرد على أدبالي أو نالعنهم كما لعننا أصحاب السب وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر من يشرك بيه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشك من الله فقد افتر عيث من عظيم لم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء ولا يؤذر منفتي لمن برك في افترون على الله الكذب وكفى بيه يتمم مبينا لم ترى الذين أؤتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون الذين كبروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سمعنا وليك الذي يلعنهم الله ومن يلعن له فلن تدلوا نصيراً لهم نصيبوا من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضل فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة أتيناهم ملكاً عظيماً فمنهم من آمن فيهم منهم من صدعاً وكفى في جهنم ساعراً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيرهم ناراً كلما نضيجت جلدهم بدلناهم جلدنا غيراً ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيلاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا صالحاً لسألتهم جنات تجري من تحت لنا الخالدين فيها أبدا لهم فيها أزواق مطاهرة وأن أدخلوا ظلاً ظليلاً إن الله يأمركم وأن تؤدوا لأبانات إلى أليه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل إن الله أنعم ما يعادكم بإن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا وطيوا الله وطيوا الرسول وللأمن بكم فإن تنعزاتهم بشيء فردوا إلى الله ورسول يكنوا تؤمنون بالله ولهم وإلى آخر ذلك خيروا أحسن تهويل ألم ترئ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكم إلى الطهوة وقد أمروا يكفرون فيه ويريد شيطاناً وإيضاً لهم بلالاً وإذا قيلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا رسول رأيت المنافقين يصدون عنك أن الصدون فكيف إذا صابت المصيبة بما قدمت عندما جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحساناً وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرضانهم وعظهم وقلهم في أنفسهم قولاً بنيوا أمار سلهم رسول الله ليطاع بإذن الله ولونهم يبضلوا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله وجادوا الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شهر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حراجاً مما قضيته يسلموا تسليماً ولو أنك تبن عليه من يقتلوا أنفسكم وخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون بلك أن خير لهم وشد تثبيت وإذا لأتيناهم من لدنهجنا عظيم ولهديناهم سراطاً مستقيمة ومن يطع الله ورسوله فولئك ما الذين نعم الله عليه من النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسنين وولئك رفيق ذلك الفضل من الله وقف بالله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعنا منكم لما لا يبطي عن فئن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله عليه فإن أصابكم فضل من الله يقول أن كأن لم تكن بينكم وبينهما ودتوا يا ليتني كنتم معا فأفوز فعوزن عظيم فليقاتل في سبيل الله الذين أشهد حياة الدنيا بالآخر ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلف سوف نؤتي أجر عظيمة وما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه قادة الظالم واجعلنا من لدنك ولي واجعلنا من لدنك نصيرا الذين أمنوا يقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاقود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترى الذين قيل لهم كفوا إذا كنوا قيموا صلاة وعاتوا زكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريقوا منهم يخشون الناس في خشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر قريب قول متاع الدنيا قليل ونأخرة خير لما يتقى وإن تصبوا حسنة يقول وهذه من عند الله وإن تصبوا سيئة يقول وهذه من عند كل من عند الله فما لها أولئي القوم لا يكادون يفقهن حديث ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسوله وكفا بالله شهيدا من يطي الرسول فقد طع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيث ويقولون طعة فإذا برز من عندك بيت ضعيفة من غير الذي تقول والله يكتب ما يبيت فعرضانهما توقع الله يوقف بالله وكيلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عنده غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخفية ذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمن منهم العلمه الذين يستمطونه منه ولولا فضو الله عليكم ورحمة لاتبعتهم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل لا تكلفوا إلا نفسك وحريضا منها صلى الله عليه فبأس الذي كفر والله أشد بأسا وشد تنكيل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له قفل منها وكان الله على كل شيء من مقيتا وإذا حيثوا بتحيث فحيوا بأحسن منها وردوا وإن الله كان على كل شيء حسيب الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم لا يهم من قيامتي لا رأيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين نفيتين والله أركزهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبينا والدول تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم بقتلهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم مليهم ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قومين بينكم بينهم ميثاقنا وجاءكم حصلت صدرهم من يقاتلكم ويقاتل قوم ولو شاء الله لسا لا طعم عليكم فلا قاتلكم فإن اعتزلكم فلم يقاتلوا وألقوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبينا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتن يركسوا فيها فإن لم يعتزلكم ويقوئوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقلوهم حيث تقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ممينة وما كان لمممين أن يقتل ممين إلا خطأ ومن قتل ممين خطأ فتحيوا رقبتهم ممينة وديئتهم مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقون فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيوا رقبتهم ممينة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديئتهم مسلمة إلى أهله وتحيوا رقبتهم ممينة فمن لم يجد فصيام شهرين ومن تتابعين ثوبة من الله وكان الله عليم الحكيم ومن يقتل ممين متعمل فجزاء جهنم خالدا فيها وغاضب الله عليه ولعنه وعدل وعذاب نظيمة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتوا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقائكم السلام لستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغارب كثير كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فاتبينوا إن الله كان بما تعملون خميرا لا يستوي القائدون من الممين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكله عند الله الحسن فضل الله المجاهدين درجات منهم مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم ملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الله قالوا ألم تكن عرض الله واسعة فتحاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وسأت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل فأولئك عسى الله ويعفو عنهم وكان الله غفورا وفورا ومن يهاجد في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعوما يخرج من بيتهم مهاجرا إلى الله ورسولي ثم يدرك الموت فقد وقع جوا على الله وكان الله غفور رحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح وانتقصروا من الصلاة الخرط ومن يفتنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقبت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا السجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من بطني وكنتم مرضى أن تضعوا صحتكم واخذوا حذركم إن الله عدى الكافي عذابا مهينا إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقوده على جنوبكم فإذا اطماننتم فاقموا الصلاة فإن الصلاة كانت تعلم منه كتابا موقوتا ولا تأينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله علي من الحكم أن ننزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائرين خصيمة واستغفر الله إن الله كان غفور رحيمة ولا تجادل عن الذين يختنوا أنفسهم من الله لا يحبوا من كان أخوهنا ثم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما عمد يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فأنتما أولا يجادلتما في الحياة الدنيا فمن يجادل الله نمي من القيامة ومن يكون عليهم وكل ومن يعمل سونا ويظلمنا ثم يستغفر لا يجد الله غفور رحيمة ومن يكسب يثم فإنما يكسب على نفسي وكان الله علي من الحكيم ومن يكسب خطيئة ويثمن ثم يرمي به بني فقد احتمل أبوهتا ويثمم بينا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقتنا ومعروفنا وإسلاح بين نس ومن يفعل ذلك ابتغام رضاة الله فسوف نتياجا عظيمة ومن يشاقق الرسول بعدما تبين على الهدى ويتبع غير سبيل الممين نوله ما تولى ونصلي جعلنا وسالك نصيرا من الله لا يغفر أي شك ويغفر ما دون ذلك لمن ياشى ومن يشرك بالله فقد بل ضلالا بايدا إيدون من دونه إلا إناتا وإيدون إلى شيطان مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من إبادك نصيبا مفروضا ولا أضل لنهم ولا أمني أنهم ولا أمر عنهم فلا يبتكن هذانا لا نعم ولا أمر عنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم ما يعيدهم الشيطان إلا غنور أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا صالحة رسالا يدخلهم جنة تجنهم تحتها وخاردين فيها بدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيل ليس بأماليكم ولا مالي أهلك تمن يعمل سوء يرز به ولا يجد له من دون الله وليه والأنصير ومن يعمل من الصالحة من ذكر إنه انتوهم ومنهم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دين ممن أسنى وجهه لله وهو محسن والثمى من لتائم وراهيم حنيف واتخذ الله وامراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في غضي وكان الله بكل شيء محيط ويستفتونك في النساء يقول الله افتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تعطونهم ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقومون يتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به آنما وإن امرأة خافت من بعليها فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والسلح خير وحضر طين أنفس الشوح وإن تحشن ويتأتقوا فإن الله كانت بما تعملون خميرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا فلا تميلوا كل المين فتذرواك المعلق وإن تصلح وتأتقوا فإن الله كان غفور رحم وإن تفرق يهن الله كل من ساعة وكان الله غاسيا حكيما ولله ما في السماوات وما في الرضي ولقد وصينا الذين ما في السماوات وما في الرضي وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الرضي وكفى بالله وكيلا إي أشي يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بقسط الشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إي يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان مما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملايكة وكتبه ورسل وليوم الآخر فقر ضل ضلال مايدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا هنيما الذين يتخذون الكافرين أولئا من دون المؤمنين يبتعون عندهم العزلة فإن العزلة الله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا أن يأتي الله يكفر بي ويستعزوا بي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم من الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جامع الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتحون من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصبوا قالوا ألم نستحوذ عليكم من أمنعكم من المؤمن فالله يحكموا بإلكم يوم القيامة ولي يجعل الله كافرين على المؤمنين السبيل إن المنافقين يخادعون الله وخادهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وسألهم رأون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولئي ولا إله أولئي ومن يضل الله فلم تجد له سبيل دعيوا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولئيا من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا وممنا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَصِيرًا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُمُ وَأَعْتَصَهُمُ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُ لِلَّهِ فَأَوْلَهِ كَمَعَ الْمُؤْنِي وَسَوْفَيَوْتِهِ لَهُ الْمُؤْنِي أَجْرًا عَظِيمًا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شعفنا عليما ويحب الله الجهر بالسوء من القول الله من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا وتخفوه وتعفوه عن سوء فإن الله كان أعفوه وانقدره إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن ينفرقوا بين الله ورسله ويقول أن نؤمنوا بعض ونكروا من بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سمين أولئك هم الكافرون حقا وعتدنا الكافرين عذابا مهينة والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم وليك سوف يتيم وجورا وكان الله أحفور رحمه يسألوا كانوا الكتابين أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد زالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أريد الله جارة فأخذتهم الصعقة في ظلم ثم اتخذوا الأجناء من بعد ما جاءتهم البينة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا من مبينا ورفعنا فقاموا الطورة من نثاقهم وقلنا لهم ادخلوا بابا سجدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم نثاقا عليظا فبما نقضي من نثاقهم وكفر بأياتنا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقالوا من قلوبنا غلف بل طبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقالوا لي مالا مريه وبهتان عظيمة وقالوا لي منا قتلنا المسيح عيسى بن رمي رسول الله وما قتلوا وما صلوه ولكن شبئ لهم إن الذين اختلوه لفي شك من ما لهم به من ألمين لاتبع الظن وما قتلوه يقين ورفعوا الله إليه وكان الله عزيز حكيم وإن من أهل الكتابين لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصد ما نسوي الله الكثير واخذهم الربا وقدمها وافنهم أموال الناس بالباطل وعتدنا الكافرين منهم ماذا من أريم لكن راسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر لك سنوتيما يعظيمة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي ونبينا وحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارونا وصليمنا وتين داود زابورا ورسلا قد قصصنا عليكم من قبله ورسلا لم نقصص عليكم وكلم الله موسى تقريبا رسولا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعدنا رسوله وكان الله وزير حكيم لكن الله يشهد إليك أنزل من علمه الملأك في أشهد وكفى بالله شهيدا إن الذي كفر وصد عن سبيل الله قد ضل وضلائل إن الذين كفروا أضلا ولم يكن الله لأغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا جهدنا مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرك يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمينوا خيرا لكم وينتكفروا إن لله ما في السماوات والذي وكان الله عنهم الحكيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إن الحق إنما المسيح يسابن ورسول الله وكالمة والقاهن ورحم فأمينوا بالله والرسول ولا تقولوا ثلاثة ننته خيرا لكم ملاكة المقربون ومن يستنكف عن مبارة ويستكفر فسيحشرون إليه جميع فأمين الذين آمنوا وعملوا صالحة فيوفي مجورا ويزيدهم من فضل أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعدم عذابا لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهانا من ربكم وانزلنا إليكم نورا من فأمين الذين آمنوا بالله واعتصوا بهم فسيدخلهم برحمة منه وفضل ويهديهم لي صراطا مستقيما يستفتونك فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان ما تركوا وإن كانوا إخوة الرجال ورسان فلذكر مثل حظ الأنثان يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بأهمة العنام إلا ما يبق عليكم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا الشعاعر الله ولا الشرح الحرام ولا الهديء ولا القلائد ولا آمنوا الحرام يبتون فضلا من ربهم ورضوان وإذا حلتوا فاستعدوا ولا يجريم أنكم شناء نقومين صدقوا مع ذي المسيح الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر واتقوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقام به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخزير وما أهل لغير الله والمرخانقة والموقودة والمتردية والنضيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيته وما ذو بحال النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون ومخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديتكم لإسلام دينة من يضطر في مخمصة غير متجانف في الإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا إحنا لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أعطوا كتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الممنات والمحصنات من الذين أعطوا كتابهم قبلكم إذا أعطيتم من وجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخذوا ومن يكفر بالإيمان فقد حبي طعامهن وهو في الآخرة من الخاصرين يا أيها الذين آمنوا إذا قنتم من الصلاة فاغصروا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا من رؤسكم وأرجلكم إلى الكامعين وإن كنتم جنوبا فاضطهر وإن كنتم مرضى وعلا سفرين أوجه أحد منكم من الغائطين أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفته إما مصيدا طيبا فامسحوا بي وجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولا تريدوا ليطحركم ليتم نعمة وعليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم من يتقى الذي أثقكم إذ قلتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليهم وذات السنور يا أيها الذين آمنوا كون القوامين لا يشهداء من القسط ولا يجب أنكم شنان قوم العلام اعدلوا أقربوا للتقوى واتقوا الله وإن الله خبروا مما تعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحة لهم مغفرة وأجم العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وليك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومنا يابسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم معنكم واتقوا الله وعلى الله فلا توكلوا مؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيم وقال الله مني معكم لين قبلتم صلتا واتيتم زكاة وآمنتم برسوله وعزلتم وقربتم الله قبلها حسنا وكفرنا عنكم سيئاتكم ولو ادخلتكم جنة التجري من تحتها للأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سوى السبيل فبمعنقهم ميثاق أبل عندهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضيه ونسحظ مما ذكر به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم فعفوا عنهم أصفحن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إِنَّا نَصَارَى أَخَلْنَا مِثَاقٌ فَنَسُحَظًا مِمَا ذُكْنُمِ فَاغَرَيْنَا فاغَرَيْنَا بينهم أداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَاسْسَوْفَ يُنَبِّئُوا بِلَّهُ مِمَا كَانُوا يَصْرَهُمْ يَأَهْلَ كِتَابِي قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُّنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَا كُنْتُوا تُخْفُونَ مِنَا كِتَابُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُّهُ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعِضُ وَأَنَوَ سُبُوا لَسَّلَامُ وَيُخْرِجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ بِيَذْنِ وَيَهْدِهِ مِلَى صُرَاطِهِ مِنْ مُسْتَقِيمُ لَقَدْ كَفَرْ لَذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيحُ وَالْمَرْيَا قل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْنِ أَرَادَ يُنِكَ الْمَسِيحَ عَبْنَ مَرْيَا وَأُمَا وَمَنْ فِي الْرَضِ جَمِيعَ وَلِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَرَضِي وَمَا بَيْنَهُ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء وقال فلما يعدبكم بذنوكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذل من يشاء ولله ملك سماواته رضي وما بينهما وإليه المصير يا أنا الكتاب قد جاءكم رسول ونبينكم على فترة من الرسل أن تقلوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير والنذير والله على كل شيء قدير وَإِنْ قَالَ مُسَى لِقَوْمِيَا قَوْمِ يَذْكُرُوا نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَجَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاهُ وَجَعْلَكُمْ مُلُكَ وَهَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَا قَوْمِ يَدْخُرُوا الْعَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ وَعَلَى أَجْبَارِكُمْ فَتَنْقَالِبُوا خَاسِينِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإننا لن ندخل حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إننا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قائد قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخير ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإن محرمة عليهم أربعين سنتين يتيون في الغد فلا تأسى على القوم الفاسقين وتعليهم باب ريادا من الحقيق قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من آخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لأنبسطت إلي يدك لتقتل لما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخوة الله رب العالمين يريد أن تبوى بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخي فقتلوا فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض لي بريه كيف يواري سواء تاخي قال يا ويلة أعجزت وأن أكون متى هذا الغراب فهواري سواء تاخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسهم بغير نفسهم فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميع ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمستفوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلوا وتقطع يديهم وأرجلهم من خلافهم وينفوا من ربانك لهم خزيوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله وفر رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل العل لكم تفرحون الذين كفروا أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب نار مريدنا يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مطيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديه وما جزا بما كسب نكالا من الله واللوازي وحكب من تاب من بعد ظلم واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله وفر رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والله يعذيه ويشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها رسول لا يحزنك الذين يسارعون في كفره من الذين قالوا آمنا بأفواه ولن تؤمن قلومه من الذين هدوا سماعون الكذب سماعون القوم من آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضي يقولون إن أتيت ماذا فخذوا وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يريد الله فتنة فلن تبلك لهم من الله شيء ولئك الذين لم يريد الله ويطهر قلومه لهم في الدنيا خذوا ولهم بالآخرة عذاب عظيم سماعون الكذب أكالون للصفة إن جاءك فاحكم بينهم وارضان وإن تعرضان فلن يضروا كشيوين حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك عندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولاك بالمؤمنين أنزلنا التوراة فيه ودى ونور يحكم بها النبيون الذين أستوى الذين هدوا الربانيون ولا حضروا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليهم شهادى فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولاك هم الظالمون وقففين على أثار بإيسى بن مريه ومصدق لما بين يديه من التوراة وإنجل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقيم قال يحكم أهل الإنجنين بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئكم المفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصديقاً لما بين يديه من الكتاب أموه هأنعنا فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواؤهم عما جاءك من الحق لكل إن جعلنا منكم شرعة ومنها جول Joey ون شاء الله لجعلكم أمتا واحداً ولكن يبلوقون فيما تكون فاستفقوا الخيرات إلى الله ومرجيكم جميعاً فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم أحذر من يفتنك من بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبه من بعض ذنوبه وأن كثير من الناس لفاسقنا فحكم الجاهل يتيابون ومن أحسن من الله حكم لقومه يؤقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولوا منكم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يقولون أخشان تصيبنا دائرة فعزا الله ويأتي بالفتحة ومن من إندي فيصبحوا لما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جاء دائمان منهم لمعكم حمطت عمانوا فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتر الله بقوم يحبون ويحبون وأذلة عنهم من أعزتان الكافرين يجاهدون في سبب الله ولا يخافون لما تلائم ذلك فضل الله يعتيه من يشاء والله واسعون وإذا نادئت من الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقينون وليأهل الكتابي أل تنقمون منا إلا أن أمننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل منهم قبل وأن أكثركم فاسقا قول هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبر الطاوت وليك شر مكان وظل عن سواء السمين وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثير منهم يسارعون في الإتم والعدوان وأكلهم السحطة لبسما كانوا يأمنون لو لا ينهاهم ربانيون والأحبر وأن قولهم الإتم وكلهم السحطة لبسما كانوا يصنعون وقالت اليهود يدو الله مولولا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدعهم بسطة أن ينفقوا كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقين بينهم العداوة والبغضاء إليهم القيامة كلما وقدوا نارا للحرب يطفى الله ويسعون في غضي فسانا والله لا يحب المفسدين ولو أن على الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم زيئاتهم ولدخلناهم جنة النهيم ولو أنهم مقاموا التورة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم ممة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أي رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهني القوم الكافرين وليعن الكتاب لاستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى عن القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا فلا خوف عليهم ولهم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسولهم يمالاتهم وأنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وحسبوا وأن لا تكون فتة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم منه ومن يشك بالله فقد حرم الله وعليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إن الله إله واحد وإن لم ينته أما يقولوا لا يمسن الذين كفروا منهم عذابوا ناليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله أفور رحم بل مسيح ابن مريم إن الله رسول قد خلت من قبل رسلهم مصدقة كان يأكل عن الطعام وكيف نبين لهم ولا يأتي ثم انظروا النايوفكم ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفعو الله هو السميع العليم قل يا هنالكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعه وقوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السمين لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك من معصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عمون كانوا فعلوا لبس ما كانوا يفعلون الناس عداوة الذين آمنوا لهدى والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إننا صار ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكفرون وإذا سمئوا معهم زلاً لرسولي ترى عينهم تفضوا من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شادي وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمعوا يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار وخاردنا وذلك أجزاء المحسن والذين كفروا وقدموا بأياتنا ونحن أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحبوا المعتدين وكلوا بما رزقكم والله حلالا طيب واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم لكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرتوا بطعام عشرة ما سكين من أوسط ما تطيمون أهلكم أو كسوة وتحير رقبة فمن لم يجد فصيهم وثلاثة أيام من ذلك كفارة وإيمانكم إذا حلفتم أحفظوا وإيمانكم كذلك يبين الله ولكم هنهاتين عليكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا منهم الخمر والميس والأنصاب والأسلام وردسهم من عمل الشيطان فاجئتانهم لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان وأن يوقعوا بينكم العداوة والبغضاء في القبل والميس ويصدكم عن ذكر الله وعني صلاة فالأنتم المنتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فأعلموا أنما على رسولنا المبلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا أحسنوا والله يحب المحسين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغونكم الله بشيء من صريتنا لأيديكم ولما حكم ليعلم الله ومن يخافهم بالغيف فمن اعتدى بعد ذلك فلما ذا منه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا سيدة وأنتم حروا ومن قتلوا منكم متعمدا فاجازا ومثلوا ما قتلوا من النعم يحكم به يحكم بإذا وعد لهم منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام ومساكين وعد ذلك صيام ليذوق أبلا منعف الله عما سال فمن عاد فينتقم الله ومنه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم سيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة وحرم عليكم سيد البري ما دونتم حر واتقوا الله الذي إليه تحشر جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلايد ذلك لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في رضي وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحمة على الرسول إلى البلاغ والله يعلم ما تؤدون وما تكتمون قل لا يستغل الخبيث وطي ولا وجبك خطرة الخبيث فاتقوا الله يهل إلى الباب لأنكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أنا شاء تبدلكم تهسعكم وإن تسألوا ونحين ينزل القرآن تبدلكم عفو الله عنه والله وغفور الحليم قد سأل أقوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصنة ولا حامي ولا فن الذين كفروا ويفتروا على الله القذب وكفرهم لا يعقنون وإذا قلهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا رسول قالوا حسبنا ما وجدنا لي أبانا ولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من الله ومرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شاءت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إذا وعد لهم وآخرني من غيركم من أنتم ضربتم في الرضي فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه ومن بعد الصلاة فيقسماني بلا إن أرتبتم لا نشتري فيتما ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إذا لمن الآثيمين فإن عثر على أنهم استحقا إذا أخرى يقوم أني مقاوم هم من الذين يستحقا لهم الأوليان فيقسماني بالله إلى شهادة تنحقوا من شهادة وما تدين إذا لمن الظالمين ذلك أدنا يأتوا بشارتي على وجهة ويخافوا أن ترى دائمان ومع دائمان ومتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله رسوله فيقول ماذا واجبتم قال لا علم لنا إن كانت تعلم الهيوم إذ قال الله يا عيسى بن ولي وذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا يتكبر وحرق ستكلم ناسف المهدي وكال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كاية الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرهم بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم من البينات فقال الذين كفروا منهم من هذا إلا سحرهم مبين وإذا وحيت إلى الحواريين نعمن بي وبرسوله قالوا وآمن واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى بن مريم ألي يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قالت تقول الله إن كنتم مؤمنين قالوا لدعونا نأكل أمنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أنقر صدقتنا ونكون عليهم من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكوننا عيدا لأولنا وآخنا وعاية منك ورزقنا وأنت خير رازق قال الله إني منزل عليكم وفيقوا بعض منكم فإني أعذم عذابا لا أعذم واحدا من العالمين وقال الله يا عيشانا وليما أنت قلت للناس اتخذونهم يا إلهي من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعالى ما في نفسي ولا علم ما في نفسك إنك أنت اللهم ونويوب ما قلت لهم من الله ما أمرتني بأن يفض الله ربي يا ربك وكنت عليهم شهيد وما دومت فيهم فلما توفيت كنت أن ترقب عليهم وتعالى كل شيء شهيد إن تعدم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز وحكيم قال الله هذا يوم ينفع صارق ونصدقهم لهم جنة وتجه من تحت الأنهر وخاردنا فيها أبدا رضي الله عنه ورضو عنه ذلك الفوز العظيم للأموك السماوات ورغض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات ورغض وجعل الظلمات واندر ثم الذين كفروا بربهم يعدون هو الذي خلقكم من طين ثم قضاء جلا واجعلوا مسمى عندهم ثم أنتم تمتروا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلموا شركم وجعركم ويعلموا ما تكسيم وما تأتيم من آية من آية ربهم لكانوا عنها معرضهم فقد كذوا بالحق لما جاءهم فقد كذوا بالحق لما جاءهم فسوف يتيم وما كانوا به أستاذيون ولم يروا كما هلكنا من قبلهم ومن قبلهم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ورسلنا السماء عليهم بذرارا واجعلنا الأنهار وتجه من تحت فألكناهم بذلو وأنشانهم بعدهم وقمنوا الناخرين ولو نزلنا عليك كتابا بقرطاص فلمسهم بعيدهم لقى الذين كفروا من هذا إلا سحهم ممين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملك لقضي الأمر ثم لا ينظروا ولو جعلناه ملك لجعلناه رجول أول لابسنا عليهم ما يلبسهم ولقرستو زيابي رسولي من قبلك فحاق بالذي سخير منهم ما كانوا به أستاذيون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة وكذب قل لي مما في السماوات ورضي قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمع أنكم من يوم من قيامة لا رئيب في الذين أخسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ولهما سكن في الليل والنار والسميع العليم ولغير الله يتخذ وليفاطر السماوات ورضي وهو يطعم ولا يطعم قل إني وميت أنا أكون أول من أسنع ولا تكون أنا من أمشكين قل إني أخاف من عصي وربي عذاب يوم عظيم من يؤسرنا بأمين فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قديم وهو القائر فوق عباده هو الحكيم الخبيب ما تشركون الذين أتيناهم الكتاب يعرفون وكما يعرفون أبناهم الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون ومن الله ممن افتر الله يكرمه وكذبه بآياته أنه لا يفرح الظالم ويوما نحشرهم جميعا ثم نقول الذين يشقوين شركاكم الذين كنتم تزعم ثم لم تكن فتتم إلا قالوا الله ربنا ما كنا مشركين انظرك فكذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتروا منهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوب ممكنة أن يفقه وفي هذا المقرأ ويرى كل آيات الأيوان حتى إذا جاءوا كيجادون وكيقول الذين كفروا من هذا إلا سيطين الأوالين وهم ينهون عنه وينعون عنه ويهنكون إلا أنفسهم وما يشعروا ولو ترى ذوقفوا على النال فقالوا يا ليت أن نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالبدالهم ما كانوا يكذبون من قبل ولو ردوا العاد لما أنوا عنه وأنهم كذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوث ولو ترى ذوقفوا على ربهم قال ليس أنا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا على ذاهم وما كنتم تكونهم قد خسروا الذين كذبوا من لقاء الله حتى إذا جاءتوا مساعدة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيهم يحملوا الوزارة وما لا ظلم ولا سأل ما يزروا وما الحياة الدنيا إلا لعبوا له ولا الدار الأخرة خيروا الذين يهتقونا فلا تأقنوا قد نعلموا إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون ولقد كذبت رسوله من قبلك فصبروا على ما كذبوا وحتى تهم نصرون ولا أبدل الكلمات الله ولا قاد جاءكم النبي المرسلين وإن كان كبروا عليك يا راضهم فإن استطعت أن تدغي نفقا في رضيه وسلم من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله ولجمعهم على الهدى فلا تكون أن من الجاهلين إنما يستجيب وَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَعُونَ وَالْمَوْتَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهُ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هذِهَا آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِنُوا وَعَلَيْهُونَ وَنَزْلَ آيَاتُهُ وَلَكْنَ أَكْثْرُونَ لَا يَعْلَوُونَ وَمَا مِنْ دَابَةٍ وَلَا طَاهِرِ لَيْطَيْنُوا بِجَنَاحِ إِلَّا أُمَوْنَ وَمْتَعُلُكُمَ فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْطُمَ مَا لِلَّا رَبِّي مِحْشَرُونَ وَالْأَذِينَ كَدَّنَوا بَآيَاتِنَا الصُّمُّ وَبُقُمْ فِي الظْظُلُمَاتْ مَا إِلَّا وَيَشَيْ إذا عموا الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بواب كل شيء حتى إذا فرحوا بماوتوا أخذنهم بغتة فإذا هم مبليسون فقطع الدعب للقوم الذين ضلوا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم ومصاركم وختم على قلوبكم من إله رائل الله يأتيكم بأنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن أتاكم عداب الله بغتتان وجهرة أليه لكم إذا القوم الظالم ورامان رسول المرسل إذا لهم بشرين ومنذرين فمن آمن وصلح فلا خوفنا عليهم ولهم يحزنون والذين كدوا بآياتنا يمسهم العذاب فيما كانوا يفسقوا كلها أقول لكم أندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا أقول لكم مني ملكنا التبع إلا ما يوحى لي يقول أليس سوي لعم والبصن أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفرين علهم يتقنوا ولا يتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشين يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بينيا ليس الله بعمل بالشاكر وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتبروا بكم على نفسي الرحمن أو من عمل منكم سواء بجهالة ثم التارب بعد واصلح فالنوافون الرحيم وكذلك نفصل لآياتي وليتستبينا سبيل المجرمي قل إني نهيتوا أنا عبد الذين تدعون من دون الله قل لو أن عندي ما تستعجون به لقضي الأمر بينهم وبينكم الله علىهم بالظالمين وعندهم مفاتحوا غيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط بورقته لا يعلمه ولا حبتي في ظلمات الرضي ولا رطي ولا يبسل في كتابه من مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم منها لثم يبعثكم فيه ليقباجلوا مسمد ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم ما كنتم تعمل وهو القاهر فأقع عبادي ويرسل عليكم حفاظه حتى إذا جاء أحدكم مدتهم فترسمونه وهم لا يفرطون ثم ردوين الله مولاهم الحقي على له الحكم وهو سروا الحاسمين قل من ينجيكم من ظلمات البري والبحر تدعون وتضروا وقفت الله إن أن جاءنا من هذه للك كلنا من الشكلين قل الله ينجيكم منه ومن كل قربي ثم أنتم تشكون قل هو القادر وعلا يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجوكم يلبسكم شيعة ويضيق بعضكم ما سبعظهم وكيف نصرف الآيات العلاهم يفقاهون وكذذي قومك وهو الحق قلست عليكم بوكيلك لنباين مستقروا وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخفضون في آياتنا فعرضنهم حتى يخفضوا في حدية نائره وإن ما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد ذكره مع القوم الظالمين ومعا الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكره لعلاهم يتقون وذل الذين اتخذوا دين أولئي ولهم وارطوا من حياة الدين وذكروا بي أن تبسل نفسهم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفي وإن تعديل كل عدد لا يخذ من أولئك الذين أمسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أنيم بما كانوا يكفرون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد ذا إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض الحيران له أصحابه يدعون إلى الهدأتنا ونقيم الصلاة والتقو وهو الذي ليه تحشى وهو الذي خرق السماوات والرضى بالحق ويوم يقولكم فيكون القوله الحق ولو الملك يوم ينفق في صور عالم الغيب وشارته والحكيم الخمير وقال إبراهيم اليابي يا أزرى تتخذوا أصلاما آلياتا إن يراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكة السماوات والرضي وليكون من الموقر فلما جنى عليه ليل وراك وفيدا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب النافيني فلما رأى قمر بازيا قال هذا ربي فلما أفل قال لا يلهم يهديني ربي لا كونن من القوم الظالم فلما رأى شمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قومي إني بريء مما تشريكم إني وجهت وجهها للذي فطر السماوات والرضى حرق وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشعى ربي شيء وسعى ربي كل شيء منها فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشكتم ولا تخافون أنكم أشكتم بالله ما لم ينزل بها لكم سلطانا فأي الفريقين يحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسواه معنا ومن ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاو إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونحن هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسو وهمسى وهارون وكذلك نزل المحسينين وزاكريا ويحيى وإيسا ويلياس كلهم من الصالح وإسماعيل وليسى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وبرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطهم مستقيم ذلك أهدى الله يهدي به من يشهر من عبادي ولو أشكوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين أعتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فهيقر بها أولئك قد وكنا بها قوم ليسوا بها بكافر أولئك الذين أهدى الله فهي بهدىهم مقتدد قل لا أسألكم علي أجرى إنه هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حققتني إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيق لمن أنزل الكتاب الذي جاء به مسنور وهدى للناس تجعلون وقراطي ستبدونه وتقفون كثير وعلمتم ما لم تعلموا أنتم لا أباكم قل الله ثم ذرهم في خوض من العم وعذا كتابنا أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم من القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون ذيهم على صلاتهم يحافظون ومن أضعه ممن افترع الله الكذب أنه قال أحيي إلي ولن يحيي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترأيض الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط وإنهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهوني بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جيتم منفرات كما أخلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم والذين زعمتم أنه فيكم شغراك هل قد تقطى بينكم وظلانكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من حي ذلكم الله فأنا تفكون فارق الإسباح وجعل الليل سكن والشمس والقبر حشبان ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والمحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشاءكم من نفسه واحدة فهم استقروا ومستودا قد فصلنا الآيات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء ما فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج من حبا متراكبا ومن النخل من طليا قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبئا وغيرا متشابه انظروا إلى ثمنه ذا أثمروا ينهينا في ذلك الهيات لقومه يؤمنون وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخارقونهم بلنا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى ما يصيفون تديع السماوات ورضي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وعلى كل شيء وكير لا تدركوا الأبصار وغيركم الأبصار واللطيف القبير قد يأكم بصائل من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عميه فعليه ومن عليكم بحافظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درسته ولن يبينه لقومه على منتبع ما وحيه إليكم من ربك لا إله إلا هو عارض عن المشرك ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفظ وما أنت عليهم بوكير ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعا فينبيهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جاء دائما رملا إن جاءت ما يتون ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم منها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفلتهم وأبصارهم كما لا يؤمنون بها أول مرة ونذرهم في طهيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبينا عدوا شياطين الإنس والجن يرحي بعضهم إلى بعضهم زخرف القول يغرور ولو شاعروا بكما فعلوا فذرهم ما يفترون ولتصوى إلي أفلت الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفائل الله يبتغي حكمه والذي أنزل إليكم الكتاب فصل ولذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنهم نزلوا من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدا له وبدل الكلمات هو السبيل العليم وإن تطيع أكثر من في العديد يظلك عن سبيل لا يتبعنا إلا الظن وإنهم لا يخصون ربك هو أعلى من يظل عن سبيل وهو أعلىهم المعتدين فاكونوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتهم ممين وما لكم ألا تقولوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرنتم إليه وإنكتنا لا يضلون بأهداهم بغير علمين ربك وعلىهم المعتدين وذاروا ظاهرين في مباطنه وإن الذين يكسبون لتم سيرزعون لما كانوا يقترهون ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسك وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم لجادركم وإن أطعتموا منكم المشيكون أو من كان بيتا فأحيناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات لذي بخارجي منه كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية كامرة مجرمية ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جعلتم ما يتقالوا للنؤمن حتى نؤتمث لموتها رسول الله الله على محيو فيجعل رسالته سيصيب الذين يجرى مصوارون عند الله عذاب شريدون بما كانوا يمكرون فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل ويجع صدره الضيق الحرج كأنما يصعد في السماء كذلك جعل الله الرجل على الذين لا يؤمنوا وهذا الشراط ربك مستقيم قد فصلنا لعيات القومية الذكرون لهم داروا السلام عند ربي وهو وليهم بما كانوا يعملون ويحشرون جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا من بعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغراتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأنه غافل وإلي كل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل وربك الغني وذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءكم ما أنشاءكم من ذريات قوم من آخرين إنما تعدون لأتي وما أنتم بمعجز قل يا قوم يمنوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدالي إنه لا يفرح الظالمون وجعلوا لله بما ذرى من الحق ولا نعم نصيبه فقالوا هذا لله بزعمه وهذا للشركائن فما كان لشركائن فلا يصنوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائن سهما يحكون وكذلك زي ذلك كثير من المشيكين قتل أولادهم شركاهم ليعذوهم وليلبسوا عليهم دينهم وإن شاء الله ما كانوا فذرهم ما يفترون فقالوا هذه أنعم وحرثون حجر لا يطعمه إلا من نشاء بزعمه وأنعم الحر مضبوره وأنعم لا يذكرون أسم الله علي أفتراء أنا علي سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعم خالصة لذكرنا ومحرمنا على أزواجنا وأيكم ميتة فهم فيه شركات سيجزيهم وصفوا من نوحة المعلم قد خسر الذين قتل أولادهم سفا بغير المحرم ما رزقهم الله افتراء على الله قد نرلوا ما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جناتهم مع روشاتهم وغير مع روشاتهم والنخل والزراء مختلفون وكل وزيتون الرمان متشابئا وغير متشابئا كلهم من ثماني ذات مروات حق ويوم حصد ولا تسركون ولا يحب المسرفين ومن الأنعم حمولة وفرشا كلهم مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوهم من ثمانة أزواج من الضأن اثنين ومن المازي اثنين اثنين ومن البقر اثنين يقول أهدك لين حرما بالنتهين يوم اجتملت علي الرحام والنتهين أم كنتم شهدائين وصلكم الله وبهذا فمن الله ومن افتر الله كذبا ليضل الناس بغير يعلمين الله ولا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما وحي إليهم حرم على طعم يطعمه إلا يكون ميت الثهدى ومسوحنا ولحم خنزين فإنه ردسنا وفسقنا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عادي فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذين يضفروا من البقر والغنم حرمنا عليهم شخومهما إلا ما حملت ظهورهما والحوايا وما اختلط معهم ذلك جزيناهم ببغيما إنا لصادق فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسوى من قوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلوا حتى ذاقوا بأسانا قل هل عندكم من علمين فتخرجوا ولنين تتبعون إلا الظن وإن أنتم من لا تخرصون قل فلله الحجة البارغة فلو شاء لا أعداكم مجمعين قل علم مشوا أداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بأياتهم والذين لا يؤمنوا بالآخرتهم بربهم يا عدنون قل تعالى وَثْلَمَ حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشِكُمْ بِهِشَيْهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسَنَ وَلَا تَقْتُلْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِنْ نَحْنُ نَرُزُوقُكُمْ أَيْهَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَحِجَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا أَبَطَنَ وَلَا تَ قل تعالى وَمَالِيَتِهِ مِنْ لَا بِالَّتِهِ أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغَ شَدُوا عَفُرْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِقِسْتِهِ لَا نُكَلِّفُ نَفْشًا لَوَسْحَ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَهُ بِعَدٍ لَا يَوْفُرُ ذَلِكُمْ وَوَصَأْكُمْ مِنْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّر وَعَلَى طَائِفَتَيْنِينَ مِنْ قَبْلِينَ وَإِن كُنْا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلًا وَتَقُولُوا لَوْا أَنَّهُ نَزِلْ عَلَيْهُمْ كِتَابُ لَكُنْ أَهْدَى مِنْ فَقَدَّ جَاءُكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هُدَى وَرَحْمَةٌ فَبَنَى اللَّهُ مِمَّنْ كَدَّبُوا يَعْتِهُمْ يَعَاتِ اللَّهِ و فَلَا يُجْزَيْنَ لَا مِثْلَهُمْ لَا يُظْرَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطِي وَمُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِنْ لَتَ إِبْرَيْهِمْ حَنِبَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْفِكِينَ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسْكِ وَمَحْيَعَ أَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ لَا شَرِيكَ لَ وَمِذَلِكَ وَمِنْتُ وَأَنَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَبْغِي رَبَّهُ وَرَبُّ وَكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُوا كُلُّ نَبْسٍ لَعْلِيهِ وَلَا تَزِرْ وَهَزِرْ وَتُوْزِرْ أَخْرَةٌ مَا إِلَى رَبِّكُمْ أَرْجِعُكُمْ فَيَرَبِّيكُمْ مِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِيُ وَعْرَفَهَا بَعْدَكُمْ فَقَبْعَضٍ دَرَجَاتٍ لِنْيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغْفُورٌ رَحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّيم صَاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا وكم من قرية أهلكنا فجاءها بأس نبايتنا وهم قائلوا فما كان دعواهم فجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إِنَّا كُنَّ ظَالِمٍ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّلْنَا عَلَيْهِمْ وَمَا كُنَّا غَائِمٍ والوزن يوم إذن الحق فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفرحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا عن نفوسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلة وما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اشتدوا لها دم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ممنعكا لا تسجد إذا ورتقلانا خير منه وخلقتني من ناري وخلقتهم من طين قال فاهبط منا فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعث قال إنك من المنظرين قال فبما أهويتني لأقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لا أتي أنهم من بين يديهم ومن خلفهم من أيمانهم ومن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاثرين قال أخر المنا مذعوما مدحور لمن تبعك من أملام لأن جهنم منكم أجمعين ويا أدا مسكنا أنت وزوجك الجنة فقلا من حيث شئتما لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سواتهم وقال ما نعاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين يتقون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصح فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بلت لهما سواتهما واطفق يقصبني عليهم من وراط الجنة وناداهما ربهما لما ناكم عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدوه مظيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنا كوننا من الخاسين قال أجدوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيونا فيها تموتونا منها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم الباس يواري سواتكم وريشا ونباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا بني آدم لا يفتن أنكم شيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليوريهما سواته وإنه يراكم وقبيلوا من حيث لا ترونه منا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا أفعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يمروا بالفحشة تقولون على الله ما لا تعلمون ولمروا ربي بالقسط وقيموا وجوهكم من كل مسيح ودعوه مخلصين لأودين كما بدأكم تعود فريقا هدى وفريقا حق عليهم من ضلال إنهم متخدوا شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسيح وكلوا واشربوا ولا تسربوا إنه لا يحب المسلمين قل من حرم زينة الله التي أخرج المباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة دون خالصة يوم القيامة كذلك لنفسهم لا يذين لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منه وما بطن والإثماء والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لا من الزمي السلطان وأن تقولوا الله ما لا تعلم ولكل أمة أجل فإذا جاجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون يا بني آدم إما يتأنكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن التقوص لحبا لا قوم عليهم ولا هم يحزنون ولذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أن أولاك أصحاب النار هم فيها خالد فمن أظلم بما افترى الله كذبا أو كذبوا بآياتي أولاك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتم رسولنا يتوفرنا قالوا عينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا أنه وشهدوا على أفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا فيهما من قد خلت من قبلكم من الجن يعينس في النار كلما دخلت أمة الأنة تختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا أولا يضلون فأأتي مع ذا مظيفا من أننا قار لكل ضيف ولكن لا تعلموا وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل أذوقوا العذاب إما كنتم تكسرون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أن لا تفتحونهم أبواب السماء ولا يدخلون من الجنة حتى يالي جاء الجمل وفي سم خياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم من مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا صالحة لا نكلف نفسها وسأولاك أصحاب الجنة هم فيها خارضون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنار فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا نهدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وورثتموا بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فألواجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأدنا وأذنوا بينهم من لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سب الله ويبونا يواجه وهم الأخرة كافرون وبينهم حجابوا وعلى العراف الرجال يعرفون كلا بسيمان ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون وإذا صرفت أصحابهم تلقى أصحابنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب العراف رجال يعرفون بسمان قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستقبرون أهؤلاء الذين أقصدتوا لا ينالوا بالله من رحمة ودخلوا الجنة لا خوفون عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ينفضوا علينا من هذا الميوم مما رزقكم وقالوا إن الله حرامهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوة ولعب وغراتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما رسول قال يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون لقد جداهم بكتاب فصلنا ولا علم من هدى ورحمة لقويهم هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويل ويقول الذين نسوهم من قبل قد جاءت سوء ربنا بحق فهل لنا فهل لنا من شفاع فيشفع لناهم وردوا في العمل غير الذين كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظلانهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات ورد في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهر يطل محثث والشمس والقمر والنجوم مسخرات يأمل ألا له الخلق ولمر تبارك الله عب العالمين هجعوا ربكم تذروا وخفية لنا ولا يحب المعتدي ولا تفسدوا في الغد بعد إصلاحه واده وخوفه وطمئن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسلني أحب الشرم بين يدي رحمتي حتى إذا قلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمارات كذلك نخرج موتا لعلكم تذكروا والبلد الطيب يخرج نبات بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكد كذلك نصرف الآيات القومي يشكرهم فقد رسلنا نحن إلى قومي فقال يا قومي عبد الله ما لكم من إله إن غيره إني أخاف عليكم هذا بيوم العظيم قال الملوم من قومي إنا لنراك في ظلال مميق قال يا قومي ليس بي ظلالة ولكني رسوله من رب العالم يبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وعلى من الله ما لا تألم أو أجبت من جاكم ذكرهم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحهم فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفرق وغرقنا الذين كذبوا بآيات أنهم كانوا قوما عامين وإلى عادنا خامد قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله ناهروا فلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومي إن لنراك في سفات وإننا لا نظنك من الكاذب قال يا قومي ليس بي سفات ولكن رسولهم من رب العالم أبلغكم رسالات ربي وأن لكم ناصحون آمين أو أجبتون أن جاءكم بكل من ربكم على رجل منكم لينذركم وأنجع لكم خلفاء من بعد قوم نحي وزادكم في الخلق بس طفت قروا لا الله لعلكم تفلحون قالوا أجيتنا لنعبد الله وحده ونظر ماك لا نعبد ما باء ونفاتنا بما تعدون أني كنت من الصادق قال لقد وقع عليكم من ربكم نجسل وغضب أتجادلون أني في أسوان سميتم وأنتم أباكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معهم رحمة منا وقطعنا دابر الذين كذوا بآياتنا وما كانوا مؤمين وإلى ثمود أقوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من العنائل قد جاءتكم بينات من ربكم هذه نقاط الله لكم أيها تنفذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوا فإن فيأخذكم عذاب أليم فاذكروا جاء لكم خلفاء من بعد عان وبواءكم في الرضي تتخذون من سولي قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعطوا في الرضي مفسيدين قال الملع الذين استكبروا من قومي للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسلوا من ربي قالوا إنا بما أرسل بهم ومنهم قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم بيك فعقروا الناقة وتعلمون ربهم وقالوا يا صالحة بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رجلة فأصبعوا في دارهم جاثمين فتولانهم وقال يقوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحهم ولوطن قال لقومي تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب القومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قرياتكم من نومنا سوية طهر فأنجيناه وأهله إلى مراته وكانت من الغابر ومطر عليهم مطر فانظر كيف كان عقبة المجرم وإلى مدينة خام شعي قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله قد جاءتكم عينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في العرض بعدها إصلاحي ذلكم خير لكم كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبي الله من آمن به وتبون عيواجه واذكرون إذ كنتم قريبا فكثركم منبرو كيف كان عقبة المفسد وإن كان طائفة منكم أمنوا بالذي ورسلتوا به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وخير الحاكمين قال ما لأو الذين استكبروا من قوم لنخرج أنك يا شعب وَلَذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَاتِنَا وَلَتَعُدْنَا فِي مِلَّتِنَا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِمْ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بعدها إِنَّ جَأَنَا اللَّهُ مِنْهَ وَمَا يَكُنُ لَنَا نَعُدَ فِيهِ لَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّونَ وَاسِعَ رَبُّونَ كلَّ شَيْءٍ مِنْ مَعَلُى اللَّهِ توَذِكَلًا رَبَّنَا افْتَحْ بينَنا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ وَأَنتَ خَيْرُ وَالف línea وَقَالُمَ لَهُ الَّذِينَ أَنْ اتَّبَعْتُمْ شَعِبًا إِنَّكُمْ آئَلَّ خَاسِهُمْ فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دانهم جاثئين الذين كذبوا شعبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قومي قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف أسألها قومين كافئين وما أرسلنا في قرية من نبي الله وما أرسلنا في قرية من نبي الله أخذنا على بالبأساء والضراء لهم يضروا عنهم فما بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد نسى بان الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسهمون فأمنا أهل القرى آتيهم بأسنا باياتهم وهم نائمنا وأمنا أهل القرى آتيهم بأسنا بحظهم يلعبنا فأمينوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إذن القوم الخاسرون أولا مهدي الذي يرثون رضاهم بعد أهليا لو نشاه وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوب فهم لا يسمعون كلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله ولا قلوا بالكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثر من الفاسقين ثم بعثنا بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأهم فظلموا بها فانبوك فكان عقمة المفسيد وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله قال إن الحق قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معي بني السرائق قال إن كنت جئت بآية فأتي بآية إن كنت من الصادقين فألقى عصاوه فإذا هي فعبانه مبين ونزع يدو فإذا هي وبيضاه للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم ردو أن يخرجكم من عرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشريتك بكل ساحل عليم وجاء السحارة فرعون قالوا إن لنا لأجرين كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقيه إما أن كنا نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا السحاروا عيون ناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وحينا إلى موسى أن القيصة فإذا يتلقفوا ما يفكوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعمل فأغوليبوا هنالك وانقلوا مصاغرين وألقي السحارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بي قبل أن هذا لكم هذا لما كرتموا في المدينة لتخرجوا من أهلا فسوف تعلمون لو قطلنا عيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقليبون وما تنقموا منا إلا أن آمنوا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملق من قوم فرعون اتذعوا موسى وقوموا ليفسدوا في الأرض ويذركوا آليتك قال سنقتل أبناهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقهم استعينوا بالله واصفلوا إن الأضلل لا يونثوا من يشعوا من إباني والعقبة لهم والتقي قالوا وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم بالوظيفة أنظرك فتعملوا ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات الأعلى والذكر فإذا جاءتهم الحسنة تقالوا لنا هذه وإن تصفوا سيئاتهم يطيروا بموسى ومما على إنما طائروا من الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا بي من آية لتسحرنا بي فمنحنا كم يؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكم ولو الضفا دعوا الدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى دعو لنا ربك بمعاهدة عندك لإنكشفت عنا الرجل لنؤمنن لك وذن نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجل لنهم بالغوذهم من كثم فانتقبنا ابن فاغرقناهم في اليمن بأنهم كذبوا بآيات وكانوا عنها غافلين وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق رضي ومغارب التي باركنا فيها وتم كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنعوا فرعون وقومه وما كانوا يعارشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنامهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن أولا يمتبروا معهم في باطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يمغيكم إله ووفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل في العون يسوهونكم سوء العذاب يقتلون أبناكم ويستحيون نساكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشين فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى الأخي آرون أخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أن ينظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا هو الممين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبك لاني فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء مععظة وتفسلا لكل شيء فخذ بقواتي وأمر قوما كيأخذوا بأحسن يسألكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل وأن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيل ذلك بأنهم كدوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كدوا بآياتنا واللقاء إلى آخرة حبطا عمانهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حلهم عجدا جسدا له خوار ولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل يتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم وروا أنه قد ظلوا قالوا لا إن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسين ولما رجع موسى إلى قومي غضبان آسفا قال بي سما خلفتموني من بعده عجبتم عن ربكم وألقى الألواح وأخذ من رأس أخيه جره إليه قال بمما إن القوم استدعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعوني مع قوم الظالمين قال رب اغفر لي وليأخي وادخلنا في رحمته وأنت أرحم الراحمين الذين اتخذوا للجسدين على مغضب من ربهم وذلة من حياة الدنيا وكذلك نزل المفترين والذين عاملوا السيئات ثم تعوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفر الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسخة يهودا ورحمة الذين هم لربهم مرهمون واختر موسى قوما سبيا رجل لمقاتنا فلما أخذتهم الرجل فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه يتركنا بما فعل السفاء مننا إن هي إلا فتنتك تظل بها من تجع ودهني من تجع وانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الوافل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب بي من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبه الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى من المنك ويحل لهم الطيبات وحروا عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغرار التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ورسروا واتبعوا النور الذي ينزل مع أولئك هم المفلحين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والرضي لا إله إلا هو يحيي ويميت تأمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمنوا بالله وكلماتي واتبعوا لعلكم تهتدون ومن قوم موسى هم ما تيهدون بالحق وبه عديلون وقطعناهم 12 أسباطا أماما أوحينا إلى موسى يستسقى وقوان يضرب بعصاك الحجرة فانبجست من 12 عين قد علم كل ناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المنى وسلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيلوا لهم اسكنوا هذه القرية وقلوا منها حيث شيتهم وقلوا حطتهم وادخلوا باب سجدا نغفن لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدى الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم لجزا من السماء ما كانوا يظلمون وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرين بيعدون في السدية تأتيهم حيث أنهم يوم السدين شرعا ويوم لا يسبطون لا تأتيهم كذلك نبلغهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما من الله ومهلكم ومعدم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسمى ذكموا بأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس لما كانوا يفسقون فلما أعتوا عن ما نهانه كنا لهم كونوا قردة خاسين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم من قيامة من يسوموا سوى العذاب إن ربك هذا سانيع العقاب وإنه لغفور رحم وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالح لهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلفا من بعدهم خلفوا مريف الكتاب يأخذون عرضها ذلدنا ويقولون سيغفرنا ويأتي معرض مثلوا يأخذوا ولم يأخذنا يميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلى الحق ودرسوا ما فيه والدار الأخرة تخيرون الذين يتقنا فلا تعاقلوا والذين يمسكون بالكتاب وقاموا صلاة إننا لا نضي عجر المسلحين وإذا تقنى الجبل فقام كانوا ظلم تأخذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فينا لكم تتقون وإذا خذ ربكم بني آدم من ظورين ذرية وأشدى ما لأ نفسهم أستو بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا نادى غافلين وتقولوا إنما أشتقى أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد ما فتعلكنا بما فعل المبطن وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبال الذي آتينا وآياتنا فانسلخ منه فاتبعوا شيطانه فكان من الغاوين أولا شهدنا لرفعناه بيه ولكنه أخلد إلى العرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلبين تحمل عليه أن لا ترتفق إلى ذلك مثل القوم الذين كدهوا بآياتنا فأقصص القصص لا لهم يتفكرون سأى مثلا القوم الذين كدهوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتد ومن يضيف أولئك هم الخاسرون ولقدرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بيه ولهم أعين لا يسمعون بيه ولهم أعين لا يسمعون بيه ولهم أضل أولئك هم الغافلون ولله إلى أسماء الحسن فدعوا بيه واذروا الذين يحدون في أسماء سيجزون وما كانوا يعملون وممن خلقهم ما تريدون بالحق وأبي أعدلون ولذين كدهوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم من نيكا يديمتين ولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نيرون مبين أو لم ينظروا فيما بكوت السماوات ورد وما خلق الله من شيء ونأسى أن يكون قد اقترب أجر فبأي حديث بعده يؤمن من يضل فلا هذي له يظر في طغيانهم يامهون يسألونك عن الساعة أيانة مرساة قل إنما المعيند ربي لا يجليها لوقتها إلا وتقلت في السماوات والذين لا تأتيكم من أبغتها يسألونك كأنك حفي عنه قل إنما المعيند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون كل أملك لنفسي نفعه ولا ضرن منه ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكدت من الخير وما مسني السوء أنا إلا نذير وباشير لقومي يؤمن والذي خلقكم من نفسي واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً فمرت بفلما قلت دعوا الله ربهم ولا إن أنتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكنين فلما أتهم صالحاً جعل لهم شركاء فيما أتهم فتعال الله عما ينشركون ما لا يخرق شيء وهم يخرقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتوا ومأمتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عبادنا أمثالكم فدعون فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألاهم أرجون يمشون بها من لهم أيدي يبطشون بها من لهم عينون يمشون بها من لهم أذانوا يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم أكيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل كتابه وهو يتولى الصالح والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا أنفسهم ينصروا وإن تدعوه من الهدى لا يسمعوا وترهم ينظرون عليكم لا ينصروا خذ العفو أمر بالفوار بان الجاهل وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا ما سنطعفوا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسنوا إخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقسنوا وإذا لم تأتيم بآيتي قالوا له ولا اجتبأتها يقول إن ما تمي وما يحيي لي من ربي هذا بصائر من ربكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وعنصتوا نعلكم ترحموا واتكروا ربك في نفسك تضروا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو ولا صال ولا تقم من الغافرين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن إبالتي ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آية زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أن فريقا من المؤمنين كان هنا يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم ريز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاق الله ورسول ومن يشاقق الله ورسول فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا أن الكافين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبر وميولهم وإذن دبره إلا متحرفا لقتاله ومتحيزا لفئة فقد بأى بغضب من الله فمأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين من مبلاء حصنين الله سميعون عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستطيعوا فقد جاءكم فتحوين تنتو فهو خير لكم إن تعودوا نعود ولن تغني عنكم في آتكم شيئا ولو كثرت عن الله ما أنوا منه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لا أسمعهم ولو أسمعوا لا تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يبحيكم وعلموا أن الله يحون بين المرء وقلبي وأنه إليه تحشرون واتقوا فتة لا تصب أن الذين ظروا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد ونقام بهم واذكروا إذا أنتم قريبوا مستضعفا في الأرض خفونا يتخطفكم وناس فهواكم وأيدكم من الصه ورزقكم من الطيبات لعلكم لشكرون يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فقار ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير وما كريم وإذا تتعلم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطئل الأولين ويقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماية ويثنم أذا من أليم وما كان الله ليعذب أمو أنت فيما وما كان اللهم عذب وهم يستغفروا مالهم ألم يعذبهم وهم الله صدون عن المسيء الحرام وما كانوا أليها إن أوليائه إلا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاة عند البيتين لمكن وتصدي أفذوقوا العداوه ما كنتم تكفرون وإن ذين كفروا ينفقون أو ما لهم يصدوا عن سبي الله فسينفقون أفهم تكونوا عليهم حستان ثم يغلقون والذين كفروا إلى جهنم ويحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركون موجبين فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون وللذين كفروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قرسلف وأن يعودوا فقد مضت سنة الأول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهى فإن الله بما يعملون بصير وإن تولف على مؤن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصر وعلى مؤن ما غريبتم من شيء فأن لله خومس هو لرسول وليذقر وليتام والمزاكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفقرية ومن تقل جمعاني والله على كل شيء قدير تدأنتم من عدوة الدنيا ومن عدوة قصورك وأسفل منك ولو تواعتم لاختلتهم في المعاد ولك ليقضي الله أمرا كان مفعولا لأهلك من هلك عن بينته ويحي من حي عن بينته وإن الله لا سميع عني يديركهم الله في منامك قليلا ولو وراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعت في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم وإذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا إلى الله يترجعون لأمور يأي والذين آمنوا إذا لقيتم فيها فأثبتوا أقول الله كثيرا لكم تبرحون وأطيعوا الله ورسول ولا تنازعوا فتفشل وتذهب لي حكم أصبعوا إن الله مع الصابر ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإزينا لهم الشيطان وعمالا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاروا لكم فلما ترعت الفئة تاني لك سعى العقبين وقال إني بريهم منكم إني رأى ما لا ترون إني أخاف الله والله شريد العقاب إذ يقول المنافقون والذين نفيقون بهم مرضون غر هؤلاء دينهم ومن يتوكع الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام العبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد رئيقام ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع ونعلم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كدأوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمهم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عادهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تتقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لا أعلم يذكرون وإما تخفن من قوم خيانة فنبذ إليهم على السواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا السابق إنهم لا يعجزوا ما أعدوا لهم استطعتهم من قواتهم ومن رباطهم قير ترهبون بأعدو والله وعدوكم آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سمين لا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا لاستمي فاجنحنا وتوكل الله إنه هو السميع العليم ويريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أن يدك بنصير بالمؤمنين وألف بين قلوبه لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبه لكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حريض المؤمنين على القتال يكون منكم عشون صعبون يغلبوا مئة وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوون لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فإيكم منكم مئة صعبرة يغلبوا مئتي وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابر ما كان لنبينا يكون له أستحى حتى يذخن في الأرض وردوا نعرى ضدني والله يريد الآخرة والله أزين وحكم لولا كتاب من الله سبق لمسكوا فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غريبتم حلالا طيما واتقوا الله إن الله أفور رحيم يا أيها النبي يقول لمن في عندكم من الأسراء يعلم الله في قلبكم خير ويأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله أفور رحيم وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قولوا فأمكن منهم الله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آهوا ونصروا أولئك بعض مولياء وبعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم بي ولا يتيم شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم نصر الله على قوم بينكم وبينهم ميثاقوا الله بما تعملون بصير والذين كفروا بعض مولياء وبعض إن لا تفعلوا وتقوم فتة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آهوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجر وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحاب بعض مولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم برات من الله ورسوله فإذا سلق لاشر الحرم فاقفوا المشكين حيث وجدتهم واخذوهم محصورهم وقعدوا لهم كل ما أصل فإن تابوا وقاموا الصلاة وتوزكاة فخلوا سبيلهم من الله الرحيم وإن أحد من المشكين استجاركت لجنهم حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنوا ذلك بأنهم قوموا لا يعلمون كيف يكون المشكين عادوا عند الله وعند الرسول الذين آهدتم من المسي الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا ولو من الله يحب المتقي كفا ويظهروا عليكم لا يرقوا فيكم إلا ولا ذنما يرضونكم بأفضاهم وتأبقوا لهم واكثر مباسقون اشتروا بعيات لا إذا من أنقلهم فصدوا عن سبيل إنهم سعى ما كانوا يعملوا لا يرقبون فيهم إلا ولا ذنما ولا يقوم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة وتوزكاة فإخوانكم في الدين ونفصلوا العيات لقوم يعلمون وإنكثوا أيمانهم من بعد عاديهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أيممة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون لا تقاتلون قوم إنكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بداؤكم أول مرة تخشونهم فالله حقا تخشون كنتم مؤمنين قاتلوا معدهم الله بأيديكم ويخزم وينصركم عليهم ويشفص درقهم ويذهب عيضة قلوب ويتوب الله على من يشهى والله عليهم الحكيم أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله ولن جاعدوا منكم ولن يتخذوا من دون الله ولا رسولي والمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملوا ما كان يمشكنا يعمروا مساجد الله يشاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت عملهم وفنانهم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام صلته وتزكته لم يخشن الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة مسل الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القدم الظالمين الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمانهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وولئكهم الفائز يبشرهم ربهم برحمة من وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدنا فيها أبدا إن الله عند واجرنا عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولئين استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون ولئن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزوالكم وعشيرتكم أموالون اقترفتم وتجارة تخشونك سادا وما ساكن ترضونها حبا إليكم من الله ورسول وجهاد في سبيل فتربصوا حتى ياتي الله بأمني والله لا يهدي القوم الفاسيقين وهم صاغرون وقالت اليهود وزين بن الله وقالت النصر المسيح بن الله ذلك قول بأفواهم وضاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنه يفكروا اتخذوا أحبارهم ورهبانا واربابا من الله والمسيح بن مريه وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وما يشكر يريدون أن يطحوا نور الله بأفواهم ويأبى الله وإلا يتم نوره ولو كره الكافر هو الذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشيكون يا أيها الذين آمنوا إنا كثيرا من الأحبار والرهبان لا يقرون أموال الناس في الباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذابة والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشروا بعدها من أليم يوم يوما يحمى عليها في نار جهنم فتقفى بها جباه وجنوب وظهر ماذا ما كنستم لي أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والرضى من أربعة الحرم ذلك الدين القيوم فلا تضعوا فيهن نفسكم وقاتلوا من المشيكنا كافة كما يقاتلكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين إنما نسيوا زيارة بالكفر وظلوا بي الذين كبروا يحلوا وعاموا ويحرموا وعاموا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زيئة لهم سوء عمالهم الله لا يهدي القوم الكاثيرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم ذا قيلكم انفروا في سبيل إذا قلتم إلى الله رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا لا تنفروا يعذبكم عذابنا لي ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدر إلا تنصروا فقد نصره الله إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذما في الغريض يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيادوا بجنود لم ترواها جعل كلمة الذين كفروا صفر وكلمة الله العنية واللواجم وحكيم في الخفاف الله قالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قديما وسفرا قاصلا لتبعوك ولكن بعد تعليهم الشق وسيحلمون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يحرقون أنفسهم الله يعلموا إنهم الكاذم وعفى الله عن كل ما أنترهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذمين لا يستاذنوا الذين يؤمنون بالله وليهم الأخر لا يجعدوا بأموالهم وأنفسهم الله عنهم بالمتقين لما يستاذنوا كالذين لا يؤمنون بالله وليهم الأخر ورطأبت قلوبهم فهم في ريبهم ترددون ولو أرادوا الحروج لا عددوا عدة ولكن قرئ الله بعثا فثبتهم وقلقوا مع القائدين أو خرجوا فيكم ما زادكم من الخبر ولا أودعوا خلالكم يبغركم فتنة وفيكم سماعهم لهم الله وعليهم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهرهم الله وأنكاره ومنهم يقول ذلني ولا تفتني ولا في الفتنة ساقط وإن جهنم لا محيطة بالكثير إن تصيبك حسنة تسوءهم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوهم فريحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا يحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبك الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوانا وكرر لا ينتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقوا وما مانا وانتقبل منه نفقات من الله أنهم كفروا بالله وبرسولي ولا يتون الصلاة إلا هم كسالا ولا ينفقون إلا هم كارهم فلا تعجبنا أموالهم ولا أولاد من ما يريد الله وليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزقاهم فصومهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لم منكم وما هم منكم ولكنهم قويا فقول لو يجدون ملجانا ومغاراتنا ومدخلنا ولوا إليهم وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخفون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضلي ورسوله إن إلى الله راهمون إنما الصدقات للفقاراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغالمين وفي سبيل الله ومن سبيل فريضة من الله والله وعليهم الحكيم ومنهم الذين يؤذن النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم وَلَّذِينَ يُذُونَ رَسُولُ اللهِ لَهُمْ عَذَا مُنَالِيمِ يَحْرِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَقُّا يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْرَمُوا أَلَمْ يُحَادِذِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُنَ رَجَهُنَّا خالدًا بها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافق وَلَنْ تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّيُّهُمْ بِمَا فِي قُنُودِهِمْ قُلْ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجُ مِمَّا تَحْذَرُ وَلَا إِنْ سَأَلْتُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُفُدُ وَنَعْنَا قُلَ بِاللَّهِ وَأَآتِي وَرَسُولِكُنتُمْ تَسْتَعْزِلُونَ وَأَتَعْتَذُوا قَدْ كَفَرْتُمْ مَعْدَ إِمَانِكُمْ إِنَّا هُوَانْ طَائِفَةٍ يُكُنْ مُعَدِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّمْ كَانُوا مُجْرِيُونَ المنافقون والمنافقة بعضهم من بعضهم يأمرون بالمكة وأنهون عن المعروف يقبضون أيديهم نسو الله فنسيهم من المنافقين هم الفاسقون فعد الله والمنافقين والمنافقة والكفار النار جهن مخاردين ذي أيا حسن ولا عناهم الله ولا معذاهم هم مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشهد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استبتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لم يأتيم لبعوا الذين من قبلكم قوم نوحي وعادي وثامود وقوم إبراهيم واصحاب مدينة والمتفكة تأتهم رسولهم من بينات فما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعض مولئة وبعض يأمرون بالمعروف يأنهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويثون زكاة ويطعون الله ورسوله أولاك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم وعند الله المؤمنين ومؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدوى رضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وأن الله لا مرغيب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جودهم فيسخرهم من سخر الله منهم ولوما دعون أليم استغفرهم ولا تستغفرهم من تستغفرهم سبيلنا مرتفة لن يغفر الله ولهم ذلك منهم كفروا بالله ورسولي والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون المقدم خلاف رسول الله وكرمه يجاهد بأمواله وأنفس في سبيل الله وقال لا تنفروا في الحرق النار جاء أنما شدوا حراء لو كانوا يقعون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستذنوا كل الخروج بقول لن تخرجوا ما يابد ولن تقاتلوا ما يعدوا وإنكم رضيتم بالقوة أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبل إنهم كفروا بالله ورسولهم ماتوا وهم فاسقون ولا تحجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بأبدهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا انزلت سورةنا نأمنوا بالله ورسولي وجاهدوا مع رسولي استأذن كون الطول منهم وقالوا نرننكم مع القادر رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطوب على قلوبهم فهم لا يفقون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وولئك لهم الخيرات وولئك لهم المفلحون عدى الله لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من العرابين إذن الله وما قال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيبوا الذين كفروا منهم عذابونانهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله وفور رحم ولا على الذين إذا ما أتوقع لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليك تولى وعينهم تفض من الدم حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذن لكم وليأرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لأن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشعال فينبيكم بما كنتم تعملون سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فعرضوا عنهم منهم ردسوا وماواهم جهنم جزاءا بما كانوا يقسمون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فالعراب أشهد كبره ونفاقه أجدروا لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليهم حكيم ومن العراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة سوي والله سميع عليم ومن العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربتنا عند الله وصله على رسوله لا إنها قربتنا سيدخل بالله في رحمته إن الله أفور رحيم والسابقون الأولون من المهجر والأنصار والذين اتبعهم بأحسن رضي الله عنه ورضوا عنه وعدلهم جنات تجري تحت لنار خالدنا فيها آبادا ذلك الفوز العظيم ممن حولكم من العرائي المنافق ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا في ذنب خلطوا عمل صالح وآخر سيئر عسى الله ويتوب عليهم من الله أفور رحم خذ منهم آلم صدقة تطهروا وتزكيهم بأوصل عليهم من صلاتك سكنوا لهم الله سميع عليهم ألم يعلموا أن الله ويقبلوا التوفة عنباني ويخد صدقاتي وأن الله هو التواب رحم وقوه ليعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمن وستردون إلى عالم غيب واشارت فينبيكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر لإما يعدم وإما يتوب عليهم والله عليهم الحكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحرفون إن أردنا إلى الحسن والله يشهدون أنهم الكاذبون لا تقم فيها بدل مسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق وأن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرون أمن أساس بنيانه على شفاجر فنهار به في نار رجالنا والله لا ينذي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربة في قلوب الله أن تقطع قلوب الله وعليهم الحكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالا بأن الأم الجنة يقاتل ما في سبيل الله فيقتلون ويقتل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أفى بعدهم من الله فاستفهوا بيعكم الذي باعتم بي وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكحون الساجد الآمن ومن أعرف أنهون عن المنكر والحافلون ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفرهم الشكلين ولو كانوا ولي قربا بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفارهم إبراهيم لأبي الله موعدته وعدها إياه فلما تبين لو أنه هدون لا يتبرى منه إن إبراهيم ولوه حليم وما كان الله ليضل قوم بعد إذا لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله لهم ملك السماوات ورضي يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوا في ساعة نسرة بعد ما كذا يزيه قلوب فريقهم منهم ثم تابع عليهم إنه بهم روف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم لرضوا بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواف رحمه أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغو ينفز من نسي ذلك بأنهم لا يصيبوا من ضمن ولا نصب ولا مخفصة في سبيل الله ولا يطعون مواطن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو الذين إلا كتب لهم بعملوا صالح إن الله لا ينضي أجر المحسنين ولا ينضي أجر المحسنين ولا ينفقوا من رفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقعنوا إلا كتب لهم ليجيهم الله وإحسن ما كانوا يعملوا وما كان المهم ولينذروا كافة فلولا نفر من كل شرقة منهم طائفة ليتفقوا بالدين ولينذروا قوما وإذا رجعوا إليهم لهم يحذروا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفر وليجدوا فيكم غرضة وعلى موانظ الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زارة هذه إيمانا فأما الذين آمانوا فزارتهم منهم وهم يستباشرون وهم الذين في قلوبهم مرض فزارتهم من جسام إلى جسام وما توهم كافر ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام من مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعض من أبعض هل يراكم من أحد ثم انصاروا فصارب الله قلوبا بأنهم قوموا لا يفقون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليهم ما أنتم حنيصون عليكم بالمهي يا رب الرحيم فإن تولوا فق الحسبي الله لا إله إلاه وما كان للناس عجبنا نوحينا إلى رجل من منانذ للناس وبشر الذين آمنوا أننا مقدس وصدق عند ربهم وقالوا الكافر إن هذا لساحل مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات وعض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وليم إن ربكم الله الذي خلق السماوات وعض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبروا الأمر ما من شفيع إلا من بعده لذلكم الله ربكم فعبدوها فلا تذكروا إليه مرجوكم جميع وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد اليدزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من القسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم مما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس الضياء والقمر وقدروا منازل يتعلموا على دسلين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومي أعلمون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات ولذين الآيات لقومي يتقون الذين لا يرجون لقاءنا وراضوا بالحياة الدنيا واطمع النبي والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما وعهم النور ما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا صالحات هجيهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم لنار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالم ولو يعجل الله للناس الشر استعجاء لهم بالخير لقومي يليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طهيانهم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجميه قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك أن لم يدعنا إلى ضرهم مسك ذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أجهة رسولهم من بينات وما كانوا ليمنوا كذلك ننزقهم المجرمين ثم جعلناكم خلافة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا وإذا تتعليم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بد قل ما يكون لينبدلهم من تلقاء نفسنا اتبعوا لما يحيلي وإن يخافوا من عصير ربي عذاب يوم عظيم ولو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم فقد لبت فيكم عمر من قبليا فلا تعقلوا فمن أظلوا ممن افترع على الله كذبا وكذبا بآياته إنه لا يفرح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضروا ولا ينفعوا ويقولون هؤلاء شفعون عند الله قول لا تنبعون اللهم بما لا يعلم في السماوات ولا في رضي سبحانه وتعالى عما يشيكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقوا الناس رحمة من بعد ضراء مستم إذا لهم كن في آياتنا قل إلا وسرعوا مكرا إن رسلنا يكتمون ما تمكرون والذي يسيركم بالبر والبحر حتى إذا كنتم بالفلك وجرين فيهم بريح طيفة وفرحوا بها جاء تريح عاص وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم حيطبين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجعهم إذا هم يبغوا لفراد بغير الحقي أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماي فاخترط بنا باتوا لذيما يأكل الناس ولنام حتى إذا خذت الأرض الزخرفة وزينته وظننا أهلو أننا قادرون عليها تهام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاو إلى صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسن وزيارة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات من مترية وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم أولئك أصحاب النار فيها خالدون ويوما نحشر الجامعين ثم نقول الذين أشقوا مكانكم أنتم وشركاكم فزينا بينهم وقالوا شركاهم ما كنتم يانا تعبون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم من كنا عبادتكم الغافر هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبرهم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إن الضلال فأنا تصرف وكذلك حقت كلمة ربك فماذا قالوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنا تفكون قل هل من شركائكم من ياهدي للحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي للحق حق ويالتبأ أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر من الله ظن إن الظن لا يغني من الحق شئ إن الله عليم بما يفعلهم وما كان هذا القرآن ويفترى من دوله ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل الكتاب لا رأيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترأوا قل فأتوا بسورة مثل ودعوان استطعتوا من الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيم تأويلوا كذلك كذب الذين من قبل فانظرك فكان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمنوا بي ومنهم من لا يؤمنوا بي وربك علىهم المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريعون مما عمل وأنا بريع مما تعمل ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلوا منهم من ينظروا إليك فأنت تهدينهم ولو كانوا لا يبسون إن الله لا يظلموا الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النار لين يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا من رقائي الله يوم كانوا مهتدي وإما نوري أنك بعض الذين عيدوا ما ونتوفي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهد على ما يفعلوا لكل أمة الرسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بقسطهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابوا بياتنا ونرى ماذا يستعجلوا منهم مجرم ثم إذا ما وقع منتم بآل آن وقد كنتم به تستعجل ثم قيل الذين ضعوا المذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلى بما كنتم تكسبون ويستنبئون كحقه قل إيه وردي إنه لحق وما أنتم بمعجزي ونوان ماني كل نفس بغمت ما في الأرض لفتلت بها سر الندامة الأمارة والعذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والرضية لا إنه وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يهلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم عرضة من ربكم وشفاء لما في الصدر ورحمة للمبين قل بفضل الله وبرحمته في ذلك فليبرعهم وخيرهم مما يجمعون ما أنزل الله لكم برزق فجعلتم منه حرام وحلال قل آه الله أذن لكم أما على الله تفترون وما ظنوا الذين يفتروا على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شان وما تتمنوا من القرآن ولا تعملون من العمل لكن عليكم شهدا يستفيدون فيه وما يعرضوا مع ربكم بمثقان ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا إناهم يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخر لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزوك قولهم إن العزة اللي جميعا هو السميع العظيم لا إنا لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء يتبعون إلى الضل وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعلكم ليلة تسكن فيه والنهار مبصر وإن في ذلك لا ياتل قوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلم قل إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون متاعهم في الدنيا ثم أينين مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشريد لما كانوا يكفرون وتلعوا عليهم نبانوحين قال لي قومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات لا يفعل الله توكلت فأجموا أمركم وشركاكم ثم لا يكون أمركم عليكم همة ثم أقبوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجل أجل إلا على الله ومرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه وممعه في الفلس وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأمركم فكان عاقمة المنذرين ثم بعثنا من بعد رسالنا إلى قومين فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وارون إلى فراون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من إنذنا قالوا إن هذا لسحر ممين قال موسى تقول الحق لما جاءكم سحر نادى ولا يفرح السحر قالوا أجئتنا لتلفتنا مما وجدنا علي أباءنا وتكون لكم الكبرية وفي العرض وعمى نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون توني بكل ساحر علم فلما جاء السحرة قالهم موسى القومانتم والقوم فلما ألقوا قال موسى ما جيتم بالسحر إن الله سيبطيله إن الله لا يصلح عمال المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كلمة مجرم فما آمن لموسى إلا فرية من قومي على خوف من فرعون ومن من يفتنهم وإن فرعون العالم في رضي وإنه لا من المسلمين قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بلا فعلا لا يتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وندنا برحمتك من القوم الكبير وحينا إلى موسى واقيا تبواني قومكما بمسر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبل تواقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعونهما لو زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليذلوا عن سبيلك ربنا طهمهم الساعة أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعواتكم ما فاستقيموا ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون وجنودهما غيوادوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليوما ننجيك في بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ووان البني إسرائيل وبواصل ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتابة من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون أن من الممتنين ولا تكون أن من الذين قذّهم بآيات الله فتكون من الخاصنين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب العليم ولو لكانت قرية آمنت فنفع آيمان وإلا قوم يونس ولما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدين ومتعناهم من الحين ولو شاء ربك لا آمن من في الرضي كلهم جميع فهنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نفسنا أن تؤمن إلا بإن الله ويجعل الرجاء الذين لا يعقنوا قل انظروا ماذا في السماوات ورد وما تغذي لا يعطوا أن نذر عن قوم لا يؤمنوا فهل أنتظروا لله مثل أيام إذا خلقوا من قالوا يقول فانتظروا إني ما كم من المنتظين ثم أن ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس وإن كنتم في شك من دين فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي توفاكم ومرت أن أكون من المؤمن وأن أقم وجهك للدين حريفا وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأن يريدك بخير فلا أراد بل فضي يصيبه من يشاء من ابادي وغرغفو الرحيم قل يا أيها الناس وقد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدن نفسه من ظل فإنما يضل عليه وما نعليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الإحلام رأى كتاب أحكمت يا تغطر مفصة من ذو الحكيم من خبيرا لا تعبدوا إن الله إنني لكم منه نذير وباشير وأن يستغفروا ربكم ثم تهبوا إليه ومثعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتقوا الذي فضل فالله وإن تولو فإني قاف عليكم عذاب يوم كبير إلا الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير لأنهم يثون صدورهم ليستخفروا منها لاحين يستغفرون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الغد إلا على الله رزقه ويعلىه مستقره ومستودع كلهم فيه كتاب ممينه والذي خلق السماوات والضف في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمله ولين قلت إنكم أبعثنا بعد الموت ليقول أن الذين كفروا هم هذا إلا سحرموا من ولين أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معبددة لا يقولون ما يحبس ولاي وما يتيم ليس مصروفا عن محاقبهم ما كانوا بيستاذي ولين ذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه ولين ذقناه نعماء بعرض ضره مسك ولين ذقناه نعماء ولين ذهب السيئة عنه إنه لفرح فقل إن للذين صبروا وعملوا صالحات أولئك لهم مغفرة واجه كبير فلعلك تاريكم بعضا ما يوحي لك وضائق بصدك أن يقول لولا أنزل عليه كازو وجاء معه ولكن ما أنت نذيه والله ولا كل شيء وخيل أم يقولون افتره قل فأتبعش سوار مثل مفتريات وعدوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلى موأن ما أنزلوا بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلنتم مسؤون من كان يرئد الحياة الدنيا وزينتان وفي لي مع ما نظرهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتمو شاهد منه ومن قبل كتاب موسى ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكف مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظرهم ممن افتعى الله كذبا أولئك يغرضون على ربهم ويقول لشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم لا لعنت الله على الظالمين لا لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل ويبغون عواجهم من آخرتهم كافر أولئك لم يكونوا معجزين في الآرض وما كان لهم من دون الله من أولياء وضعف لهم العذاب ما كان يستطيعون السنوى لا جرم أنهم في الآخرتهم الأخصرون إن الذين آمنوا وعملوا صالحة وأخذتهم إلى ربهم أولئك أصحاب جلتهم فيها خالد مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمع ليستويان مثلا فلا تتكروا لقد أرسلنا نوحدين لكم نذيرهم من ألا تعبدوا إن الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذم قال يا قومي رأيتم كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لا كارهون ويا قومي لا أسألكم عليه ما لنجده إلا على الله وما نبي طارد الذين آمنوا إنهم لا تردوا ربي ولكن يراكم قوما تجهل ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكروا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير الله وعلاه بما في أنفسه مني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين أردتم أن أنصح لكم إن كان الله يلد أن يغوي يقضوا ربكم وإليهم ترجعنا من يقولون افترا ولئن افتريت فعليه إجرى بيوانا بريه مما تجي ووحي إلى نحن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم الأهم من قومي سخروا من قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منه كما تسخرون فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يتيعذاب ويخزي ويحل علي عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا فاردت النور قد نحمل فيها من كل زوجين اثنين واحدة فإلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركب فيها باسم الله مجاريها ومرساها رب العفور الرحيم ويتجريبين في موجك الجبال ونادان حلمنا وكان في معزنية وغنى يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعوا إلى جبلي عصيموني من الماء قال العاصمة اليوم من أمن الله إلا من رحم حال بينهما الموجف ففانا من المغرقين وقيل يا أرض بلاه ما أكوى يا سماو أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب فقال رب إن أبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسأل لي ما ليس لك بعلم لإذن أعيذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تظفر لي وترحميكم من الخاسرين قل يا نوح بيط بسلام منه بركة عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتع ثم يبسهم من عذاب أليم تلك من أنباء غيب نوحيها إليك ما كنت تعلم عنك ولا قومكم من قبل هذا فصبر إن العاقبة نمتقين وإلى عادنا قامودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إلهنا غيره وإن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم ريجل ناجي إلا على الذي فطرني فلا تعقلوا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلي يرسل السماء عليكم من ضرار ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولهم قالوا يا هدو ما جئتنا ببيت وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا ترك بعض آليتنا بسوء قال إني أسهد الله واشهدوا عني بني ومما تشهدون من دوني فقيدوني جميع ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة له آخر من عصياته إن ربي على صراط المستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حبيب ولما جاء أمرنا نجينا هدو والذين آمنوا ماهو برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادة انجحدوا بآيات ربي وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبان عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة لا إن عادا كفروا ربما لا بعدا لعاد القوم هدو وإلى ثمود أقام صالحا قال يا قوم عبدوا ما لكم من إله غيره وأنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توفوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوان قبلها تنهانا نعبد ما يعبدوا أبانا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه منيبك قال يا قوم رأيت انكت على بينات من ربي ويتعني من رحمة فما ينصرني من الله ناصيته فما تزيد ذاني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذاروا وتأقف في أرض الله ولا تمسوا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمانوا معه برحمة منه من خز يوم يذن ربك والقول العزيز واخذ الذي انظر مصيحة فاصبعه في ذيانهم جاءت منك أن لم يغنوا فيها لأن ثمود كفروا ربهم ولا بدل ثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم وقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الحد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ناكيرا وموجسا قالوا لا تخفنا ورسلنا إلى طوم لطوم رأته قائمة فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة لدوانا أجوز وهذا فعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجبين من عبد الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل بيت إنه حميد مجيب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشه يجادون في قوم الوطن إبراهيم الحليم ونواهم يا إبراهيم وعارض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه مات معذاب غير مردون ولما جاءت رسول وعالوط سيئ بهم وضاق بإمراهيم وقال هذا يوم من عصيم وجاءه قوم يرون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئة قال يا قومي هؤلاء بناتي ونأطاروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لا نفي بناتك من حق وإنك لتعالوا ما نريد قال لو أنني بكم قوة نعوه إلى ركن شريد قالوا يا نطو إن رسول ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ينتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيب وما أصابهم إنهم وعيدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منظور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعه وإلى مدينة أخوهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا مكيلا والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم أذاب يوم محيط ويقوم يغفو المكيلا والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشعهم ولا تعتوفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مبني وما أنا عليكم بحاثير قالوا يا شعيب وصلاتك تأمر كنتك ما أنهاكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت إليه ويا قوم لا يجي منكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوما نحنا وقوم هدنا وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإن لنا راك فينا ضعيف ولولا رهتك ذا رجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا يا قوم يا رهدي أعزو عليكم من الله واتختموا وراكم غيريا إن ربي بما تعملون وحيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عاملون سوف تعلمون من ياتي عذاب ويخذي ومن هو كاذب وارتقيبون لما كمرقهم ولما جاء أمرونا نجينا شعيب والذين آمنوا وبرحمة منا وأخذت الذين ظلموا وصيحات فأصبحوا في ديارهم جاثم كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها لابعدا لمدينة كما بعيد الثمود ولقد أرسلنا موسى بعياتنا وسلطان المبيل لفرعون وملايف اتباهم رفرعون وعماء وفرعون براشد يقدموا قوموا ويوم القيامة فأوردهم النار وبإسال ويرد المورود واتبئوا في هذه العنة ويوم القيامة بإسال ريخة الموفود ذلك من أنباء القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنى تعلم ماليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادهم ويرى تتبيبك ذلك أخبر ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذ وانيم شديد إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهد وما نؤخر إلى لأجن من معذر يوميات لا تكلم نفسه لا بيذن فمنهم شقيه وسايد فأما الذين شقوا ففي النار ولقد أتينا موسى الكتابة فاخترفها في ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما لا يوفي أن ربك عماله إنه بما يعملون خبير استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين نظرهم فتبسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصر وأقم الصلاة طرفين نهر وزرفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرون الذاكري واصبر فإن الله لا يضيوا حتى المحسنين هلولا كان من القرون من قبلكم ولو بقيته أنهون عن الفساد في الرضي لقليل ممن أنجينا منهم التبع الذين ظلوا ما أترفوا فيه وما كانوا مجرمين وما كان ربك ليوليك القرى بظلم وأهلوها مصرح ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك الأمن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لأن نقص عليك من أنبائي رسولي ما نثبت بفوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والرد وإليه يرجع الأمر كله عبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافر عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرات تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم كاقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغفلين إذ قال يوسف لأبي عبتي إني رأيت أحد عجرة كوكب والشمس والقمر رأيتم لي ساجني قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتي فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان يعدو ومبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأمين الحديد ويتم نعمته عليك وعلى أن يعقبك ما تم على أبو ويكون من قبل إبراهيم ويسحق إن ربك عليم الحكيم لقد كان في يوسف وإختي آيات للسائلين قالوا لأي يوسف أخو حب إلى أبينا منا ونحن وصفت إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف وإطراه وارضوا يأخذ لكم وجوابكم وتكونوا من بعدكم من صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وارقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض سياطين كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لتأمنى على يوسف إن لولا نصحين أرسلوا معنا غدا يرتا ويلبغى إن لولا حافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بواخف ويأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لأينا كله الذئب ونحن أصفتون إن إذن لخاسرون فلما ذهبوا بي وأجمعوا ويجعلوا في غيابة الجب ومحينا إليه لتنبي أنه بأمر ماذا هم لا يشعرون وجاءوا أباهم من شعي بكم قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف إنما تعين فأكله الذئب وما تبهم من لنا ولو كنا صادق وجاءوا على قمص من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل والله المستعن على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدد الوهو قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخص ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأة أكريم مثوى وعسى ينفعنا ونتخذه ولدا وكذلك مكنا ليسوى في الأرض ولنعلمه من تولي الحالي والله غالب على أمنه ولكن أكثر الناس لا يعلم ولما بلغى أشهد هواتيناه حقم وعلمه وكذلك نزي المحسينين وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبابه وقالت هيت لك قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثوى وستبق الباب وقدت قميصه من دبري وألفين سيدها لدى الباب قالت مع جزاهم من أراد بأهلك السؤال إلا أن يسجن وعذابنا قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلي إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبري فكذبته من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبري قال إنه من كيدك إنك إذا كن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك إذا كنت من الخاطئ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيزة تراود فتاة عن نفسها قد شغفها حبا إننا لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكل إنها أرسلت إلينا وعتدت لهن متكا واتد كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيدي وأنه قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك من الذي لم تنني فيه ولقد رأوت عن نفسي فاستعصوا ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن وحب إلي مما يدونني لي وإلا تضرف عني كيداو الناص ولئن وكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيداو إنه هو السميع والعليم ثم بدل من بعد ما رأوا لا ياتي ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهم عن نيران ياصر الخمر وقال آخر عن نيران يحمل فرقراسي قد أن تأكل الطير قال لا ياتيكما طعام ترزقاني إلا نباتكما بتاويني قبل أن ياتي وما ذلكم مما علمني ربني تركتم من لتقوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافرون واتبعتم من لتآباء إبراهيم وإسحاق وما كان لنا عنوشك بالله ومن شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السياء باب متفرقون خيرون من الله الواحد القهار ما تعبدون من دوني إلا أسماء وأنتم أباكم ما أنزل الله بها من سلطاني الحكم إلا للأمر لا تعبدوا من الله إياه ذلك الدين القي ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السياء أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وما الآخر فيصلب الفتاكل الطيوة من رسي قضي الأمر الذي فيه تستفتها وقال الذي ظن أنه ناجم منه مذكرني عند ربك فأنسى الشيطان ذك ربي فلبت في السجن بضع سين وقال الملك إني أرى سباب قرات سيمان وسبع سمبلات الخضر وآخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤيان كنتم للرؤية أتعبون القال واضغات أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين وقال الذين جاء منه ما ودكر بعد ذومتنا أنه نبيكم بتأويل فأرسلوا يوسف أيها الصدق وافتنا في سبع بقرات سيمان يأكل هنا سبع نجاف وسبع سمبلات الخضر وآخر يابسات لأرجع إلى الناس لأن لهم يعلمون قال تزرعون سباسين دابا وقال الملك أتوني به فلما جاء الرسول قال أرجع إلى ربك فسألوا ما بال النسوة التي قطعنا أيديه إن ربي بكيده من عليهم قال ما خطبك إذ راوتتنا يوسف عن نفس قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وانا راوتت عن نفس وانا ولا من الصادق ذلك ليعلم أني لما أكون من الغيب وأن الله لا يأدي كيد الخائنين وما أبري ونفسي إن النفس لم أمارة بالسن إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحم وقال الملك أتوني به يستخلصوا لنا فلما كلموا قال إنك اليوم لدينا مكينون أمين قال جعلني على خزائن الأرض ينحف وكذلك مكنا اليوسف في الأرض يتبوى منها حيث يشانوا سيئوا برحمتنا من نشاء ولا نضي أجر المحسين ولا أجر الأخيرة خيرون الذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لأمون منكر ولما جحزهم بجهازه وقالتوني بأخي لكم من أبيكم هلا ترون أن يؤفر كيل وانا خيرون منزلين فإن لم تأتون به فلا كيل لكم مندي ولا تقرموا قالوا سنرابد عنه أباه وإننا لفاعل وقال لفتها نجعلوا بضاعتهم في لحالهم لعن لم يعرفون إذا انقلبوا إلى أهلهم لعن لم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مننا الكيل فأرسل ما نأخونا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا وردت ليلة ونمير وأهلنا ونحفظ أخانا ونزداد بكيل بعي ذلك قال لن نرسلوا ماكم حتى تأتوني موثقا من الله لتأتونني بإلا يحاط بكم فلما أتأوا موثقا قال الله على ما نكون وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من بابي واحد ودخلوا من أبابي متفرقة وما أغني أنكم من الله من شاهد الحكم إلا لله عليه توكلت عليه لتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث ومروا مبوء ما كان يؤلي عنهم من الله من شيء لا حاجة في نفسه أقوم بقضاه وإن أولاد علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف فأذو إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتأس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهز بجعل السقاية في رحل أخي ثم أذنوا مؤذنوا أية ولير إنكم نسارقوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدوا؟ قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء من حمل بعين ونبيه الزعيم قالوا طالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في رضي وما كنا سارقين قالوا فما جزاه إن كنتم كاذمين قالوا جزاه وما وجد في رحلي فهو جزاه فذلك نزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعايخي ثم استخرج من وعايخي كذلك كذلك ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دي الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرى يوسف في نفسه ولم يهده لهم قالوا أنتم شروا مكانه والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن لوابا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إنه إذا لظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبير ما لم تعلموا أن نباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وليه خير الحاكم يرجعوا إلى أبيكم فقلوا يا أبان إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسأل القرية التي كنا فيها والعرى التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سورت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل عسى الله ويأتياني بهم جميل إنه العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وضيضت عينه من الحزن فهو قد يقال وتفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهاركين قال إنما أشكوا بثي وحزنين الله وعلى ومن الله ما لا تعلمني بني أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا من روح إلا إنه لا يأس من روح إلا إن القوم الكافر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما السنواها نضر وجئنا ببضعة مجات فأوفلنا الكلا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمكم ما فعنتم بيوسف واخي إذا أنتم جاهلوا قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف واذا أخي قدمن الله علينا إنه من يتقى وأصبق فإن الله لا يضيو أجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم هو أرحم الرحمن إذهبوا بقميص هذا فألقوا وعلى وجهه بيأتي بصير وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبو مني لأجد ريح يوسف لولا أنت فلدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجع البشر وألقاه على وجه فارتد بصيرا قال لما كلكم إني أعلم من الله ما لا تعلم قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور رحيم فلما دخلوا على يوسف فآوى إلي بويه وقال أدخلوا بصير إن شاء الله وآمني ورفع بويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت عدى تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن به إذ أخرجني من السجين وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فأطر السماوات وما كنت لديم إذا أجمعوا أمرهم وهم ينكروا وما أكثر الناس ولو أحرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات وراضي يمرون عليهم عنها مؤردون وما يوم ينكرهم من الله إلا وهم مشرقون أفعملوا أن تأتيهم غاشية من علا بالله وتأتيهم الساعة بغطة وهم لا يشعرون قل هذه السبيل يدعوه إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعاني وسمحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى فلم يسينوا في الرضي فينظروا كيف كان عاقب تبدينا من قبل ولا دار الآخرة خير الذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيسى الرسول وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قومهم وجمين لقد كان في قصصهم عمرة لأولي الألبان ما كان حنيث يفتر ولكن تصديق الذي بين أديه وتفصيل كل شيء وهو دور رحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم لفلم تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات غير عمر ترون ثم استوى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم من قائي ربكم توقن وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل ثمرة جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقومه يتفكرون وفي الأرض قطعهم وتجاورات وجنات من أناذ وزرع ونخيم صلوان وغير صمان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الوقت إن في ذلك الآيات لقومه يعاقنون وإن تعجف عجبا قولوا إذا كنا ترابنا إنا لفي خلق الجديد أولئك الذين كفروا أولئك الأغلال فيها ناقم أولئك أصحاب النار وفيها خالدون فيستاجرونك بسيئتي قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه وإن ربك لشريد العقاب ويقول الذين كفروا لو لا ونزل عنه آية من ربهم إنما أنت منذر ولكل قوم أهد الله يعلم ما تحمل كل أنت وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء لهم من مقدار عالم الغيب سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن هو مستغف بالليل وسارب من نار لهم معاقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أرد الله بقوم سوء فلا مرد له ما لهم من دونه مواله والذي يريك من برق خوفه وطمه وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمد والملائكة من خفية ويرشئ الصواعق فيصب بها من يشاء وهم يجادرون في الله هو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجبون لهم بشيء إلا كباستك فهي إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغ وما دعاء كاثره إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والذي طعم وكرهم وظلالهم من غدو والآصال قل من رب السماوات والربي قل لك التخطب من دونه أولياء لا يملك ولكن لأنفسهم نرحب ولا ضر قل يلا يستوي لأما هو البصير وما تستوي الظلمات وأنه رب جعل الله الشركاء خلقوا كخلق فتشابه الخط عليهم قل الله خالقوا كل شيء وهو الواحد وقهر أنزل من السماوات فسألت أعوذيةهم بقدر يفحت ملا السيل زبداً راضيا ومما يقذون عليه في النار افتغاء حلية ومتاعهم زباد مثل كذلك يضرب الله الحق والبطن فهما الزبد فيذهب الجفا وأما ما ينفع الناز فينقذ في النار كذلك يضرب الله للأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لأن لهم ما في الأرض جميع ويمثله ما ولفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنوا بإسال المهاد أفمن يعلم وأنما انزل إليك من ربك الحق كما نوعى إنما يتذكروا للألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقذون المثاق والذين يصرون ما أمر الله ويخشعون ربهم ويخفون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء واجي ربهم وقاموا صلاة وأنفقوا من مرضا قلهم سروا على أنية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة تعدي يدخلونه ومن صرح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فلهم عقب الدار والذين ينقذون عدد الله بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله بأيهم صلى ويسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار الله يبسط حزق لمن يشاء ويقفر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرات إلا متاع ويقول الذين كفروا لو لا أنزل علي آيات من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من عناب الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئنوا قلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبة لهم حسنوا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتطلع عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمة قل هو رب لا إله إلا هو عليه توفلت وإليه متاب ولو أن قرآن سيرت به الجبال وقطعت بلعضه كل ما به الموت بل لله الأمر جميع فلم يسير الذين آمنوا أنه يشاء الله لهذا الناس جميع ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة أو تحلوا قريبا من دارهم حتى يأتي وعنوا الله إن الله لا يخلب المعاد ولقد استوزع برسل من قبلك فأمليتهم الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان هقاب أفمن هو قائمنا لكل نفس بما كسبت وجعلوا الله الشركاء وقل سموهم تنبئونه بما لا يعلم في العظيم بظاهر من القول برزويا الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلوا فما له من هاد فهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجانة التي وعد المتقون تجني من تحت الأنهار أكلها دائما وظلوا تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليكم من الأحزاب ومن ينكروا بعد قل إنما أمرت ونعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه مآب وكذلك أنزل له حكما عربيا ولي اتبتاه وأهم بعدما جاءك من العلم ما لك من اللهم ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذري وما كان لرسول أياتي أبياناتي بإذن الله لكل أجل إن كتاب يبحو الله ما يشاب ويثبت عند أم الكتاب رئيما أن لأنك بعض الذين عذوا ما أونتا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولم يروا أن نأتي الأرض لانقصها من أطرافها والله يحكم لهم عقب الحكم وسريو الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا الكفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رب من صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل الكافرين من عذاب شنين الذين يستحبون الحياة تدون على الآخرة ويصدون عن سبيل لا يعبونه وجن أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاوه لمن يشاوه العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بعياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا آيات لكل صبان قال موسى لقوم يذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسوبونكم السوء العذادي ويذبحون آبناكم ويستحيون نساكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم ويتأذن ربكم لا إن شكرتم لا زيدنكم ولا إن كفرتم من عذاب لا شريد وقال موسى إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني والحميد ألم يأتكم لباء الذين من قبلكم قوم نحي وعد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم من الله جاءتم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما كدعوننا إليه مريب قالت رسولهم ما في الله يشك فاطر السماوات وردوا يدعكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويغفركم إلى أجل المسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم من نحن إلا بشر مثكم ولكن الله يمنوا على من يشاه من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا لا نتوكل على الله وقد أدانا سبولنا ولا نصبرنا على ما عديتمون وعلى الله فليتوكل المتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربه لنحركن الظالمين ولا نسكننكم من أرضهم من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف معيد واستفتحوا وخاف كل جبار عليم من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد لتجرى ولا يكاد يسيغ ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه ونالي مثل الذين كفروا بربهم عمالهم كرباد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال بعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات ونظر بالحقية شيء يذهب كمية بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وفرزوا لله جميع فقال الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلنتم مغلون عننا من عذاب الله من الشيء قالوا لو هدان الله لديناكم سواء علينا أجازعنا وانصبرنا مالانا مما حيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم واخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتمني فلا تلوموني ولوموا عنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت وما أشرفتموني من قبل إن الظالمين لهم هداب نالي وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحة جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها السلام ألم ترتيف يضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصبع ثابت وفروع في السماء تأتي كلا كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثثت من فوق الرضي ما لها من قرار يثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر ويضلوا الله الظالم ويفعلوا الله ما يشال ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفر وحل وقومهم دار وارجعنم يصرون وبيس القرار وجعلوا الله يندادا ليضلوا عن سبيل قد تمتع فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا صلاة ومن فقم ما رزقنا ومن سره وعلى نية من قبل أياته يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والعضو أنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجريها في البحر بأمني وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم ليلة والنهر واتاكم بكل مسأة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد عمنا وجلبني وبني أن عبد الأسنى ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أنت بيتك المحرم ربنا أن يقيموا الصلاة فجعل أفئلة من الناس تهو إليهم وارزقوا من التمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعالى وما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله يميشيهم في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي عن الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا سميع الدعاء رب جعلني مقيمة الصلاة وعمل ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي وليوان دي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافل عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرون يوم تشخصك الأبصار مهطعين ومقنع رؤوسهم لا يرتدوا إليهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب النجو دعوة تكون التمع رسله ولم تكون أقصبتم من قبل ما لكم من الزوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بما ضربنا لكم وقد مكروا مكروم عند الله وإن كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله وإن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات برض لله الواحد القهر وترى مجرمين يومئذ مقررين في الأصفال سرابيل من قاطران وتوش وجواهم النار ليجزي الله وكل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكرون الألباب بسم الله الرحمن الرحيم عَلِفْ لَامْرَامْ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يؤذ الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكل ويتمت ويلهيهم ولمن فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية لولا كتاب مالوم ما تسبق من أمة أجلى وما يستخن وقالوا يا أيو الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا من ملائكة كنت من الصادقين ما ننزل ملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظ ونقد أرسلنا من قبلك في شياع الأولين وما ياتيه من رسول الله كانوا به يستازي وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بعد من من السماء فضلوا فيه يعرجوا لقالوا إنما سكرت بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجة وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان خزائن وما ننزل إلا بقدر ما نوم ورسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما فأسقيناك وما أنتم له بخازن وإننا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخر وإن ربك هو يحشر منه حكيم آنم ولقد خلقنا الإنسان من صلصالهم من حماهم مسنو والجان خلقناه من قلوم النار السمون وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماهم مسنو فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباه يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليس تذل بشري خلقتهم من صلصال من حماهم مسنو قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربك أمبر إله إله ونبعث قال فإنك من المنظرين إلا يوم الوقت المال قال ربك أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخصين قال هذا صراط علي مستقيم من عباد ليس لك عليهم سلطان إلا من اكتبك من الغاوين وإن جهنم لمبعدهم أجمعين إلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصو إن المتقين في جنات وعوين ادخلها بسلام ونزعنا ما في صدور من غير الإخوان على صورهم متقابل إلا يمسهم في أن صوماهم منها بمخرج لبئ عباد عني على الغفور رحمة العذاب والعذاب ولبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجيلون قالوا لا توجل إننا نبشرك بأولا من عليم قال بشرتموني على مسني الكبر فذيما تبشروا قالوا بشر لك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقبط من رحمة ربين لا تضالون قال فما قطبكم أيها المرسلون قالوا إنا رسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لغطين إنا لمنجوا مجمعين لمرأة مقدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لغطين المرسلون قال إنكم قوم ممكن قالوا بل جئناك بما كانوا فيهم ترواتينك بالحق وإنا لصادق فأسر بأهلك ذقعين من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتفق منكم أحدهم وحيث تمرون وقضينا إلي ذلك الأمر أن دابر أولئي مقطعون مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفين فلا تفحوا واتقوا الله ولا تقون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتوا فعلين لا عمر كإنهم لفي سكرتي معمهم فأخذتهم صيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليهم هزارة من سجلنا في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك الآيات للممين وإن كان أصحاب الأيكة لظالم فانتقمنا منه وما إنهما لدي إمام ممين ولقد كذب أصحاب الحجن المرسل وأتينهم آياتنا فكانوا عنهم وإذن ورضوا ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة تلاتية فاصبح صفى الجميل إن ربك هو الخلاق العالم ولقد أتينك سبا من المكان والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جلاحك للممين وقل إني أنا نذير مبيك ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظينك وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملهم فاصدع بما تؤمر وعرضان المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى أن آخر فسوف يعلمون ولقد نعلموا أنك ينضيق صدرك وما يقوم فسبح بحمد ربك وكن من الساجن وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركوا نزل الملائكة بروح من أمره على من يشاه من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والعرض بالحق تعالى أما يشركوا خلق الإنسان ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تؤيحون وحين تشرحون وتحمل وأتقالكم من بلد لم تكونوا بانغ إلا بشق الأنفس إن ربكم لرهو فالرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلقوا ما لا تعلم على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه التسيم ينبت لكم به زرع وزيطون والنخيل والعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليلة والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمن إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون وما درع لكم في الأرض مختلفة ألوان وإن في ذلك لا آية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر بحال تأكل منه رحمة طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضي ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فمن يخرق كمن لا يخرق فلا تذكر وإن تعد نعمة الله لا تحصواه من الله نغفو الرحيم والله يعلى ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخرقون شيئهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون إيانا يبعث الإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكفرون فجرم أن الله يعلم ما يشرون وما يعلم أنه لا يحب المستكفرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وَسَأْطِلُ لَوَنِ لِيَحْبِلُ وَأَوْزَرَهُمْ كَامِلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَالِ الَّذِينَ يَضُلُّونَهُمْ بِغَيْرِ وَمِنْ أَوْزَالِ وَأَوْزَالِ وَأَوْزَالِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمَهُمْ وَلَكَنْ كَانُوا مِنْ فُوصَهُمْ يَضْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِنُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَسْنَزِيونَ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِمْ وَلَوْ شَاءَ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِمْ كَذَلَكَ فَعَلَ الَّذِينَ هُمِنْ قَالِهُمْ فَهَانَ عَلَى الرَّسُلِ الْبَلَاءُ وَالْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعْتْنَ فِي قُلْ لِمَّةِ رَسُولَانِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِيْ وَالطَّعُودُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْعَرْضِي فَانْظُرُوا كَيْفَ كَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الْمُكَذِبِينَ انْتَحْنِصَ عَلَى هُدَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِلُوا وَأَقْصَهُمْ بِاللَّهِ جَهْ دَائِمْ مَنْ إِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَأَدْنَا عَلَيْهِ حَقُّ لَكِنْ أَكْثْرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُ لِيُبَيِّذَ لَهُمْ الَّذِي أَخْتَلِفُونَ فِي وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفْرُوا وَنَّهُ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَلُّنَا لِشَيْنِ إِذَا عَرَدْنَا وَنَقُلْ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِيَلَّهِ مِنْ بَعْدِمْ أَظُلُمُ لَيُنُبْهُونَ فِي الدُّنْيَا حِسَنَةَ وَلَاجُمُ لَآخِرَةِ أَكْبَرُ لو كانوا يعلمون الذين الصبر وأهل ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزل إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولا عنهم يتفكرون فأمين الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم والعضو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بالمعجزين أو يأخذهم على تقلبهم فإن ربكم رأوا في الرحيم ولم رأوا إلى ما خلق الله من سيئة وقال الله لا تتخنوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فأيا يطرهبون وله ما في السماوات ورد وله الدين وغصيمة فغير الله تتقون وبعدكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم من شك ليكفروا بما أتيناهم فاتمتهم فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا أمت الله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتعون وإذا بشر أحدهم بالأمت ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بأيوم سيكوا علىهن لم يدسوك طراب لا سعى ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الصوار الله المثل على وهو العزيز حكيم ولو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخر من أجل المسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون الله ما يكرهون وتصبع سينتهم الكلمة أند لهم الحسن لا جرم أن لهم النرى وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيئنا لهم شيطان وعمالهم فهو ولي منهم ولهم عدام أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماعين فأحيى بينا رضا بعد موته وإن في ذلك الآية لقوم يسعون وإن لكم في العنام العمرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمارات النخير والأعناب تتخذوا منه السكر ورزق الحسن إن في ذلك الآية لقوم يعقلون الله حربك إلى النحل أن يتأخذوا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشوا ثم قل من كل التمرات فاسلقي السبول ربك ذول لا يخرجوا من بطونها شرابوا مختلفوا ألوانوا فيه شفاء للناس إن في ذلك لا يتنقوا ويتفكروا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم ما يردوا إلى أرض للعمل لكي لا يعلم بعد علمي شير إن الله علم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا بيرادي رزقهم على ما ملكت أيمان فهم فيه سواف بنعمة الله يجحدون والله جعلكم من أبوسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بلين وحفرة ورزقهم من الطيبات فبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملكهم رزقا من السماوات ورضي شيء ولا يستطيعون فلا تضربوا لله لم تال إن الله يعلم وأنتم لا تالمون ضرب الله مثلا عبد المبنوكا لا يقدر على شيء ومن رزقهم من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدوما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم ولله غيب السماوات والعضي وما أمر الساعة لك لمح البصيه وهو أقرب وإن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيء وجعلكم السماوات على بصار ولا فدة لعلكم تشكرون لم يروا إلى الطيل مسخرات بجو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لا يأتي لقومه يؤمنون والله جعلكم من بيوتكم سكن وجعلكم من جلد لأن عام بيوتا تستخفون يوم ضعلكم ويوم إقاماتكم من أصوافها وأوبانها وأشعرها تاتا ومتان ناحي والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبان يكنانا وجعلكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمة عليكم لا لكم تسلم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الممين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبات من كل أمة شهيدة قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لك هذمون على القول الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوقال عذابينما كانوا يسجدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيبكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعد الله إذا عاهتم لا تنقضوا الإيمان بعد التوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفر إن الله يعلم ما تفعل ولا تكونوا كالتي ناقضت وزلها من بعد قوة أنكاتا تتخذون إيمانكم دقلا بينكم أن تكون أمة أربا من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختره ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تأمنون ولا تتخذون إيمانكم دقلا بينكم فتزل قدمون بعد تبطي وتذوقوا السواب بما صدت مأسب الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعاد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم ترون ما عندكم ينفد وما عند الله باقى ولنجزي أن الذين صبروا واجعوا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكرنا وانثواهم ومنهم فلا نحيا منه حياة طيبة ولا نجزي أن وجعوا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان ورجم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلوا إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم بهم مشكم وإذا بدلنا آياتهم كانا آياتهم والله أعلم بما ينزلوا قالوا إنما أنتم مختلفين بل أكثرهم لا يعلمهم ولنزل أروف القرس من ربك بالحق ويثبت الذين آمنوا وهدوا بشرى للمسلمين ولا قد نعلموا أنهم يقولون إنما يعلموا بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على آخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمهم وأبصارهم وولئك هم الغافر لا جرم أنهم في الآخرتهم الخاسر ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا إن ربك البعض يلغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس معاملتهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنهم من الله فأذق الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ولا قد جاءهم رسولهم منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله كتميا وتعبدوا إنما حرم عليكم من يتتودب ورحم الخنزير وما هو إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغي ولا عاني فإن الله أبقى الرحيم ولا تقولوا لما تصفوا سنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب من الذين يكترون على الله الكذب لا يفرحهم وتعهم قليلون ونهما ذهبون أني وعلى الذين هذوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما إن ربك الذين عاملوا السواء بجهالة ثم تاوم بعد ذلك وأصحوا إن ربك لغفور رحم من إبراهيم كانهم تنقالة لا يحنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراطهم ومستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصحي ثم وحينا إليك تبع من إبراهيم حريف وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إن ربك لا يحكم بين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ندعو إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجهدهم بالتي أحسن ربك وعلى هم بمن ضلنا سبيلي وهو على هم مهتدي وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما وقبتمني ولئن صبرتم أخير للصبي وأصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحذن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحانا الذي أسرى بأبنه ليلة من المسر الحرام من المسر الأقصى للي باركنا حوله لنريا ومن آياتنا إنه السميع المصير وآتينا موسى الكتاب واجعلناه ذا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكينا ذرية من حملنا معا وحلنا وكان عبدا شكرا وقضينا إلى بني إسرائيل فإذا جاء وعدوا له ما بعثنا عليكم إبادا لنأولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم ومددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثرنا في رأينا أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وينساتم فلا فإذا جاء وعدوا الآخرة ليسوءوا جواكم وليدخلوا المسر لكما دخلوا أول مرة وليتبروا ما لو تتميرا أسعى ربكم أن يرحمكم وينعدتم مدنا وجعلنا جعلنا مالك فيما حصل أن هذا القرآن يهدي التي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم مجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بلآخرات يعتدن لهم مذابا ظليما ويدو الإنسان بالشري دعاهم بالخير وكذا الإنسان عجول وجعلنا الليل والنار آياتين فمحونا آيات الليل وجعلنا آيات النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا على دا السنين والحساب وكل شيء فصلنا وتفصيلا وكل إنسان يلزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة الكتابة يلقاه منشور يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسيبا من اهتدى فإنما يعتده نفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وإذا أردنا أنه لك قرية أمرنا مترفية ففسقوا فيها فحق عليها القول فدأمرناها تدميرا وكما لكنا من القرون من بعد نحي وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له في أمان أشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنما يصلى مذنون مدحورا من أراد الآخرة وسعى لا سعيه هوموم فولاك كان سعيهم مشكورا كل النوم الدهاء والعيوها والعيو من عطائي ربك وما كان عطاه ربك محذورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة تكبر درجاتها كبر تفضيل لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذنون مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يملغ أن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقول لهما أف فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفر لهما جناح ظلي من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عبكم أعلى بما فيه نفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين وفروات إلى القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تمذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربي كفر وإما تعرضن عنهم امتغاء رحمة من ربك ترجو فقل لهما قولا منسور ولا تجعل يدك مولونة إلى عنقك ولا تبسط أكل البسط فتقعد أملوما محسورا إن ربك يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا مصيرا ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقراب الزنا إنه كان فاحشة وساسبيلا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لي وليه سلطانا فلا يسلم في القتل إنه كان مصورا ولا تقرأوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأوين ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفهد كل أولئك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول كل ذلك كان سيئه عند ربك وذلك بما أوحيرك ربك من الحكم ولا تجعل مع الله إلا أن أخرا فتلقى في جهنم منوما مدعورا أفاصلكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنكم لتقولون قولا عظيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليبكروا ما يزدهم لنفورا قل لو كان ما هو آلية كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش السبيل سبحانه وتعالى أما يقولون علوما كبيرا تسبع له سماوات السبع والأرض أمن فيه وإم من شيء لا يسبح بحمد وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوب ممكنتنا يقوى في أذان مقرى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوها لأدبار مفورا نحن علوم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذا قلوا الظالمون إن تتبعون إلى الرجل ومسحورا نظرك فضربوا لك الأمثلة فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظام ورفاتنا إنا لم أبعثون خلقا جريدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا وما يقولون متاهو قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجوبون بحمد وتظنون إن لبتوا من لقليل وقل لعبادي يقولوا لتي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم من الشيطان كالإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم أي شيء يرحمكم وإي شيء يؤذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلة وربك أعلى بمن في السماوات ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ماتين داود زبورة ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضريانكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجوه رحمته ويخاطون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قلة إلا نحن مهلكوا قبل يوم قيامته ومعذبوا عذابا شريدا كان ذلك في الكتاب المصطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذل بها الأول وأتين ثمودا قد تموا بشرة فظالموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك اللفتة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزدون من لطيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي عدم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفا بربك وكيل ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضلينه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضرو في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم من يخصب بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم مكينة أم أمنتم من يعيدكم في إطارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه ملكة لمن خلقنا تغضيلا يوما ندعو كل ناس من أمين فمن أوتيك كتابا ومن أمين فأولئك يقرؤون كتابا ولا يظلمون فتيل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة يعمى وظلوا سبيلا وإن كادوا لا يفتنونك ثم لا تجدوا لك علينا نصيرا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحويلا عقب الصلاة لدولك شامسيلا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربكم وقال محمل وقل ربي أتحلني مدخل صدق واخرني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوق ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيل الظالمين إلا خسارة وإذا نعمنا على الإنسان أعرضه ونعب بجانب وإذا مسه الشر كان يوسى قل كل يعمل ولا شهكلت فربكم أعلم ومن هو أهدى سبيل ويسأل لك عذي الروح قل الروح من أمين ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفر وقال ولن نؤمن لك حتى تفجر على النام من الرضي ينبوها أو تكون لك جنة من نخيله وعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجر وتسقط السماء كما زعمت علينا كسبا وتأتيها بالله والملائكة قميلا أو يكون لك بيت من زخرفنا وترقى في السماء ولن نؤمن يرقئك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ وقل سبحانه ربي ألكنت إلا بشر رسول أمامنا الناس اليومين يدعوا من هدى إلا قولوا ومعث الله بشر رسول وقلوا وكان في رضي ملايكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضير فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشر يوم القيامة على وجوم عم يوابك ووصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتنا إننا لمبعوثنا خلقا جديدا أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض قادرنا أن يخلق مثلهم وجعل لهم جلل لا رب في فاب الظالمون إلا كفورا ولو أنتم تملكون خزائنا رحمة ربي إذن لمسكتم خشاة لإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد أتينا موسى تسعيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاء فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات ورضي المصار وإني لا أظنك يا فرعون مثورا فأراد يستفزهم من الله فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعد بني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعدوا الآخرة تجئنا بكم نفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلوا وما أرسلنا كأن له بشرا ونذيرا وقرآن فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيل أقول آمنوا بي أو لا تؤمنوا من الذين وتل الما من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سدد ويقول وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمحول ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعو الله ويدعو الرحمن يما تدو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بأوابته بين ذلك سمين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيواجا قيما لينذر بأسا شريدا من لدو ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسانا ما كثير في أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به من علم ولا لأهل باهم كبرت كلمة تخرج من الفاهم يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على ثاني من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إن جعلنا ما على الرضي زينة لها لنبلغم أيهم أحسن عمل وإننا لا جعلنا ما عليه صيدا جورزا أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقمي كانوا من آياتنا عجبا إذا أفتتوا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشادا فضربنا على آذان في الكهف في سنين عدنا ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين أحصى لما لابث وامدنا نحن وقصوا عليك نباهم بحقنا وفتتنا آمنوا بربهم وزدناهم وربطنا على قلوبهم من قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لأن ندع من دونه إله لقد قلنا إذا شاطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلية لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أضلعوا ممن افترار الله كانوا إذا اعتزلتموه ما يعبدون إلا الله فأوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيي لكم من أمركم من فاقواب وترشم سيدة طلعت تزاور عنك فيهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبوا ما إيقاض وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذرائهم بالوصل لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا ملئت منه ربا وكذلكم أعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلوا منكم لبثوا قالوا لبثنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم علىهم بما لبثم فبعتوا أحدكم بوالقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجوكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلعوا إذن أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلم وأن وعد الله يحقوا أن الساعة لا ريب في هذية أزعون بينهم أوراهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلى وبهم قال الذين غلبوا على أمنهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلب ويقولون خمسة سارس كلب ورجمان بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلب قل رب يعلم بعدة ما يعلم من الأقل فلا تمارفهم الأمراء ظاهر ولا تستثفيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء لني فعل ذلك أظن إلا أن يشاء الله وقل ربك إذا نسيته وقل عسى يهدي أني رب يقرأ من هذا رشادا ولبث فيك بهم ثلاثة مئة سنين وازداد وتسعة قل الله وعلىهم بما لبث له غيب السماوات والرضي أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أحيي لك من كتاب ربك لا أبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدة وصبر نفسك مع الذين يدون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتباهوا وكنامه فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاف اليوم ومن شاف اليقفل من اعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها ويستغيث يغعبهم إما كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساكم اعتفق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضي أجرماً أحسن عاملاً أولئك لهم جنات عد تجري من تحتهم ولا نار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق المتكين في على الأرائك نعم الثوام وحسنة مرتفقة وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحد ما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أخلا ولم تضيمنوا شيء وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاول أن أكثر من كماله وأعزنا فروا دخل جنة وهو ظالم نفسي قال ما أظن أنت بدادي أبدا وما أظن ساعت قائمة ولا أرددت إلى ربي لا جداً خيراً منها منقالبا قاله صاحبه ويحاول وكفرت بالذي خلقك من ترابي ثم من أطفاتي ثم سواك رجل لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولو لا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان تراني أنا أقل من كمال وولد فعسى ربي أن يتيني خيراً من جنتك ويوصل عليه حسباناً من السماع فتصبح صيداً زلقا ويصبح ماءها غاراً فلن تستطيع له طالباً وأحيط بالذبن فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيه وهي خاوط على عرشه ويقول يا عليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن لافية ينصرونه من دون الله وما كانهم كصيراً ونالك الولايات لله الحق هو خير ثواب وخير عقض واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن انزلناه من السماع فاختلط بي نبات الرضي فأصبح هاشيماً تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبن ونزينة الحياة الدنيا والباقية الصلاحة خير عند ربك ثاب وخير آمل ويوما نسير الجبال وترى رضى بارزة وحشرنا فلم نوادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتم ونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم لن نجعل لكم موعداً وضع الكتاب فترى مجرمين مشفقين مما فيما يقولون وإذا تنمى لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها وجدوا معاملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً وإذ قلنا للملائكة اشتذوا لأدم فاسجدوا إلا إبريس كان من الجن ففسق عنا من ربها فتتخذون وذريتهم لها من ذليهم نكون عدو بيسا للظالمين بدلاً ما أشهدتم خلق السماوات وراضي على خلق أنفسي وما كنتم اتخذ المضلين أعضو ويوما يقولوا نادوا الشركة وراء المجرمون النار فضل أنهم واقعوا ولم يجدوا عنها مصرفة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدل وما منع الناس يؤمن إذ جاء المهدى ويستغفروا رضا من الله أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم من أذب قبولاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذلين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا من أضعوا ممن ذكر بآيات ربي فأعرضانها ونسي ما قدمت يداهم نجعلنا على قلوبهم مقيمة أن يفقوا في هذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يأتدوا إذن أبدى وربك لا فرض الرحمة لو يواخذوا بما كسبوا العجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعداً وتلك القرآن لكنهم لما ظلموا جعلنا لمهلكهم موعداً وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وهم ضياح حقوباً فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوثهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاواتنا غداءنا لقد لقين من سفرنا هذا نصاباً قال أرأيتي ذوينا إلى السخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره اتخذ سبيله في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصاً ووجد عبداً من عبادنا أتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قاله موسى لا اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشده قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خضر قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى وحدث لك منه ذكر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقت لتغرقها لها لقد جئت شيئاً لمر قال لم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر قال لا تؤخرني بما نسيت ولا ترحقني منها مني أسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاماً فقتل قال قتلت نفساً زكية من بعي نفسي لقد جئت شيئاً نكر قال لم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني مدرا فانطلق حتى إذا تيأهل قرية الاستطعمالها ثابة ويضيهما فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت علي أجر قال هذا فراق بيني وبينيك سأنبك بتاويني ما لن تستطيع علي صدرا أما سفينة فكانت لما سكين يعملون في البحر فأردت عن أيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصبات وأما الغلام فكان أبواهم منين فخشنا يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يؤذي لهما ربهما خيراً منه زكاة وأقراض رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت احتو كنز لهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ شدهم ويستخرجاك أنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك كاوين ما لم تستطيع عليه صدرا ويسألونك عن ذلك القرنين يقول سأكل عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وعتيناه من كل شيء سبباً فأتبعاً سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها التغرب في عين الحبيت ووجد عندها قوماً قلنا يا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن قال أما من ظلم فسوف نعذي وثم يرد إلى ربي فيعذب عذاباً نكر أما من آمن وعمل صالح فله جزاء من الحسن وسنقول له من أمرنا يصن ثم أتبع سباباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبر ثم أتبع سباباً حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقون قول قالوا يا هذا القرنين إنه أجوج ومأجود مفسدون في رضي فلنجعوا لك خرجنا لأن تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوتي أجعل بينكم وبينهم ردمان آتوني زوبار الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعلهم ناراً قال آتوني أفلغ عليه قطراً فما استعم أن يظهروا وما استطعوا له نقباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاً وكان وعد ربي حقاً ذلك جزائهم جهنم يما كفر واتخذ آياتي ورسوليه زوان بسم الله الرحمن الرحيم تافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يذنى ذا ربه ندان خفية قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعى الرأس شيباً ولم أكن بدعايك ربي شاقياً وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امراتي عاقراً فهب لي من لدنك وني يريثني ويريث منها ليعقوم واجعل ربي رضي يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقراً وقد بلغت من الكبر يأتي قال كذلك قال ربك وعلي يهين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيء قال ربي جعلني هيا قال آياتك لا تكلم الناس ثلاث ليالي سوية فخرج على قومي من المحراب وحنانا من لدن وزكاة وكانت قيا براً بواردي ولم يكن جباراً عاصيا وسلام علي يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا أذكر في كتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا فاتخذت من دونهم حجاما فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من كي كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لي أهب لك غلاماً زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن باغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منه وكانهم عن مقضية فحملت فانتبذت به مثاناً قاصيا فاجعها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسيا فندأ من تحتها لا تحزني قد جعلها ربك تحتك ساريا وهزينك بجذع النخلة تساقط عليك نطباً جنيا فاكولي واشربي وقرني عينا فإما ترين من البشر يحداً بقول إني نذرت لرحمن صواً فلنكلم اليوم ما ينسيا فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً ثريا يا أفتهارون ما كان أبوك مرأسا ويومها كانت أمك بغية فأشارت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صابية قال إني عبد الله آتاني القتاب وجعلني نبي وجعلني مباركاً إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي أبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيى ذلك عيسى بن وريم قول الحق الذي فيه يمفر ما كان إلا أنه يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول لكم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويلوا الذين كفروا من مشهر يوم عظيم أسمع بهم وأفسر يوم ياتوننا لكن الظالمون ذليم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرهم في غفلة وهم لا يمنوننا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً عبياً إذ قال ليابي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يوصي ولا يوني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني عندك صراطاً سوياً يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصياً يا أبتي إني خاف ويمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأي لم تنتهي لا أرجم أنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحثية بدعاء ربي شقياً فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وياقوب وكلاً جعلنا نبياً وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له مساء صدق عالية واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً وناديناهم جانب الطول الأيمن وقربناه نجياً وهبنا له من رحمتنا خوهارون نبياً واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يعبر عنه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدق النبي ورفعناه مكاناً عالية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من برية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن برية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتمينا إذا تتعلي ما يات الرحمن خروا سجداً وبكياً فخلظاً بعدهم خلفنا ضعوا الصلاة واتبعوا الشواتف سوف يلقون غياً إلى من تاب وآمن وعمل صالح فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً تلك الجنة التي نولث من عبادنا من كانت تقي وما نتنزل إلا بها من ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات وعضي وما بينهما فاعبد واصطبئن لمبارتها التعلم لو سمي ويقول الإنسان وإذا مامتلا سوف أخرجوا حياً أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً فوربك لنحشر أنهم الشياطين ثم لنحضر أنهم حول جهنم ثم لننزل أنهم من كل شيئاً أيهم شدوا على الرحمن اعتيا ثم لنحن أعلىهم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم الأبارد وكان على ربك حتماً مقضية ثم ننجي نذين التقو ونذر الظالمين فيها جثية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير وقاموا أحسن نذية وكما أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن آثاث ورية والمكان في الضلالة فليمدد له الرحمن حتى إذا رأوا ما يعدنهم من عذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكان وأضعف جندا ويزيد الله الذي نهتده ذو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تينما لو ولدا الطلع الغيبة ماتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكثو ما يقول ونمد له من العذاب مد ونريثوه ما يقول ويأتين فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم حزا كلا سيكفرون بعبارة ما يكونون عليهم ضد ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يتأوزوا مزة فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد ونسوق المجرمين إلى جهنم وإذا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذ تكاد السماوات يتفطر من وتنشق العرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده كل من في السماوات ولضي الله الرحمن عبد لقد أحصاهم وعدهم الدان وكل ماته يوم القيامة فرد إن الذين أهمنوا وعملوا صالحا سيجعل لهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بي المتقين وتنمر به قوم اللد وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكزا بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش سوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثر وإنتجر من القول فإنه يعلم السر واخلى الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسن ولا تكى حديث موسى إذراء نارا فقال لأهنهم كتو إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس نواجد على النار فلما تهنوذي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس وإن أخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري إن الساعة تأتيتنا كانت أخفية لتتزاكل نفس مما تشعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتباهواه فتردى وما تلق بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكى عليها وهش بها على غلمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فألقاها فإذا هي حية تسعى قال أخذها ولا تخف سنعيد وسيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنوريك من آياتنا خبرى اذهب إلى فرون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمني واحلو عقدة من لساني يقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به يزي واشيكه في أمني فأحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ به في الدابوت فأقذ به في اليم فللقي اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليني إذ تمشي أختك فتقول ألا دلكم على من يكفل فراجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبهت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذهبا تواقوك بآياتي ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لا له يتذكر ويخشى قالا ربنا إننا نخاف وأن يفرط علينا أو أن يطاب قال لا تخاف إنني معكم أسمع وراء فأتيها وفقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد وحي لنا أن العذاب على من كدبت ولقال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون أولى قال إن ما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مادا وسلك لكم فيها سبول وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كل غرع ونعمكم إن في ذلك لا آيات لوننها منها خلقناكم وفيها نؤهدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك معيدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى قال معيدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس رحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم تقر لهم سوي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيوسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازل الله بينهما سروا النجوة قال وإن هادان إلى ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم والمثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتو سطا وقد أفلح ليهم من استعناق قال يا موسى ما تلقي وإن أنكن أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليهم من سحر من أن تسعف فأجلس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقفل لك أن تلعلى فالق ما في أمينك تلقى بما صنع وإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حتى تفوقي السحرة السجدان قال وآمنا برب هارون وموسى قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سحفة لو قطعنا أيديكم واردو لكم الخلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النقل ولا تعلمون أن ينشدوا عذابا وأبقى قال لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقاف لما أنتقى إنما تقضع من حياة الدنيا إنا أمننا بربنا ليغفرنا خطايانا وما أكرهتنا عليهم من السحر والله خير وابقى إنه من يأتي ربهم جما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمننا قد أعمل الصالحة فأولاك لهم الدرجات على الجنة تعد تجري من تحت لنهار وخالدنا فيها وذلك الجزاء ومن تذكى فلقد أوحينا إلى موسى ناسر بعبادي فاضرب لهم طريقا بالبحرية ويسأل أتخاف دركا ولا تخشف أتباعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمين ما غشيهم وأضل فرعون قوما وما هدا يا بني إسرائي لقد أنجئناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم من نوسل وقلو من طيبات ما رزقناكم ولا تطوفي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد آوى وإني لغطار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال لهم أولئي على ثاني وعجلتوا إليك ربي لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضل لهم السامري فرجع موسى إلى قومي ربانا أسفا قال يا قومي لم يعيدكم ربكم عبد الحسن فطال عليكم العزو ومرت من يحل عليكم غضب من ربكم وأخلفتم مععيد قالوا وأخلفنا مععيدكم وما كذا ولكن نحملنا وزارا من زينة القوم فقدفنا فكذلك فأخرج لهم جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فلا يرون أن لا يرجع إليهم قول ولا يبلك لهم ضر ولا نفى ولقد قال لهم هارون من قلبي قوم إنما فتنتم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيه أمري قالوا لن نبرح علي عكبنا حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما مناك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فأصيتمني قال يا ابنى أم لا تأخذ من حيتي ولا جراسي إني خجيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما قطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قضة من الثن الرسول فأنبت وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مستس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إله الذي ظلت علي فلا نحرق وثم لا ننسب وفي اليمنس فإنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سيع كل شيء إما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سابق وقد آثينك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحلو يوم القيامة وزرى خالدنا فيه وسأله يوم القيامة حملة يوم ينفق في الصور ونحشون مجرمين يوم يذين زرقية تخافتون بينهم إن لبثت من العشرة نحن وعلى ومما يقولون إذ يقول أمتلون طريقة إن لبثت من الله يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذا رهقا صفصفا لا ترى فيها يوجب ولا أمت يوم إذ يتبعون الداعي لا يوجب وخشعة الأصوات الرحمن فلا تسمعوا إلا همزا يوم إذ لا تنفع الشفاة إلا من آذن له الرحمن وراضي له قول يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون به علم وعانت الوجو للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هضم وكذلك أنزلنا قرآن العربي وصرفنا فيه من الوعي ذي لعلهم يتقون أو يحديث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحمق الرب زدني علم ولقد أعدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لا وعدنا ويقضنا إلى ملائكة استذروا يا آدم فسجدوا إلا إبنيس آباء فقلنا يا آدم إن هذا أعدم ولك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تدعى فيها ولا تعرى وأنك لا تنمى فيها ولا تضحف واسوس إليه شيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخد وملك لا يبلف أكل منها فبلت لهما سواتوا ورتفق يغصباني عليهم ورقهم جنة وعصى آدم وربهم فقوى ثم اشتباه وربهم فتابع عليهم وهذا قال اهبق منها جميعا معضكم لبعض عدو فإما يأتي لكم مني هدى فمن اتبع وداية فلا يضل ولا يشقى وما نعرض عن ذكنك فإن لهم عيشة ونحشره يوم قيامة قال رب لي محشرتا وقد كنت بصير قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنز وكذلك نزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربك ولا عذاب لأخرة يشد وعبقى أفلم يهدي لهم كما لك قبلهم يقولون يبجون في مساكين مننا في ذلك لا آيات ليلنها ولولا كلمة سبقت من ربك لك نزام واجل ومسمى تصدر على ما يقولون وسبح لحمد ربك قبل طلع الشمش وقبل وروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار إلى علاقة الله ولا تمدنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من أمزارة الحياة الدنيا لنفتنا فيها ورزق ربك خير هو أبقى وامر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآيات من ربك ولم تأتين بينكم ما في الصحاب الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقام ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلتبع آياتكم من قبل النبي لو نخذقوا الكل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اخترب للناس حسابهم وفي غفلتهم وريض آياتهم من ذكرهم من ربهم محدثين لا استمعوهم يرعبوا الله قال رب يعلم القول في السماء وربيه السمير بل قالوا أضغطوا أحلام بل افتراهم بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسلنا الأول ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم لسنا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم وعرف أنجيناهم ومن نشأوا أهلك لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكروكم فلا تعقلوكم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما حسوا سنائدهم منها يرقضون لا ترقضوا وارجوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألوا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماوى والأرض وما بينهما لعبين لو أردنا أن نتخذ له ومن عنده لا يستكبرون على عبادة ولا يستحسرون يسبحون ليلة والنهار لا يفترون متخذوا آلهة من الأرض هم ينشيرون لو كان فيهما آلهة إن الله لا فسدت فسبحان الله رب العشر عما يصف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هم يتخذوا من دونه آلهة كلها تبرهانكم هذا ذكر وما يذكر من قبل بل أكثر لا يعلمون الحق فهم معلون وما أرسلنا من قبلك من رسول الله لا نحيي لي أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولا دا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلوا ما بين يدهم وما خلفهم ولا يشعون إلا لمن ارتضعهم من خشرتهم وشفقون ومن يقول منه مني إله من دوني فذلك ندزه جهنم كذلك ندزي الظالمين ولم يرى الذين كفروا أن السماوات وعرض كانت أرد قنفا فاتقناه ووجعلنا من الماء الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فيه فلك يسمح وما جعلنا لبشر من قبلك القد فإم التفهم الخالدون كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشري والخير فالتتوى إلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوان أهذا الذي يذكر وآلهتكمهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكما يأتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا العدو إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النأر ولا عن ظهورهم ولا هم ينصر بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزب رسل من قبلك فحاق بالذين سخلوا منهم مما كانوا به يستهزهم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضا أم لهم آلهة تمنعهم من دونه لا يستطيعون نصر أفسهم ولا هم منا يصحبون فالمتعن هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أننا تلظرنا القصى من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمعوا الصم الدعاء إذا لا ينذرون ولئن بستم نبحثم من عذاب ربك لا يقولنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضعهم موازينا قصة اليوم القيامة فلا أطلعهم نفسه شيئا وإن كان متقال حبة من خرد يأتينا بها وكفى بنا حاسم ولقد أتينا مساهرنا فقال وضياءه ذكرى للمتقين الذين يخشلون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وعذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له ممكرون ولقد أتينا إبراهيم ورشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقويم هذه التماثيل التي أنتم لها عاتب قال وجدنا آباءنا لها عابد قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق من أنتم من اللاعبين قال بردكم رب السماوات ونغضي الذي فطرهن ونعلى ذلك من الشاهدين وكالله الأكيد أن أصلابكم بعد أن تؤلوا مدبين فجعلهم جذاذا لكبيرا لهم لعلهم لن يرجعوا قالوا من فعل هذا من آلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكروا قالوا إبراهيم قالوا فأتو به على عيون الناس وعلى من شهدوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقوا فرجعوا إلى أنفسهم فلا تعقلوا قالوا حرقوا ونصروا آلياتكم من كدفاني قل يا نار كوني بردوا سلامنا على إبراهيم ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسر ونرجعناه ونوطن الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقومنا فيلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأملنا وحينا إليهم فعلوا خيرات وإقاموا صلاة وعيتها زكاة وكانوا لنا عابدين ونوطن آتينا حكم وعلم ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائط إنهم كانوا قوم سوئ فأغرقناهم أجمع وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكل ناتين حكم وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبحناه الطير وكنا فاعين معلمناه صنعة تلبوس لكم لتحسينكم من بأسكم فالأنتم شاكرون ولي سليمان لحاص فتنتجي بأمره الأرض التي باركنا فيه وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يوصونا له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له الحافظين وأيها إذ نادى ربه أني بسني الضغو وأنت أرحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ظلواتين وآله ومثلهم معهم رحمة من عمنا وذكرى العابد وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصالح وادخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنني الذاب ومغادم فظلنا أن لن نقلع عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظليم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الممريم وزاكري إذ نادى ربه ورب لا تذرني فقدوانت خير فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في خيرات ويدعونا رغبا ورغبا وكانوا نقاشئ والتي أحصلت فانا فخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها عائفا للعالمين هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمهم بينهم كل لين راجعوا فمن يعمل من الصائحة وهم ومن فلا كفران لسانه وإن له كاتبون وحرامنا لقريتنا أهلكنا أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوجوا وما أجوجهم من كل حدد ينسنوا واقترب الواعد الحق فإذا هي شخصة الأبصال الذين كفروا وإلىنا قاد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصاب جهنم أنتم لا أوارد لو كان أولئي آلية ما هو أردوها وكل فيها خالد لهم فيها زفير وهم فيها لا يسعون أن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبادون لا يسمعون حسسهم في مشتاة أنفسهم خالد لا يحزنهم الفزع الأكثر وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم ترعدون يوما نطل السماك طي السجل للكتب كابا وذأناه ولقد نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبون من بعد ذكر أن الأرض يارث عبادي الصالح أن في هذا البلاغ لقومنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالم قل إنما يحيي لي أنما إلهكم إله واحد فألأنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على السواء وإن أدري أقريب ونبعيد ما تعانو وإعلم الجهر من القول يعلم ما تكذون ويندري لعله في التترون لكم المتاعون لحين قال ربي حكم بالحق وربنا الرحمن ومستهان وعلى ما تصيفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء ونظيم يوم ترونها تذنوا كل مرضيعة عما رضعت وتضع كل ذات حول الحملها وترى الناس سقار وما هم بسقار ولكنها عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير عنه ويتبع كل شيطان من يدكتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويديه العذاب السعير أيها الناس كنتم في رأي من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من نطوة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينكم ونقر في الأرحاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل ثم من تبغوه ونشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرضا للعمر لكي لا يعلم من بعد علمي من شيئا وترى العرض عاملة فإذا أنزلنا علي ما أهتزت وربت وأنبتت من كل زوجي بهيجة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تأتيت لا ريب فيه وأن الله يبعث من في قبر من الناس من يجادل في الله وعليه وله ذو ولا كتاب من مذير فأني عدقيني يضل عن السبعين إلا له في الدنيا فزو ونذيق يوم القيامة عذب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظل من لعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير وإن أصابته فتة انقلب على وجه خشرة الدنيا ولأخر ذلك هو الخشرة المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال وبعد يدعو لمن ضره أقراب من نفع بئس المولى ولا بئس العشية إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل صالحة جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعله ما يريد من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب ذن للسماع ثم ليقطع فليمضر وليذهب لكيده ما يغيض فذلك أنزل له آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين آدوا الصابعين والنصارى والمجوس والذين عشقوا إن الله يرسل بينهم ومن قيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الرضي والشمس والقبر والندم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا أن خصمان اختصوا في ربي فالذين كفروا قطعاً فيهم من أن يصبوا من طلق روسهم والحمي وسهروا بهما في فطول والجلود ولهم قامهم من حنيد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيد فيها وذوق وعذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحة جنات تجري من تحت الأنهار ويحلون فيها من أساغر من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسي الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاتل وفيه والباد ومن يريد فيه بالحادم بظلم وذوق من عذاب وإذ بغوأنا لإبراهيم ومكان البيت أن لا تشرك بشي وطهر بيتها للطائفين والقائمين والركع والسجود وعد في الناس بالحج يتوقي الرجال وعلى كل ضعم نياتنا من كل فجر عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفطير ثم ليقبوت فتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت لأعتقل ذلك ومن يعظم حرومات فهو خير له وعند ربه وحلت لكم لنا وإلا ما يتلع عليكم فاجتنب برج ثمين أو ثاني واجتنبوا قولة الزغط فنفى لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقفه الطيب أو تهوي به الرح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يقوم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمت جعلنا منسقا يذكر اسم الله على ما رزق من بايمتنا نعفى إلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بالصابرين على ما صابهم ومقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفق والبد جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها الصواف فإذا واجبت جنوب فاكلوا منها وعطهم القانع وعطهم وترك ذلك سخرنا لكم لعلكم تشكون لين ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقع منكم كذلك سخرها لكم وتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمانوا إن الله لا يحب كل خوال كفر وذن الذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصر المقادير الذين أخرجوا من دياني بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم وبعضا له اذبت صوامع وبيع وصلاوات ومساجد فوفي أسم الله الكثير هو لا ينصر من الله من ينصر إن الله لا قوي عزيز الذين يمكننا في رضي قاموا الصلاة والزكاة وامروا بمعروفنا وعن المنكر ولله عاقمة الأمر ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد واتمود وقوم إبراهيم وقوم نتو أصحاب المدينة وقدم موسى فأمليتوا لكافينا ثم أقدم فكيف كاننا نكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي خاوية على عرشها بئر معطلة وقصر مشيد فلم يسيروا في الرضي فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذانوا يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدر فيستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كان في سنة لما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخطوها وإليها مصر قل يا أيها الناس وإنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا صالحة ومغفرة ورزق الكريم ولذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يوقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم ليجعل ما يوقي الشيطان فتة الذين في قلوبهم مرضوا القاسية قلوب وما إن الظالمين لفي شقاق بعيد يوم عقيم الملك يومين إلا يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وما تلا يرزق أنهم الله رزقا حسنا وإن الله أخيره ورازق هيدخل النام ودخلا يرضون وإن الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به ثم بغي علي لينصوا أنه الله العفو ورفو ذلك بأن الله يريد ليلة في النهار ويرج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونا من دونه هو الباطل وأن الله هو العني وكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفتسوح الأرض مخضرة إن الله لطيف الخبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ورفوك التجري في البحر بأمني ويمسك السماء تقع الأرض بإذن الله والله بالناس لرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم ينحكم من الإنسان لكفر لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكم فلا ينازعنك في الأمن ودعو إلى ربك إنك لا على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله علىهم بما تعمل الله يحق بينكم بما في قيامة فيما كنت فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ورض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزم به سلطانه وما ليس لهم بعلمه وما للظالمين من نص ويداتك عليما ياتون بينات تعرفه وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتون عليما ياتين قل فأنبئكم بشر من ذلك والنار وعد الله الذين كفروا بإسهل مصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لأن الذين تدعون من دون الله لن يخرقوا ذبابه ولو اجتمعوا لها ويسرموا ذباب شيء لا يستنخذه من بعث الطالب والمطر ما قدر الله حق قدر إن الله لا قوي عزيز الله يستطفي من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميعهم بصير يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وإن الله ترجعوا لهم يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم أفعالوا خيالا عليكم تفرحون وجاهدوا في الله حق جياده واجتباكوا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسمأكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا صلاة وعاتوا زكاة كما تصيبوا بله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن الله يمعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكت أيمان فإنهم غيروا مالومين فمن ابتعورى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم رعون والذين هم على الصلوات محافظون أولئك هم الوارثون الذين يلثون فيه الدوسة هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مهنطهم ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغط عظاما فكسبنا العظام الأحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله وحسن الخالق ثم أنكم بعد ذلك لميت ثم أنكم يوم القيامة تبعاثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخف غافي وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في رضي وأن على ذهاب به نقادل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكل كثيرة ومنها تأكونون وشجرة تخرج من قرسين تنبط بالدهن والصبغ للآكل وإن لكم في الأنعم العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكونون وعليها وعلى الخف تحمل ولقد رسلنا نحن لقضي فقال يا قم عود الله ما لكم إليه وأفلا لا تتقن فقال الملأ الذين كفروا وميما هذا إلا بشر مثقوا يدعي تفضل عليكم إن شاء الله ولا أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبا إذن أولين هو إلا رجل به جنة فتا رب صوبي حتى حين قال رب صلي بما كذب فأحينا إليه نصنع الترك بأعيوننا وحينا فإذا جاء أمرنا فأردت النفص فيها من كل زوجين اثنين أهلك إلا من سبق عليه قولوا منهم ولا تقاطب لهم الذين ظلموا إنهم مورقون فإذا استعيت أنت ومن معك فقال الحمد لله الذين أجعنا من القوم الظالمين وقل رب ينزلني منزل مبارك وأن تحين المنزل إن في ذلك لا يأتي وإن كنا لمبتلين ثم إن شاءنا من بعدهم قرن آخرين فأرسل فيهم رسولا منه ويعبدوا الله ما لكم من إلهي وأفلا تتقون وقالنا لهم قبل الذين كفروا وكذبوا لقاء إلى آخر أصرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشغوا مما تشغرون وإلا أطعتم بشر ربثكم إنكم لخاصلون أي عيدكم أنكم إذا ميتم وكنتم حرابا وعظاما أنكم مفرقون هياة هياة لما تعانون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذب وما نحن له بمؤمن قال رب نصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناه وثاعف بعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعد قرون ناطرين ما تسبق من أمة أجلى وما يستخدم ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضهم وجعلناهما حدث فبعدا لقوم لا يؤمن ثم أرسلنا موسى واخاوه وارونا بعياتنا وسلطان مبنين فرعون وملاي فاستكبر وكانوا قومنا آني فقالوا ونؤمنوا لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابد فكذبوهما فكانوا من المهلك ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدوا وجعلنا ابن مريا وأمه آية أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطوا أمرهم بينهم الزبور كل حزبين بما لديهم فرح فذرهم في غمراتهم حتى حين أحسبون أن ما نمدهم به من مالهم وبني لنسارع لهم في خيرات بل لا يشعرون الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم ويون والذين هم بربهم لا يشفون والذين يؤتون ماتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في خيراتهم لا سابق ولا نكلف نفسه لو سعوا لدينا كتاب ينطقوا بالحق وهم لا يظلموا فالقلوبهم في غمراتهم من هذا ولهم أعمالون من دون ذلك هم لا عامون حتى إذا أخذنا مطرفين بالعذاب إذا هم يرجعون لا تجأروا اليوم إنكم مننا لا تنصروا قد كانت آياتي تتعليكم فكنتم علاقة بكم تنكسوا مستكبرنا به سامران تهجم أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ألم يتياباهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم له مكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كاره ولو اتبعوا الحق أهوأهم لفسدت السماوات وعضوا من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراجوا ربك خير وهو خير رازق وإنك لا تدعو من صراط المستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكم ولو رحمناهم وكشفنا ما بين من ضر للج في طغيان معمهم ولقد أخذناهم من العذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب من شرين إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشى لكم السماء والأبصار ولفد تقليل ما تشكرون وهو الذي ذاركم في الأرض وليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنار فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأول قالوا إذا مثل وكنا ترابا وعيظامنا إنا لمبعوثون فقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساطر الأول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تفترون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقل قل من بيده ملكت كل شيء وهو يجير ولا يجعر عليهم كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أعطيناهم بالحق وإنهم لكاذب ما اتخذ الله من ولدي وما كان معهم من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض من بعض سبحان الله عما يصيقون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشيقون قل رب إما تريني ما يعدون الظالمين وإن على النري كما نعيدهم لقادر ودفع باللتي أحسن السيئة نحن علىه بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همهزات الشياط وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجع لعلي أعمل صالحا فيما ترك فإذا نفخ في الصون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل فمن تقلت موازين فأولئك المفح ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد تلفح وجوههم والنارهم في أكارهم ألم تكن آياتي تتعليكم فكنتم بها تكذبوا قالوا ربنا غلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضاهل لربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون قال أخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباني يقولون ربنا عاملنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيروا الراحمين فاتخذتمهم سيخيا حتى أنساكم ذكر وكنتم منهم تضحكم إني جزيتهم اليوم بما صبر أنهم الفائز قال لكم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثوا أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إلى أن آخر لا برهانا لودي فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفعل كافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا وفرضنا وأنزلنا فيها آيات بينات لا لكم تذكرون الزانية والزان فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به ما رفضوا في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزان لا ينكحوا إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحوا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوا الثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تأبوا من بالذلك وأصلحوا فإن الله أفر رحيم والذين يرمون أزواجا ولن يكن لهم شهداء إلا أنفس فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادق والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنه العذب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادق ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بني إذ كم عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل بلئئ منهم مما اكتسوا من اليتم الذي تولى كبروا منه ولو أعذى من عظيم لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا يفكم مبين لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإذ لم يأتم بالشهداء فأولئك إن الله هم الكاذب ولولا فضل الله عليكم ورحمة في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إتلقانوا بألسنتكم وتقولون بأفوايكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك عذاب ورثان عظيم يعيضكم الله أن تعرضوني مثلي أبدا كنتم مني وبينوا الله لكم الآياتي من الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا وما ذابنا ليون في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يمر بالبحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة وما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع ونعليم ولا يعتريون الفضل بكم وسعى أن يؤتوا من القربة والمساكين والمهاجين وليعفوا ليصفوا ولا تحبون يغفر الله لكم الله وفهر رحيم من الذين يرمون المحصنات الغافلات الممناتين لعينوا في الدنيا والآخرة وعلى هم عذاب العظيم يوم تشهد عليهم ألسناكم وإيديهم ورجلهم بما كانوا يأمنون يوم أيدي وفيهم الله ودينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق مبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولايكم وبرعون وما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيروا بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على آله ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤدانا لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا وأزكى لكم الله بما تعملون عليهم إيسا عليكم جراحا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعوا لكم الله يعلى ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك يزكى له من الله خبير بما يصنع وقل للمؤمنين يغضد من أبصارهم ويحفظن فروجهم ولا يبدين زينتهم إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو أبناءهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو لسائن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولين الإنوبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأردلهن ولم ما يغفل من زينة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرهن وأنتح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماكم يكونوا فوق رائعونه الله الفضل والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون لك عن حتى يغنيهم الله الفضل والذين يبتغون الكتابا مما ملكت أيمانكم فكاتبوا من علم تبهيهم خيرا وآتؤهم بما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاية رد تحسن عتبت وعرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله بعد إكرهن أغفر رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خرأوا من قبله ومعظة لمتقن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصرع المصباح في زجاجها زجاجت كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه ويسبح الأطياء بالغدو ولا صالي رجال رجال لا تليم تجارة ولا بيون عندك لله يقام الصلاة وعيطاء الزكاة أخافني ومن تتقلوا فيه قلوب والأبصال يجزيهم الله وحسن ما عمل ويزيدهم من فضلي والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا عمالهم كسروا بمقيعة يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوفاه الحساب والله سنيه الحساب أوكى ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه صحاب ظلمات بعضوا فوق بعضا إذا أخرج يد ولم يقديراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور لم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والدوء والأرض والله مصيرا لانترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه وثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيه بمن يشاء ويصره ومن يشاء كادسان برق يذهب من الأبصر يقلب الله الليل والنار إن في ذلك العبر تنجل للأبصر والله خرق كل دابة مما يفى من من هم يمشى على برقه ومن من يمشع على رجلين ومن من يمشع على أربع يخرق الله ما يشاه إن الله على كل شيء قدير قد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاه إلى صراط المستقيم ويقولنا آمنا بالله وبالرسل وأطعنا ثم يتعل فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسول يحقوا بينهم إذا فريق منهم معرض وإيا كلهم الحقيات إليهم ودعنا فيقول ذي مرضنا المرتاب ومخافنا يحيف الله عليهم ورسول بل أولئك هم الظالمون لما كان قول الممين إذا دعوا إلى الله ورسول يحقوا بينهم ويقولوا سمعنا وطعنا وولئك هم المفلح ومن يطع الله ورسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أقسموا بالله جاد أيمان ولئين أمرتهم لا يخرجون قل لا تكسم طاعة معروفة إن الله خبير مما تعملون قل أطيعوا الله واطعوا الرسول فإنت ولو فإنما عليهم أحمل وعليكم ما أحملتم وإن تطيعوا وتهتدوا وما على الرسول إلا البلاو الممين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحات لا يستخلفنهم في العرض كما استخلف الذين من قبل ولو يمكنن لهم دينهم الذين اتضالهم ولو يبدننهم من بعد خوفهم أمن يعبدون إن لا يشكون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة واطعوا الرسول وعلكم ترحموا لا تحسبن الذين كفروا معجزنا في راضي ومأواهم والنار ولبيس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة فجل وحين تضعون الثيابكم من الضاهنة ومأني صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعد كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم الحكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنكم ما استاذن الذين من قبل كذلك يبين الله لكم آيات والله عليهم الحكيم والقواعد من النسائلات لا يرجون نكع فليس عليهم الجناح أن يضعنا في أبونا غير متبرجات بزينة وليستعففنا خير الله إنه الله سمعناني ليس على الأعمى حرج ولا على العراج حرج ولا على مريد حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت أمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخواركم وبيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا وأشتاعتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من intelهي مباركة طيب كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا ما هو لامن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون الذين يستأذنون لك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا كلبعض شأن فأذن لمن شئتها منه واستغفر لهم الله إن الله أفضل رحيم لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعد قد يعلم الله الذين يتسلمون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون ونمري أن تصيبون فتتنا ويصيبون ماذا من عليم لا إن لله ما في السماوات والرضي قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عاملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرآن على عبد ليكون العالمي نذيرا الذي له ملك السماوات والرضي ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تخذيرا واتخذوا من دوني آليا لا يخلقون شيء وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم بر ولا نفى ولا يملكون موت ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا يفكن افتراه وعانوا عليه قومنا أخر فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطين الأولين اكتتبا فيتم عليهم تثواصينا ولنزله الذي يعلم السر في السماوات والرضي النو كان أفر الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يقول قاما يمشي في الأسفاق لولا أنزل إليه ملك فيكون ماه نذيرا أو يوقع إليه كنزا أو تكون لهم جنة يأكل منه وقال الظالمون أن تتبعون إلى رجل المسموع انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل تبارك الذي إن شاء جعلك حيرا من ذلك جنات تجري من تحت لها ويجعلك بسورة بل كذب الساعة واعتذ لمن كذب الساعة الساعة إذا رأتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفرا فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرا يدعوا هناك ثمورا لا تدعوا ليهم ثمورا واحدا ودعوا ثمورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة خلد؟ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءنا خالدنا كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشروا وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم اضلتم بعد هؤلاء يمنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخل من دونك من أولياء ولكن ما اتعتموا أباهم حتى نتفذ ذكر وكانوا قوموا برب وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفوا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعم ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتة تنتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقالنا لولا أنزل علينا الملائكة ونرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم مع تعوى ثوى كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وأقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا من فراص حاب الجنة يومين خيروا مستقروا وأحسانوا مقينة ويوم تشققوا سماعوا بالغماب ونزل الملائكة تنزيل الملك يومين الحق للرحمن وكان يوما على الكافر مع سيرا ويومين عبد الظالم على يديه قلوا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم تخفوا لا نخذين لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان الإنسان خذول وقال الرسول يا ربي أنقم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل أبينا عدوى من المجرمين وكفى من ربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ينثبت به فعدك وردتلنا وترتيلا ولا يأتونك بمثل نجئناك بالحق وحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوه من الجنة وليك شروا مكانا وظلوا سبيلا ولقد أتينا موسى القتاب وجعلنا ما هو خوارونا وزيرا وقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوما وحي لما كذب رسول أغرقناهم ودعناهم للناس آية وعتدنا للظالمين أذبا منيما وعدوة ودو أصحاب رصي وقورونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا انتبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي انطرت ما ترصوا فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشر وإدارة وكأن يتخذونك إلا هزونا هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد لا يضلون على آلهة الأولى أن صبرنا عليه وسوف يعلمنا حين يرون العذاب من ضلوا سبيلا فرأيت من اتخذ إلها هو ووفا أنت تكونوا علي وقيل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هما ضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدد لله ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذينا ثم قبضا إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهر نشورا وهو الذي أرسل ليحبشا بينه ذي رحمتي وأنزلنا من السماء ماء طهر لنحيى به بلدة ميتا ونسقيا مما خلقنا العاما وناسيا كثيرا ولقد صربناه بينهم ليذكروا فأباكروا الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدوا به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين أذعت بوفرات وهذا من حنجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظهيرا وما أرسلنا كله بشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء يتخذ إلى ربي سبيلا والتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بهامدي وكفى به بذنه بإباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيلهم السدل الرحمن قالوا وما الرحمن ما نسد لما تأمرنا وزادهم محورا كدارك الذي جعل في السماوات برجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل والنار خلفة لمن أراد يذكر وراد شكورا وعباد الرحمن الذين أمشئون على الأرض هنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابا كان ورغم إننا ساعت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسروا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون ما الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقاتا من يضعفه والعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولاكم يبدى الله سيئاتهم حسناتهم وكان الله أفضل رحيم ومن تاب وعمل صالح فإنه يتوب إلى الله ما تاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله يمروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا على يصموا وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إمام أولئك واجزونا الغرفة مما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما فالدين فيها حسنة مستقروا ومقاما قل ما يعبى بكم ربي لو لا دعاكم فقد كذبتم فسعوا فيكونوا لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقي عن نفسك أن لا يكونوا مؤمنين شاء ننزل عليهم من السماي آية فظلت أعناقهم لأخاذهم وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث لكانوا عنهم معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزن ولم يروا إلى أرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لا آية وما كان أتكرم من وإن ربك له والعزيز الرحيم إذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قام فرعون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق الصدر ولا ينطلق لسان فأرسل إلى هارون ولهم علي يدم فأخاف ويقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيها فرعون فقل إنا رسول رب العالم أنصي المعنى بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليد ولبث فينا من عمورك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكاثرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرطت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكم وجعلني من المرسل وتلك نعمة تمنها علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات العوض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغر وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لا إن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسلونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادق فألقى عصر فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء بالناظر قال للملأي حوله إن هذا لساحرون عن مرد وأن يخرجكم من ناظركم بسحر فماذا تمرون قالوا أرجه وآخوا وبعث في المدائن حاشرين يأتك بكل سحر العلي فجمع السحرة لمن قاتلهم معلوم وقيم الناس هل أنتم مجتمعون لعلن نتبعوا السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعونا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لا من المقربين قال لهم موسى القوما أنتم منقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعونا إننا لنحن الغالب فألقى موسى أصرهم فإذا هي تلقهما يافقون فألقي السحرة الساجدين قالوا وآمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال آمنتم لو قبلنا ذلكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلا سوف تعلمون لو قطعنا يديكم أرجو لكم من خناف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقليبون إنا نطمعوا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا مؤمنين وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متابعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشربة قليلون وإنهم لنا لغائض وإننا لجميع حاذب فأخرجناهم من جنات وعيون وكنز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشريقين فلما ترى الجمعين قال أصحاب موسى إننا لمدرقوا قال كلا إنما يا ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وعنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا يتم وما كان أكثر منه وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نباء إبراهيم إذ قال لي أبيه وقومي ما تعبدوا قالوا نعبدوا أسلامه فنظلوا لها عاكمين قال هل يسمعونكم يتدعون وينفعونكم وينظروا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدم فإنهم عدوني إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطيمني ويسقين فإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يوحين والذي أطمع ويغفرني خاطية يوم الدين رب أبلي حقا وألحقني بالصح وجعلني لسان سبق في الآخر وجعلني من ورثة جنة النعم وغفرني أبي إنه كان من الظالم ولا تخزني يوم من يبعثني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سنيم وعزرفت الجنة المتقيم وبرزت الجحيم لغاوين وقيلهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونك وينتصروا فكوب الكيب فيها هم الغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا هم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شارعين ولا صديق الحدي فلو أن لنا كرة فلكنا من الممين إن في ذلك لا يتوى وما كان أكثر الممينين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نحين المرسلين قالوا مخو محنا فاتقوا الله واطعوني وما أسألكم علي من أجيه أجيه إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطعون قالوا ونؤمن لك واتبعك نردلون قالوا وما علمي بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ما أنا بطارد الممينين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لا إن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح ونجيني ومن معي من الممين فأنجينا ومن معه في الفلك المشحن ثم أغرقنا بعد الماقين إن في ذلك الآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين قالوا مخهم هدونا لا تتقون إني لكم رسولنا أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم علي من أجيه من أجل إلا على رب عالمين فتبنون بكل ريناية تتعبثون وتتخذون مصانع على عالكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاذ عليكم عذاب يوم من أعظيم قالوا السواوى علينا أوعبت أم لم تكن من الوعيد إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلك نعمل في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لا والعزيز الرحيم كذب التمود المرسلين قال وقم صالحون لا تتقون إني لكم رسول آمين فاتقوا الله واطعون وما سألكم علي من جناجه إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جلات وعي وزرع ونخلين طلعوا هاضي وتلحطون من الجبال بيوتا من فارهين فاتقوا الله واطعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحوا قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر من مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لا شربوا ولكم شربوا يوم معلوم ولا تمسوا بسرهم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا يتوى وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم الوطن المرسلين قال ما خلق لكم ربكم من أزواركم بل أنتم قوم عادوا قال إن لم تنتهي يا نقل لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجي وأهلي مما يعمل فنجينا هو أهلا وأجمعين العجوزا في الغافلين ثم دمرنا الآخرين وانطرنا عليهم مطر فسامطر المنذرين إن في ذلك لا يتوى وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب لأيكة المسنين قال لهم شعيون لا تتقون إني لكم أصول آمين فاتقوا الله وعطيهم وما سألكم عليهم من أجناء إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعفوا بالعرض المفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين وإن عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا يتم وما كان أكثرهم ممين وإن ربك له العزيز الرحيم وإنه لا تنزيل رب العالمين نزل بها الروح لا من على قلبك لتكون من المندن بلسان عربي ممين وإنه لا في الزبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل ولو نزلناه إلى البعض العجمين فقرعوا عليهم ما كانوا بهم ومن كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الذين فيعتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجون فرأت إن متعناهم سرين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنع عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرأة إلا لها منذر ذكرى وما كنا ظالم وما تنزل في الشياط وما ينبغي له وما يستطيعون إنه ما نستعمل معزون فلا تدعوا مع الله إلى أن أخر فتكون من المعدم وأمن العاشرة فلقر بوقفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إن بريهم مما تعملون وتوكل على عزيز الرحيم الذي يراك حين تقم وتقلبك في الساجد إنه هو السميع العالم هل نبئكم على من تنزل الشياط إن تنزلوا على كل أفاك نظيم يلقون السماء أكثر كاذبون الشعراء ويتبعهم الغاون هلم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم الطاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالا فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدى الحكيم العليم إذ قال موسى لأهده أني أنستنا رساتكم منها بخبر أو آتكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاء هنودي أن برك من في النار ومن حوله وسبحان الله رب العالم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عاصاك فلما رأى هتهتزك أنه جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلمتهم أبدل حسنا بعد السوء فإني رفو رحم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضام غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجه حدوب واستيقلت أنفس انظر من وعلو فانظر كيف كان ناقبة المفسيدين ولقد داتينا داود وسليمان علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المبين وفارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ما انطق الطيل وهوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحوشيران سليمان جنوده من الجن والإنس والطيل فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النملي قالت نملة يا أيها النملي دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فتبسما ضاحكا من قولها وقال ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا فرضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين أو عذبا وعذابا شديد أو لا أتبحنه أو لا يأتيني بسلطان فما كتغيرا بعيد فقال أحضت بما لم تحط بوجئتك من سباء من بيغ إني وجدت مرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبى في السماوات والرضي يعلم ما تخفون وما تعلون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكارمين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولع عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك أفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جهى سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة ومصاهرون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أن أتك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن أتك بي قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلواني أشكر ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيلها هكذا عرشك قالت كأنه هو ووتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تعبد من ذو الله إنها كانت من قوم كثير قيل لها دخل الصرح لما رأت وحسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قواري قال طب إني ظلمت نفسي أسلامكم مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقوم صالحان نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجرون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وممن معك قال طائركم من ذلاء بل أن تلقهم من تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الغد ولا يصبحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهل وإننا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فنظر كيف كان عقبة مكرم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فأتلك بيوتم خاوية بما ظلم إن في ذلك لا يتم قومي يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن قال لقومي تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قال واخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا مراته وقدرناها من الغابين وانطرنا عليهم مطرا فساهم مطر المنذرين قولي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والعرض وأنزل لكم من السماع ما أنفع بثن بي حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلاهم الله بل هم قوم يعدل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا إلاهم الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشفوا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلاهم الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته إلاهم الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخطط ثم يعدوا ومن يرزقكم من السماء بإلا الله وما يشعون أيانا يبعثهم بل الدار كعلمون في الآخر بل هم في شك منا بل هم منها عامون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابوا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطين لونهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين والعساء يكون راضي فلكم بعض الذي تستعدل وإن ربك لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكر وإن ربك ليعلم ما تكن صدوره وما يعلنهم أما من غائبة في السماء وراضي الله في كتابه مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختره وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحقه وهو العزيز من عينهم فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبني وما أنت بهذه العمي عن ضلالة من تسمع الله من يؤل بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنوا ويوم نحشر من كل يمة فوج مما يكذل بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قالك الذبت بآياتي ولم تحيطوا بها علمنا ماذا كنتم تعملوا وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن أجعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار وصر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينطق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخل وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أفقنا كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تفزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حضم وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلوها القرآن ومن اهتدى فإنما يهتد لدفسي ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سأيريكم آياتي فتعرفون وما ربك بغافي عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لت عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمن إن فرعون على في الأرض وجعل أهنى شيئا يستضعف طائفة منهم نذبح أبنائهم ويستحي نساهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذي نستضعفه في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارث ونمكن لهم في الأرض وذنيا فرعون وهما نوى جنودهما منهم ما كانوا يحذرون أوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعله من المرسلين فالتقطوا الآل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن إن فرعون وهامن وجنودهما كانوا خاطئهم وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتنوا عسى أن ينفعنا أو نتخذوا ولدهم لا يشعرون أصبح فهدهم لموسى فارغا إن كادت لتبدي به لو لا أربطنا على قلبي لتكون من المؤمنين وقالت لي أختي قصي فبصرت بي عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم لأهل بيتي يكفلون ولكم هم له ناصح ورددناه إلى أمي كي تقرعينها ولا يتحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شد واستوى أتينا وحق وعلم وكذلك نجز محشرين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وعذا من عدو فاستغاته الذي من شيعتي على الذي من عدو فوكزه موسى فقضاري قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فأغفرني فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجدم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره من أمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما نرد أن يبطش بالذي هو عدو لهم وقال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الرض وما تريد أن تكون من المصح وجاء رجل من أقصى مدينة يسع قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصح فخرج من أخائي فيترقب قال رب نجني من القرن الظالمين ولما توجهت القامة مدينة قال عسى ربي أن يهديني السوا السمين ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس فقال ربي إني لما أنزلت إليه من خير من فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت النبي أدعوك ليزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تقف نجوتا من القوم الظالمين قالت إحداهما يا آبة تستأجرون إن خيرا من استأجرت القويل قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيف لما قضى موسى الأجل وسار بأهني آنس من جانب الطول نارا قال لي أنهم كثوا قال لي أنهم كثوا إني آنست نارا لعلي يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما تهنوا دي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام سإني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مدبر ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمن أسلك يدك في جيبك تقفل بيضاء من غير السوء واضمم إليك جناحك من الرب فذلك برهنان من ربك إلى فرعون وملائه إنه كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتنوا أخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبودك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحب محترى وما سمعنا بأهدى في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدالي إنه لا يفرح الظالمون وقال في العمي يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غير فأو قدري يا هامان على الطين فاجعلني صلحا لعلي أطلع إله موسى وإني لا أظن من الكاذبين واستكبروا هو جنود في الغضباء الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانبوك فكان عقمة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصر وما أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب ومن بعد ما أهلكنا قرون الأولى بصائر للناس يهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربية قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشهدين ولكن أنشانا قرون فتطاونا عليهم وما كنت ثاويا في أهل مدينة تأتي عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربية نادئنا ولكن رحمة من ربك لتنذرقا وما تأهم من نذنين من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة مما قدفت إذن فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الممين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى ولم يغفروا بما أتي موسى من قبل قالوا سحوان تواهر وقالوا إنا بكل كافر ورفأتوا بكتاب من أمن الله وأهدأ منهما أتبعوا كنتم صادقين فلم يستجيب لك فعلا منما يتبعون أهواءهم ومن أضل من من اتبعه ومن غير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعل من تذكروا الذين آتينهم الكتاب من قبلهم به يؤمن وإذا يتلع عليه قال وآمنا بي إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صاب ويدرون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا لغوة عربان وقالوا لنا أعمالون ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لأنك لا تحدي من أحذرت ولكن الله يهدي من يشاء وهو علىهم المهتن وقالوا إن اتبعوا الهدى معكنا تخطف من أرضنا ولا من مكي لهم حرما آمن يجبأ لي ثمراتك كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يرهم وكما لكنا من قرية بطرت معيشة فكما ساكنهم لم تسكن من بعد من لا قليل وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهنك القرى حتى يبعث في أمي رسوله يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهنك القرى إلا أهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء بمتاع الحياة الدنيا وزيناتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعتمون أثم وعدنا وعدا الحسنة ولقيك من متعنا ومتاع الحياة الدنيا ثم ويوم قيامة من المحضر ويوم ينادين فيقول وإن الشركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حقا ليهم وقالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم ينادين فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء ويومئذ فهم لا يتسهلون فأما من تبغى من عمل صالح فعسى أن يكون من المفتح وربك يأخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خياته سبحان الله وتعالى وما يشهيكم فربك يعلم ما تكون صدور وما يعننون وهو الله لا إله إلا وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم من جعل الله عليكم ليلة سرمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضيائنا فلا تسمعون ليلة سرمدن إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصن ومن رحمته جعلكم ليلة والنار تسكنوا في ولي تبتغون في الضوال عليكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا أتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان النقام ووسف بغى عليهم وآتينهم من الكنز ما إنما فاكحه لتنوا بالعصبة وللقوة إذ قال له قول لا تفح إن الله لا يحب الفريحين وابتغي فيما أتك الله والدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسينك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيت وعلى من هندي ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون لمن هو أشد من قوة وأكثر وجمعه ولا يسن عن دنوبهم المجرمون فخرج على قومي في زين اتقال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل موت يا قارون إنه لأبو حظ عظيم وقال لذين وتعلم ويلكم ثاب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يملك طاه إلا الصامر فخسفنا دي وبدالي الأرض فما كان له من فاته ينصره من دون الله وما كان من المنتصر وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لا خسف بنا ويكأنه لا يفرح كافرين تلك الدار والآخرة ونجعلها الذين لا يريدون أعلوهم في الأرض ولا فساد ولا عقمة ويمتق من جاء بالحسنة فلو خير منه ومن جاء بسيئة فلا يجزى الذين عملوا سيئة إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما أعدك الرب أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت تر ويوقع إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشيخين ولا تدعو ما الله إلى أن آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجه له الحق وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا أمنهم لا يفتنون ورقد فتن الذين من طبل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذمين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسفقون الساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لاتي وهو السميع العليم ومن جاهده فإنما يجاهد نفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحا لو كفرن عنهم سيئاتهم ونذي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون وصينا الإنسان في والديه حسنا وإن جاهدك لتشكب ما ليس لك بيهنهم فلا تطعهما إلي ومن الناس من يقول وأمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم وليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمن وليعلمن المنافق وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبينا ونحب خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذم وليحلون أفقالا وما أفقالا وما أفقالا وليسألنا يوم قيامة عما كانوا يفترون ولقد رسلنا نوحا إلى قومي فلبت فيما الفسرة إلى خمسين عاما فأخذهم القوفان وهم ظالم فأنجيناه وأصحاب السخينة واجعلناها آية للعالمين فإبراهيم إذ قال لقومي عبدوا الله واتقوه ذلك بخير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثالا وتخلقون إذ كان إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وعبده واشكروا له إليه ترجع وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على رسوله إلى البلاغ ومن أولا لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيدون ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئوا نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قد يعذيه من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم من معجدين في الأرض ولا في السماع وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيب والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمة وولئك لهم عذاب ذريم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوها وحرقوا فأنجاء الله من النار إنك ذلك الآيات لقومه يؤمنون وقال إنما التخت من دون الله أوثانا ما ودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم يوم القيامة يكفر بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من نصيب فأمن له نوت وقال إني مهاجئ إلى ربي إنه هو العزيز الحكم ووهبنا له إسحاق ويعقوم واجعلنا في ذريتي النبوة والكتاب وآتنا وأجراء في الدنيا وإنه في الأخرة من الصالحين ونطنب قال لقومي إنكم لتأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي كل منك فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا معذب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوط قالوا نحن علىه بمن فيها لننجي أنه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوط انسيئ بهم وضاق بهم برعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إلا منجوك وأهلك إلا امرأتك فكانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية نزم من السماع وما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقنون وإلى مدين أخاهم شعبا فقال يقوم اعبدوا الله واردوا اليوم وانا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعدوا وثمدوا وقد تبين لكم مساكنهم وزيد لهم الشيطان ومن فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وحرعون وهامان ولقد جاءهم موسى من البينات تستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاص ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسكنا بلعظ ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلم المثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثال العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أن الله يعلم ما يدعون من دوني من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات ونعظم الحق إن في ذلك الآية للمؤمنين واتل ما أحيي إليك من الكتاب وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذي كله أقفر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسر الذين ضلوا منهم وقلوا آمنا بالذي وانزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإحر ونحن الله مسلم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلوب من قبل من كتاب ولا تخطوا بأمينك إذا لارتاب المفبلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أتلعون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا له لا أنزل عليه آيات من رب قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذينهم مبين ولم يقف من أنزلنا إليك الكتاب يتعليمنا في ذلك الرحمة وذكر لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهدي على ما في السماوات والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله وولئك هم الخاطر ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتتهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنما لمحيطة بالكافر يوم يغشاهم العذاب من فوق ومن تحت عرضين ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فهيايا فعبدوا كل نفس دائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي عنهم من الجنة ورفا تجري من تحت رمهر وخالدين فيها نعماج العامل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحملوا رزق الله يرزقه وإياكم هو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات ونغضوا الله يبسط الرزق لمن يشاءه من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماع ما أنفى أحيى به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قولوا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الذين إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحياة وأن لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا فلفك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البريد هم يشكوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يروا وأن جعلنا حرما آمن ويتخطف الناس من حولهم أفب الباطل ومنون بنعمة الله يكفرون ومن أظم من افترع على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء ليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فإن لنهدي أنهم سوى لنا وإن الله لما مع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضي سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم هذي يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن إلى آخرتهم غافلون ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأعظم ما بينهم الله بالحق وعجلهم مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ولم ينسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قلل كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروا أكثر مما عمروا وجاءة مصر بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أنكذوا بآيات الله وكانوا بها يستهزم الله يدعوا الخلق ثم يعيد وثم إليه ترجع ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يقلهم من شركاء شفع وكانوا بشركاء كافر ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العدال يحبرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحند في السماوات والرد يعاشي وحين تظهرون يخرجوا الحيا من الميت ويخرجوا الميت من الحي ويحل أرض بعد موت وكذلك تخرجون ومن آياتي في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياتي خلق السماوات والرد واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياتي منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضلين في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياتي يريكم البقى خفوا وطموا وينزلوا من السماء ماء فيحيمي الأرض بعد موت وإن في ذلك لآيات لقوم يعقنون ومن آياتي أن تقوم السماو ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل الله قانتون وهو الذي يبدأ الحق ثم يعيده أهوان عليه وله المثل العالى في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاته ما رزق لكم فأنتم فيه سواء تخافون أو كخفتكم أنفسكم كذلك نفصل العيات لقومه يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر فأقم وجك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه والتقوى أقموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دين وما كانوا شيئا كل حزب بما لديهم فريحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليغفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلهم ما كانوا به يشركون وإذا أدقنا الناس رحمة فريحوا بها وينتصبهم سيئاتهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدم أن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون فأعتدى القربة حقا والمسكين وأبن السبيل ذلك خيروا الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحيكم هل من شركائكم من يفعلوا من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشيكم ظهر الفساد في البر والبحر وما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعضا الذي عاملوا العلم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكفار وهم مشركين فأقم وجهك للدين القيوم من قبل أياتي يوما لا مرد له من الله يوما يذي الصدى ومن كفر فعليه كفر ومن عمل صالح فليهم فسلم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا صائحة من فضل إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتي وليذيقكم من رحمة ولتجري ألفكم يا ابن ولتبتغوا من فضل ولا عليكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قلم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودقى يخرج من خلالي فإذا أصاب بي من يشاء من عبادي إذا هم يستبشروا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله للمبلسين فضر إلى أثائه رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتين ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد يكفروا فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلهم من بعض ضعفهم ثم جعلهم بعد قوة ضعفهم وشيبة يخلق ما يشاء والعليم قد ويوم تقوم الساعة يقسم المجنون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يوفقون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إذن لا ينفعوا الذين ينظلوا معذرة ولا هم يستعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا إن جيتهم بآية لا يقولن الذين كفرون أنتم إلا مبتنون كذلك يطبعوا الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم ودوى رحمة للمحسنين الذين يوقنون الصلاة ويعطون زكاةهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له والحديث يوضل عن سب الله بغير عمي ويتخذها هزون أولئك لهم عذاب مهن وإذا تتعلي آياتنا ولا مستكرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرأ فبشروا بعذابنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة لهم جنة نعم خالدنا فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمل ترون وألقى في العام رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماع ما فأنبثنا فيها من كل زوج كريم أدخل الله فأروني ماذا خلق فإذ قال لقمان لبني فإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خرد فتكم في صخرة أو في السماوات أو في رضي أأتي بها الله إن الله ناطف خبير يا بني أقم صلاة وأمر بالمعروف وأنهام المنكر واصبر على ما أصابق إن ذلك من عزم الأمر ولا تصعر خدك لناس ولا تمشي في الأرض مرحل إن الله لا يحب كل مختار بخور وقصد في ماشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير ألم تروا أن الله أسخر لكم ما في السماوات وما في العرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيلهم اتبعوا ما أنزل الله وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليها بانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهم محسن فقد استمسك بالعروة الوفق وإلى الله عقبة ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عاملوا إن الله عليهم بذات السنوات نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغني ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون من الله قول الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني والحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحث يمدهم من بعد سبعة أبحث لما نفذت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفث واحدة إن الله سميعهم بصير ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وكل يجري إلى أجن مسمى وأن الله بما تعملون قبل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليم الكبير ألم ترى أن الفركة تجري في البحر بنعمة الله وليكن من آياته إن في ذلك الآيات بكل صباني شكر وإذا غشيهم موجودك الضلل دعوا الله مخلصين ظله الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا لكل خطان كفر يا أيها الناس انتقوا ربكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعانه ما في الأرحم وما تدري نفسه ماذا تكسه غدا وما تدري نفسه يا أيها ظين تموت إن الله عليم خامير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول نفتره بل هو الحق من ربك لتنذير قوما ما أتاهم نذير من قبرك العالم أم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على عش ما لكم من دونه من ولي ولا شفينا فلا تتذكرون تدبر الأمر من السماع العرض ثم يعرج إليه في يوم كلم يقدر وعرف سنة مما تعدون ذلك عليهم الغيب والشهارة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من أنطين ثم جعلنا سلاهم من سلالة مما يمعين ثم سواه ونفخثي من روحي وجعلكم السماوة والأبصار ولفنة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في العرض أننا لفي خلق جديد بل هم من لقاء ربهم كافروا قلية وقتاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترأيذ المجرم ونناك سروس من ربي وربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لا يتينا كل نفس نداء ولكن حق القول من نلام لأمنا جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء أبكم هذا إننا نسينا كما ذوقوا عذاب القذي بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدان خروا سجدان وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضعج يدون ربهم خوفهم وطمعوا ومما رزقنهم ينفقوا فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرة عيون جزاءهم بما كانوا يعملون فمن كانوا منك من كان فاسقا لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا صالحة فلهم دناتوا وانزلهم بما كانوا يعملون أما الذين فسقوا فما وعهم والنار كل ما أرادوا أن يخرجوا من أعيدوا فيها وقيلهم ذوق عذاب النار الذي كنتم من تكذبون ولا نذيقنهم من العذاب لدنادون العذاب لكن العلم يرجعون من أضع ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم ولقد أتينا موسى الكتابة فلا تكن في مينة من لقاء وجعلناه ذا لبني إسرائيل وجعلنا من أميمة يهدون بأمننا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقلوا لنا ربك ويفصلوا بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفهم أولم يهدي لهم كما أهلاكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم من في ذلك الآياتنا فلا يسمعون أولم يروننا سوق الماء إلى الأرض الجرز فنقجلوا به زرع بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطعي عن الكافرين ومنافقين إن الله كان عليما حكم واتبع ما يوحي إليك من ربك إن الله كان بما تأمنون خبيرا وتركا الله وكفى بالله وكين ما جعل الله برجل من قلبين في جوه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياكم أبناكم ذلكما قولكم بأفضاهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوهم لأدائهم وأقصت عند الله فإن لم تعلموا آباءا فإخوانكم في دينه وما عليكم وليس عليكم جناح فيما أخطعتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله أفور رحيما النبي أولى بالممينين من أنفسهم وأزواجهم ماتوا مولوا وارحاهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب مصطورة وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومغالي واخذنا منهم ميثاقا وليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعدلك في العذاب أن ما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحا وجنودا لم ترواها كان الله بما تعمل ونبصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل وإذ جاءت الأبصار وبلغتهم قلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسلوا إلا غرور وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثب لا مقام لكم فرجعهم ويستعذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورت وما هي بعورته يريدون إلا فرار ولا دخلت عليهم من أقطار ثم سئلوا الفتة لأتوها ما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولونا الأدبار وكان أعودوا الله مسؤولا قل لا ينفعكم الفرار وإن فردتم من الموت ومن قتلوا إلا لا تمتعون إلا قليلا كل من بل الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعاوض بقنا منكم والقائد يلي خانم هلما إلينا ولا يأتونا البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدر عينهم فالذي يرش عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير لا يكنهم يؤمنوا فأحبط الله وعمالهم كان ذلك على الله يسيرا احسبونا الأحزاب لم يذهبوا أياتي الأحزاب ويودلوا أنهم بادون في العراب يسألون عنهم من بايكم ولو كانوا فيكم من قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله يوسط الحسد لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله هو رسول وصدق الله ورسول وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عرف منهم قضى نحفوا منهم من ينتظر وما بدلوا تبدل يجزي الله الصادقين بسطن ويعذب المنافقين إن شاءوا يتوب عليهم وكان الله وفور رحيم ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله ومنها القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب ومن صياصهم وقدر في قلوبهم الرؤب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطوى وكان الله على كل شيء قديرا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنا تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتا علينا ومتعكنا وسرحكنا سراحا جميلة وإن كنتنا تريدنا الله ورسوله والدارة آخرت فإن الله أعدل المحسنة منكنا أجل عظيمة يا نساء النبي من يأتي منكنا بفاحشة مبينة ونعفها العذاب ونفحل وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكنا لله ورسوله وتعمل صالحا نعتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء نبي لستنك أحد من النساء إن اتقعتنا فلا تخضعنا بقول فيطمع الذي في قلبه مرض الله قلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية لما وقمنا الصلاة واتنا الزكاة واتنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجساء أهلا للبيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يتخيب يتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان رطيفا خبيرا لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعة والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمة والحافظات والحافظين فروجاً والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات عدى الله لهم مغفرة واجراً عظيماً وما كان لي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمن ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مؤمنة وإذ تقول الذي أنعم الله عليه ونعم تعالي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله أبدي وتخشى الناس والله حق وأن تخشى فلما قضى زيد من الوطن زوجناك تعني كي لا يكون على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه النوطر وكان أمر الله مفهولاً ما كان على النبي محرق فيما أفراد الله ولا سنة الله في الذين أخلوا من قبل وكان أمر الله قداراً مقدوراً الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ما كان محمد باحد برجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وذبحوا بكرة واصيراً هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكاناً بالمؤمنين رحمة تحيتهم يا ويلقون والسلام وأعد لهم أجر الكريم يا أيها النبي إنا رسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منه وبشر المؤمنين بأن لهم من الله قطر كبير ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودعاً لهم وتوقع الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم اطلقتمونا من قبل أن تمسونا فما لكم علينا من عدة تعتدونا فمتعونا وسريحونا صراحاً جميلة يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك لا تأتيت وجورهنا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالق وبنات خالاتك لا تهاجر معك أمرأة مؤمنة وأبت نفسها للنبيين أراد نبياً يستنكح خالصة لك من دونهم ومنهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أي مان أملكي لا يكون عليك حرد وكان الله أفوه الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتعيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدن أن تقرأ عيونهن ولا يحزن ويرضعن بما آكيتهن كلهم الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجه ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم من طعام غير نظينين ولكن إذا دعيتم فاتكلوا فإذا طعنتم فانتشئوا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمهن متاعاً فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهروا بقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد يا بدا إن ذلكم كان عند الله عظيم إن تبدو شيئاً وتقوه فإن الله كان بكل شيء عليم لا جناح علي إن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقيين الله إن الله كان على كل شيء شهد إن الله وملايكتهم يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليمين الذين يؤذون الله ورسوله لعانهم الله في الدنيا والآخرة وعدلهم عذابهم مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان ويثمعوا بينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينا عليهن من جلاديبهم ذلك أدى يعرفهم فلا يدينا وكان الله أفور رحيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا المرجفون في مدينة لنغرئنك من ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل ملعونين أينما فوقفوا وقلوا تقليل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبدينا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علموا عند الله وما يدرك على الساعة تكون قريبا إن الله لعنى الكهفين وأدى لهم سعيرا خالدين في أبدا لا يجدون وليا ولا نصنا يوم تقلم وجود في النار يقولون يا عليتنا طعنا الله وطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أعطانا سادة وكبرانا فأضلنا السمينة ربنا آتهم معفين من العذاب ولعنوا من العنا كبيرا يا أيها الذين أمن لا تكونوا كالذين آذوا موسفى برأوا اللهم قالوا وكان عند الله وجهه يا أيها الذين أمنوا تقلوا الله قولوا قولا سريعا يصلحكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة إن أعرضنا لأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا وأشفقنا منه وحملنا الإنسان منه وكان ظلوما جهنا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشيكين والمشيكات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله أفورا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الرد ولو الحمل في الآخرة وهو الحكيم والخبير يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماوات وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين الكفر لا تأتي نسى قل بلى ورب لا تأتي أنكم عالم من غيرب لا يعزو عنهم قالوا ذرة في السماوات ولا فرد ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا في كتاب مبين لأجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق الكريم والذين سعوا في عياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نعليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ونزل إليك من ربك هو الحق ويهدي لصلاة العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبيكم إذا مزقتم كله ومزقتم إنكم لفي خلق جديد أفتر على الله كذباً به جن بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيدهم وما خلفهم من السماع إننا شاء نخسف ديهم الرضا ونسقط عليهم كسفاً من السماع إن في ذلك لا آية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلاً يا جبال أوذ ما هو الطير وألمنا له الحديد أنعمل ساد غات وقد فساد وعمل صالحاً بما تعملون بصير ولسليمان رحه دوه شهر وروحه شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديهم إذن ربه ومن يزغمن عن أمرنا وذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء ممحارب تماثيل وجفان كالجواب وقدون الراسيات اعملوا آل داود شكراً وقاليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موت إلا دابة الله لتاقل من سات فلما خرت بيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون غيباً ما لبت في العذاب المهين لقد كان لسباهم في مسكنهم آية جنتان عن يمين واشيماً قلوا من نزق ربكم أشكرو له بلدة طيبة ورب نافور فأعرضوا فأرسنا عليهم سهيل العالم وبدلناهم بجنتين ذوات أقل خمط وأثن وشيء من سدن قد ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازينا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا بها قرى ضائرة وقدر فيها السيسير فيها ليالي وأيامنا أمين فقالوا ربنا بعيد بين أشبعنا وظلموا أنفساً فجعلناهم حديثاً ومزقنا عن كلهم ومزقنا في ذلك الآيات لكل صبار شاكور ولقد صدق عليهم وليس وظنوا فالتبعوا إلا فريقاً منهم ومن ما كان له عليهم من سلطان الله لنعلى من يؤمن بالآخرات بمن هو من أفيشك وربك على كل شيء حبيب قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يكون متقال ذراتي في السماوات ولا فرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لا حتى إذا فزع قلوبه قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكفير قل من يرزقكم من السماوات ورد قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدنه في ظلال أمه قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تأمن قل يا جمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم قل أروني الذين ألحقتم به الشركاء كلا كلا من هو الله العزيز الحكيم وما رسلناك إلا كافة للناس بشير ونذير وكلا كثير الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا العدو إن كنتم صادقين قل لكم من عدو يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي ولو ترى إذي الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا نحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بالبقل الليل والنار يتأمرون نام نكفر بالله ونجعله وانداد واسر ندامة المرى والعذاو واجعلنا الأغرال في عناق الذين كفرها ليجزونا إلا ما كانوا يعملوا وما أرسلنا في قرية من نذير إن الله قال مترفوا إن بما أرسلتم بكافرون وقالوا نحن أفرانبالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يمسوا في رزق لمن يشاء ويقدروا لكن أكثر الناس لا يعلمون ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من نازل فإلا من آمنوا وعملوا الصالح فأولئك لهم جزاء وضعف بما عملهم في الغرفات أمنوا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب المحضن قل إن ربي يمسوا في رزق لمن يشاء ومن عبادي ويقدروا له ما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير رازق ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن توليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر من بهم ومنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعهم ولا أضر ونقول الذين أضرموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتعليم آيات أبينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباكم وقالوا ما هذا إلا يفكروا مفتر وقال لبين كفروا الحق لما جاءوا من هذا إلا سحر مبين وما أتيناهم من كتب يدرسون وما أرسلنا إليهم قبلك من ذي وكذب الذين من قبل وما بلغوا معشر ماتينهم فكذبوا رسولي فكيف كان قل إنما أعيضكم بواحدة تقوموا اللهمتنا والفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هو ألا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجل فهو لكم من أجل إلا على الله بما يوحي إلي رب إنه سميع قريب ولو تراه فزيوا فلا فتوأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا لي وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبينما يشتونك ما فعل بأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ورضي جعل الملاكة رسوله إلى أجلحة متنى وثلاثة وربا يزيد في الخط ما يشاء إن الله على كل شيء قديم ما يبتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسر له لمعدي وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس ادفعوا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ورضي لا إله إلا وفأنا توفاكم وإن يكذبوك فقد كذبت رسوله من قبلك وإن الله ترجع لأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر وإن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو وإنما يدوا حزبه ليكونوا من أسحاب السعين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا عملوا الصالحات لهم مغفرة واجه كبير أثمن زينا له السوء عمل فراء حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تتب نفسك عليهم حسارات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيئن في الأرض بعد موتها كذلك النشر من كان يريد العزة فلله العزة جميع إليه أصعد الكلم الطي والعمل الصالح ويرفعه والذين ينكرون السيئات لو ماذا مشجد ومكره أولئك هو يذور والله خلقكم من تراب ثم من نطة ثم جعلكم أزواج وما تحمل منه ولا تضعو إلا بإلمي وما يعمر من معملي ولا ينقص من أمري إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عدو فرات سائغ شراب وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلون أحمن طري وتستخرجون حلية تلبسون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون يولجوا الليلة في النهر ويولجوا النهر في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجلي ومسما ذلكم الله ربكم له الملق والذين تدعونا من دونه ما يملكنا من قط من تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجاوركم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والغني والحميد يشعر يذهب ويأتي بخلق جديد وما ذلك على اللهم يا عزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو متقرة للا حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى من نفسه وإلى الله المصير وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ولا الأموات وإن الله يسمع من يشاء وما أنت من مسلم من في القبولين أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة الله خلافها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاعتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب الميث ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان أكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمارات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد مذو حمر مختلفة ألوانها وغراب مسود ومن الناس والدواب ولا نعم مختلفة ألوان وكذلك إنما يخشى الله من عباده ولا ما إن الله عزيز وغفور إن الذين يتنون كتاب الله وعقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزق لهم سر وعلى أن يتنون تجارة لن كبور ليوفيهم وجورا ويزيدهم من فضل إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خذير مبصير ثم أردنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من داب ولؤلوا لباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزان إن ربنا لغفور شكور الذي أحلن دار المقامات من فضل لا يمسونا فيها نصب ولا يمسونا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضع عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذاب كذلك نزيق لكفور وهم يستارخون فيها ربنا أخرجا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصب إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه وعليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد كافيرا الكفر من ربي من لا مقت ولا يزيد كافيرا الكفر من لا خسار ولا رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ولماذا خلقوا من العرض أنهم شركوا في السماوات أما أتيناهم كتابا فهم على بينة من بلئ يعيد الظالمون بعضهم بظن إلا غرورا إن الله يمسك السماوات ورضا أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحدهم من بعد إنه كان حليم وفورا وأقسموا بالله جه دائمان إلا إن جاءهم نذير لا يكونوا ناهدة من إحنا العمام فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في العرض ومكرسي ولا يحيق المكرسي إلا بأهل فاليأمرون إلى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبدين ولن تجد لسنة الله تحويل أولا من يسير في الأرض فيأمر كيف كان عقبة الذين من قبل وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزوا من شيء في السماوات ولا فيرض إنه كان عليما قديرا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على رهيها من ذابة ولكن يؤخر من أجل مسمى فإذا جاجلوا فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطهم المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول على أثنين فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سد ومن خلفهم سد فأغشينا فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنوا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتوهما قد مؤثرهم وكل شيء نحصينا في إيمانهم مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القنية إذ جاء المرسل إذا رسلنا إليهم متنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم المرسل وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكلا إن لم تنتهوا قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوموا مصفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرواهم متدوما لأعبدوا الذي فطلني وإليه ترجعون أتخذوا من دون آلية إن يردني الرحمن وبدر الله تغلي عندي شكاعة شيئا ولا ينقذ عندي إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم أسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي أعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومهم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرتنا من العباد ما يتيم من رسول إلا كانوا به يستازون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محمرون وإعطل لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا من أحب فمنه يكن وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنابي وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما أعملت وعيدهما فلا يشكر سبحان الذي خلق الأزواج كل مما تنبت رضوا من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل ونسلخ منه النعر فإذا هم مظلمون الشمس تجريد مستقر إلى ذلك التقديم العزيز العنم والقمر قدرناه منازل حتى عندك العرجون القديم الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلتي يسبحون إلا رحمة منا وما تعني لحين وإذا قيلوا منتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تحو وما تأتي من آية من آية ربي من لكانوا عنها موريظهم وإذا قيلوا منفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمن ونطعموا من لو يشاء الله وطعموا إن أنتم من الله في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذونهم يخصيمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهليهم يرجعون ونفقوا في الصون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدينا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الأصحة واحدة فإذا هم لذين لدينا محضرون فاليوم لا تضلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكيونهم وأزواجهم في ظلال لهم في أفاكهة ولهم ما يدعون سلامون قولا من رب الرحمن وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوهم وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعادون إصلواها اليوم وما كنتم تكفر واليوم نختم على أقفائهم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاءوا نطمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبسر ولو نشاءوا لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نؤمر نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشهر وما ينبغي لا ينهع إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكونوا لهم فيها مناف ومشارب وفلا يشكرون فاتخذوا من ذو الله آلية لعلهم ينصروا لا يستطيعون نصر مهم جند محضر فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرنا وما يوند ولمير الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مضي وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي نظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاه أول مرة وهو بكل خلق العليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر فإذا أنتم من توقضنا وليس الذي خلق السماوات ورضى بقادر على أي أخو قامت لهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول أو كن فيكون فسبحانا الذي بيديم لك تقول شيئا وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافة صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكر إن إلهكم لوحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق نزينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأة الأعلى ويقضفون من كل جانب دحور ولهم هذاب واصم لا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب ثاقب فاستبتماهما شد خلقنا من من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا دب بل عجبتا ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رواية يستسخرون وقالوا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا أزواجا وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم من صراط الجحن واقفوا منهم مسهولون ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بضية السائلون قالوا بل لم تكنوا همينين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذلك فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يوم يدين في العذاب ومشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكثر ويقولون إنا لتاركوا آلياتنا لشاعر المجنوب الجعب الحق وصدق المرسلين إنكم لذلك قول عذاب الآليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلص أولئك لهم نزق معلوم فواكوهم مكرمون في جمنات النعيم على سرر متقابل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشارب لا فيها غولوا ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصمة الطرف إن كأنهم بيض مكن فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل من أمني كاذني قرين يقول وإنك لمن المصدقين إذا مثنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاضطرع فرأاه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لا تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتنا إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذب إن هذا لهو الفوز العظيم مثل هذا فليعمل العامل أذلك خير النزل أم شجرة الزقم إن جعلنا فتنة للظالمين شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياط فإنهم لا أكلون منها فماليون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حذيم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالم فهم على آثارين يهرون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد درسلنا في منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلاصين ولقد نادانا نحن فالنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتاركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعاته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون إفكا آلهة إن الله تريد فما ظن لكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم وذبر فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلوا ما لكم لا تنطقوا فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفوا قال تعبدون ما تنحبون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام الحليف لما بلغ ماه السعي قال يا أبني إني أرى في المنام أني أتبح فنبور ماذا ترى قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم واتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادين المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرياته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكوب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالب واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخر سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومي لا تتقون تدعون بعنا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب أبائكم الأول فكذبوا فإنهم لمحفرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخر سلام على إلياس إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن الأطل من المرسلين إذ مجيناه وآله واجمعناه إلا عجوزاً في الغابين ثم دمرنا الآخرين وإنكم نتمرون عليه ومصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفرق المشحن فساهم فكان من المدحضين فالتقى موحوت وهو موليم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنينا يوم يبعث فنبذناه بالعراء ووسق وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه إلى مئة ألف نو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستثيما لربك البنات ولهم البنو ثم خلقنا الملائكة إن أثوهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون أولاد الله وإنهم لكاذب أصدف البنات على البنين وإنما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أملكم سلطانهم ومفاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بين وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنه لمحضر سبحان الله أما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ما تعبدون ما أنتم عليه مفاته إلا من هو صال الجح وما منه إلا له مقام معلوم إن لنحن الصافون وإن لنحن مسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين كنا عباد الله المخلصين فكافروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جننا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجرون فإذا نزل بسحة فساء صباح المنظر وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشيقاق أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحينا مناص وعاجبوا أن جاءهم وانذروا منهم وقال الكافر هذا ساحر كذاب جعل الآلهة إلهة واحدا إن هذا لشيء عجب وانطلق الملع منهم أن يمشوا واسبروا على آلهة إن هذا لشيء يراد ما سمعنا ذهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وانزل عليه الذكر من بيننا بلهم في شك من ذكر بل لما يذوق وعذابا عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم نوط وأصحاب وليكات أولئك الأحزاب إن كل من لكذب الرسل فحقه قاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ثم لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحسان يصبر على ما يقول نوذكر عبدنا داود دليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال ما هو يسبحنا بالعاشي والإشراق والطير محشورة كل الله أواب وشددنا ملكواتينا والحكمة وفصنا الخطاب وهلتاك نبأ الخصم يتسور المحرام ادخلوا على داود ففاز عامل قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلا أن يعني وإن كثيرا من الفلط لا يبغي بعض ما لا بعض إن الذين آمنوا وعملوا صالحات وقليل ماهوت وظن داود وأن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعه وأناب فغفرنا له ذلك وإن له وإننا لزلفة وحسن ما بأداود وإن جعلناك خليفة في رضي فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سامين الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى عداب شديد بما نسعي وما الحساب وما خلقنا السماوى والأرض وما بينهما باطن ذلك ظنوا الذين كفروا فويلوا الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا صالحاتك المفسدين في رضي أم نجعل المتقين كالفجر كتابنا أنزلنا إليك المبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد وإنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات وجياد فقال إني أحببت الحب الخير عن ذكي ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أنام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا يمنبغي لي أحد من بعد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمير الخان حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمننا وأمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن ما وذكر عبدنا أي بيدانا ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجك هذا مغتسل بارد وشرب وهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرانه للألباب وخذ بيديك ضغفا فضرب به ولا تحنثنا وجدناه صابر النعم العبد وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وياقوب وولي الأيدي والأبصارين أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل وليسعوا ذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما أبجنات عدن ومفتحة لهم الأبواب والتقين فيها يدعون فيها بفاكيات كثيرة وشرب وعندهم قاصرة تطر فيها تراب هذا ما تعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفات هذا وإن للطاغن لشر ما أبجهنم يصلون هوا بئس المهاد هذا فليذوقوا حميمه والساق آخر من شكل يزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم ولنا فبئس القراء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا نمت النار وقالوا ما لنا لنا رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخيرا زاغت عنهم الأبصار إن ذلك الحق تخاص وأهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهر رب السماوات والعظيم وما بينهما العزيز الغفر قل هو نبأ عظيم أنتم عنهم وعرض ما كان لي من علمي بالملائل على إذ يخفصهم أي حيلي إلا أنما أنا نذير مبين قال ربك للملاكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعونه ساجد فسجد الملاكة كل مجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من داني وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعث قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقل لأن جهنم منك ومن من تبعك منه مجمعين قل ما أسألكم عليه من أجل ومان من المتكلفين هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نباه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين لا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء آمان عبده من لا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو رد الله يتخذ وندل أصطفى مما يخلق ما يشاه سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ليجري مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من نعام ثمانية أزواج يخرقكم في بطن أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غنيون عنكم ولا يرضى لعبادهم كفروا وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصندور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربهم منبن إليه ثم إذا خولوا نعمة من نسي ما كان يدعو إليهم من قبل وجعل الله أنداد ليهضل لعنسي يقول تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آنى لين ساجد وقائما يحذر لآخرة ويردوا رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمانوا تقى ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرضوا الله واسع إنما يوفى الصابير وأجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف من عصيت ربي هذا بيوم عظيم قل إلا أعبدوا مخلصا له ديني فعبدوا ما شيء من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وعليهم يوم القيامة لذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا والذين اجتنبوا الطغوة يعبدوا ونابوا إلى الله لهم الأشراف فبش عباد الذين يستمعون قول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب يا فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرفهم من فوقها غرفهم ابنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله المعاد ألم ترى أن الله انزل من السماء من فسلكه يا نبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يجعله فطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صلى الله عليه وسلم فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله هناك في ضلال ممين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخسرون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجه السوء العذاب يوم القيامة وقيل الظالمين الذوقوا ما كنتم تكسبوا كذبا الذين من قلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدين ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيعواج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا به شركاهم متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحب لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون وما إنكم يوم القيامة إن ضربكم تختصيمون فمن الله ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاء ليس في جهنة مفوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق بي أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جدا والمحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ لذي يعمل ويدزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبدا ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضين الله فما لهم من هاد ومن يهدي الله فما لهم من مضين أليس الله أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سلتم من خلق السمارات وردنا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرها الهن كاشكات ذرها وردني برحمتنا الهن ومسكات رحمتنا قل حسبي الله ألي يتوكلوا متوكلوا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعملوا فسوف تعلمون من يتي عذاب يخزي ويحل عليها عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهم ما أنت عليهم بي وكلا الله يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تموت في منامه فيمسك التي قضى عليه الموته ويسر الأخرى إلى جليم مسمى إن في ذلك لا يأتي لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقنوا قل لله شفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ذا هم يستمشيرون قل اللهم مفاطر السماوات ورد عالم الغيب والشهنة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ضروا ما في الأرض جميعا ومثله معه لا افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكنوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا حاق بهم ما كانوا به يستازيون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خول له نعمة مننا قال إنما أتيتوا على إن بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قولهم فما أغنع عنهم ما كانوا يكسبوا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها ولا يصيبهم سيئات ما كسوا ما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يجاه ويقدر إن في ذلك لا يأتي لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميع أنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسر تعالى ما فرطت في جنب الله وأن كنت لمن السخنة وتقول لو أن الله دائما كنت من المتقين وتقول أحين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت كائنة فكذبت بها واستكفرت وكنت منها كافة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنة مثوى للمتكبرين وَإِبْنَ الدِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمْ بَفَازَةِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَلَا هُمْ يَحْزِنَ وَاللَّهُ خَالِقُ كُلْ شَيْءُ وَهُ عَلَى كُلْهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْعَدِ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتٍ لَهُلَيْهُ لَهُلَيْكَ هُمُ الخاصِرُونَ وَلَقَدْ وَاللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَامَلُكَ وَلَتَكُونَ مِنْ خَاسِرِينَ بَلِلَّهِ فَاعْبُدُكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا لَحَقَّ قَدْرِي وَالْأَرْضُ جَمِيعا قَبْضَتُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُهِ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِمُّ رَبِّهَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَجِعَى بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيقى الذين كفروا لنا جهنم زمرة حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنة ألم يأتيكم رسل منكم يتنون عليكم آيات ربكم وينجرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذام على الكافرين قل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئسمة المتكبر وسيقى الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرة حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنة والسلام عليكم طيبئتم فادخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وورثنا الأرض نتبوى من الجنة حيثنا شافاً ما جلام وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العالم غافر الدم وقابل التوب شريد لقابد الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلى الذين كفروا فلا يغرر كتقلم في البلاد كذبت قبل أن قوم نحوا لحزاهم من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل وإذ حضوا به الحق فأخذتم فكيف كان عقاباً وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك ويقيموا عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدتوا من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومنطق السيئاتي أوميذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادونا لمقت الله يكبروا من مقتكم أنفسكم من تدعونا للإيمان فتكفروا قالوا ربنا متنثنتين وأحيتنا أثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياتي وينزلكم من السماء لزقوى ما يتذكر إلا من ينيبك فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمني على من يشاء من عبادهم يمر يوم التعلاق يومهم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الله الواحد القهر اليوم تجزى كل نفس بما كسبت العظم اليوم إن الله سألهم الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاغمين ما للظالمين من حنيم ولا شفيع يقع يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعونا من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع والبصير أولم يسيروا في الرضي فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كانوا هما شد من قوة واتارا في الرضي فأخذ لهم الله بذنوبه وما كان لهم من الله من واقف ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مؤمنين لفرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب فلما جعوا بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا ما واستحيوا نساهم وما كاين الكافرين إن لا فيه ضلال وقال فرعون الذاروني أقتل موسى وليدعو رضا مني أخاف ويبدل دينكم ويظهر في الرضي الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل يوم متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمان وتقتل الرجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيك كذب فعليه كذب وإيك صادق يصفكم بعض الذي يعيدكم من الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الرضي فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أوليكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني يخاف عليكم مثل يوم الأحزاب من ثداب قوم نحي وعادي وتمود والذي من بعده وما الله يريد ظلما لله من بعد ويا قوم إني يخاف عليكم يوم التنادي وما تولون ومذبنين ما لكم من الله من عاصر وما يضل الله فما له من هاد ولقد دجاكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك من مجاكم حتى إذا هلك قتب لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة وكذلك زينا لفرعون السوء عملي وصدعنا السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متعوين وأن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزع إلا مثلا ومن عمل صالح من ذكرنا أنت وهم أؤمن فأولئك يدخلون الجنة ورزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لديه علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار قال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار فستكفرون ما أقولكم وفوضوا أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحق بها لفرعون السوء العذب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا على فرعون أشد العذاب وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفة والذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فلنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كلهم فإن الله قد حكما بين العباد وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تكتاتكم رسلكم من بينات قالوا بلى قالوا فادعوا ما دعاه الكافرين إلا في ضلع لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة ويوم يقوموا لا شهد يوم لا ينفهم الظالمين معذرتهم ولهم الأعرف ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وورثنا بني سرائنا كتاب هدى وذكرى عني للألباب حصف إن وعد الله يحق وارستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادنوا في عيات الله بغير سلطانية تعم إن في صدورهم لكن رما هم ببالغه فاستعد بالله إنه هو السميع البصير لحق السماوات ورد يكوى من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي العمى والبصير والذين آمنوا وعملوا صالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة العاتية لا رأيب فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا وقال ربكم أن دعوني أستجب لكم إن الذين يستقنون عن عبادة سيدقون الجهنم داخلين الله الذي جعلكم الليلة لتسكن فيه وأنه رأم سواء إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالقوا كل شيء لا إله إلا هو فأنها تفقوا كذلك يفقوا الذين كانوا بآيات لا يجحدون الله الذي جعلكم أرض قرارا والسماء بنا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت ونعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلمني رب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلوى شدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتعطى من قبل ولتبلوى جلو مسمو ولعلكم تعقل هو الذي يحيي ويمت فإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون لم تره الذين يجادون في آيات الله أنا يسرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيلهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء كذلك يضل الله الكافي ذلك بما كنتم تفرحون في الغد بغير الحق وما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فباسمت والمتكبرين فاصبرين وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عندهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أياتها بآياته من أبي إذن الله فإذا جاءهم الله قضي بالحق وخسر هناك المرطلون الله الذي جعلكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلوا ولكم فيها مناف ولتبلغوا علي حاجة بصدركم عليها وعلى الفوق تحملون ويبريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينبروا كيف كان عقبة الذين من قبل كانوا أكثر منهما شد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فارحوا بما عندهم من العلم وحاق بما كانوا به استاذيون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وقفرنا بما كنا به مشكيم فلم يكن ينفعهم إيمانه لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هناك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاليم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابه فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثر فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إنا عامل ولنما أنا بشر مثلكم يحيلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا ويل للمشركين الذين لا يتون زكاة وهم بالآخرة هم كافروا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم أجل غير ممنون ولأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماع وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوان وكرها قال تاتين طائمين فقضاهن سبع سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمره وزيئن السماء الدنيا بمصابح وحفظا ذلك التقدير العزيز العاليم فإن أرضوا فقل أنذرتكم صائقة من متصائقة عاد وتمند جعتم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عدوا فاستكبروا في الله بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقمه واشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم لحصر صلى الله في أيام من نحسات للذيق ومعذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأقرة أخذوا وهم لا ينصروا وأما ثبودوا فأديناهم فاستحبوا العماء على الهندى فأخذتهم صائقة العذاب الهندى بما كانوا يكسبون الجين الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشروا أعداء الله إلى النال فهم هزعون حتى إذا ما جاءوا أشهد عليهم سمعوا ما أبصاروا وجودهم بما كانوا يأمنون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسم فيصبروا فالنار مثولهم ويستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قورنا فزينوا لهم ما بين أيدي وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفي لعلكم تغلوا فلا نذيقنا الذين كفروا هذا من شريد ولا نجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أداء الله النار لهم فيها دار كل ذي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ألنا الذين يضلنا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا يكون من الأسحلين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم ملايكثا لا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة أبشروا بالجنة التي كنتم تعادوا نحو أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم ومن أحسن قوله ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ثعب التي أحسن فإذا الذي بينك وبينها أداوة كان ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغ لنك من الشيطان نزغ فاستعيد بالله إنه السميع العلي ومن آياته الليل والنهر والشمش والقمر لا تشهدوا للشمش ولا للقمر واشهدوا الله الذي خلقونا إن كنتم إياه تعبدون وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط إن الذي أحيى على محي الموت إنه على كل شيء قدير إن الذين يحيدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير عما يأتي عملا يوما القيام يعملوا ما شئتوا منه بما تعملونه باصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا إنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لدو مغفرة وذعين قابلان ولو جعلنا قرآن عجبيا لقالوا لأفصلت آيات عاجميه وعربي قل هو الذي نامنه دوه وشفاء ولن لا يؤمن في عذان مقر وهو عليه ما ما أولئك ينادونه من مكان بعيد ولقد أعتينا موسر كتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليه وما ربك بظل من العبيد إليه رد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنت ولا تضعو إلا بعلمه ويوم يناديه مين الشهور كإيقال وأذنك ما منا من شهد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم مما حيث لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسهوا الشر فيأوسهم قنوطه ولين ذقناه رحمة منا من باني ظرى مسته لا يقول أن هذا لي وما ظن الساعة قائمة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا وننضيقنهم من عذاب ناليد وإذا نعمل على الإنسان ونعرض ونعى بجانبي وإذا مسه الشر فذودوا آين عنيد ولرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من يظل ومن هو في شقاق المهيد سنرهما ياتنا في الآثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربك ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقوب كذلك يوحي إليك وإلى الذين من كفك الله العزيز الحكم له ما في السماوات وما في رضي وهو العلي والعظيم أكاد السماوات يتفطر من فوقهن والملاكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في رضي ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله وحفظون عليهم وما أنت عليهم بواكيل وكذلك أحينا إليك قرانا عربيا لتنذر أم القرى وما حولها وتنذرهم الجميع لا ريبة فريق في الجنة وفريق في الساعة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصر من يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموت وعلى كل شيء قدير وما اختلفت فيه من شيء فحقوا إلى الله ذلك وإلى الله ربي عليه توكلت وإليه وني فاطر السماوات ونرضي جعلكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يدراكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع والبصير أهما قالد السماوات ونرضي يبسطوا لزق لمن يشاء ويقدموا النهو بكل شيء عن إنشاء رعالكم من الدين والصبي نحوى الذي أوحينا إليك وما وصينا به إمراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشكل ما تدعون مني الله يعتبي إليه من يشاو ويهدي إليه من يوني وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب بعد ما في شك منهم فلذلك فدوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب لهم حجتهم داحظة عند رضيهم عليهم غضبوا ولهم عذابون شهدين الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يذلك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق لأن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال معيد الله لطيف بإباده يرزق من يشاء وهو القوي من كان يريد حرف الآخرة نزد لهم في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما لو في الآخرة من نصيم أم لهم شركاء وشارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة فصل القضى بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم فرأ الظالمين مشفقين مما كسوه وقيم بهم والذين آمنوا وعملوا صالحة في روضات الجنات لهم ما يشاء عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله وعباده الذين آمنوا وعملوا صالحة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة ما زد له فيها حسنا إن الله هفور شكور أم يقولوا نفتر على الله كذب فإيا شيء له يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدر وهو الذي يقبل التوبة عن إبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجب الذين آمنوا وعملوا صالحة ويزدون من فضل والكافرون ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إيا شيء يسكن الرحة فيضلن رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبان شكور أو يغفقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محصف فما أوتتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خيروا وأبقان الذين آمنوا على ربي متى واركنون والذين يجترمون كبائر أثم والفواحش وإذا ما غاوهبهم يغفروا والذين استجابوا لربهم وقاموا صلاة عمرهم شغر بينهم ومما رزقناهم من فقر والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصر وجزاه سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروا على الله إن أولئك يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الغد بغير الحق أولئك لهم عذابون ألي ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ومن يضل الله فما له من وليهم من بعد وتار الظالمين لما رأوا العذاب يقولون أهل إلى مرد من سبيل واترهم يعربون عليها خاشئنا من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين أمنوا من الخاسر الذين خسروا أنفسهم عليهم يوم القيامة على إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من ذل الله ومن ينظر الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل يأتي يوم لا مرد لهم من الله ما لكم من ملجأ يوم يذي وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أسألناك عليهم حفظا عليك إن البلاغ وإن إذا ذقل الإنسان منا رحمة فرحة ويتصبهم سيئة بما قدمت أيدهم فإن الإنسان كافر في الأيوم والك السماوات ورد يخلقوا ما يشاء يا أبو لمن يشاء إناث ويا أبو لمن يشاء ذكرى ويزوجهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير وما كان لبشنا أن يكلموا الله إلا وحينا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيى بإذن ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمن لما كنت تديه من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الرضي ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين أجعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا معين وفي أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم أفى نضرب عنكم الذكر صفحنا أن كنتم قوما من المسلمين وكما أرسلنا من نبيهم في الأولين وما يأتيهم من نبيهم لكانوا به يستهدر فعلكنا شد منهم بطا شوى مضامة الأولين ولا يسألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العاليم الذي جعلكم الأرض مهدا وجعلكم فيها سبولا لعلكم تهتدوا والذي نزل من السماع ما بقادر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تقرد والذي خلق الأزواج كله وجعلكم من الفلك ولا نعم ما تركمون لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانه الذي سخران هذا وما كنا له مقرئن وإن إلى ربنا لمنقليبون وجعلونه من عبادي جزءا إن الإنسان لكفور مبينم اتخذ مما يخرق بنات وأصفاكم بالبني وإذا بشر أحد مما ضرب للرحمن مثلا أن ضل وجهه مسودا وهو كعظيم ومن ينشع في الحلية وفي الخصام غيره وجعلوا الملائكة الذين هم يبادوا الرحمنين فشاهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون ما أتيناهم كتابا من قبلي فهم بهم مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذين إلا قالوا مترفوه إن وجدنا آبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون قالوا ولو جيتكم بأهدا مما وجدتم علي يا أباكم قالوا إن بما أرسلتم به كافر فانتقبنا منهم فانضوك فكان عقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم وليعذيه وقوم إنني براهم مما تعبدون من الذي فطرني فإنه سيدين وجعلا كلمة باقية في عقبين على هم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافر وقالوا رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعهم ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكيون وزخرفا وإن كن ذلك لما متعوا الحياة الدنيا والآخرة عند ربك فلن المتقين ومن يعشو عن ذكر الرحمة من القيض له شيطانا فهو له قر وإنهم لا يصدون ومعن السبيل يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشيقين فبيس القر ولينفعكم اليوم إذ ظلمت منكم بالعذاب المشتركون فأنت تسمع الصماء وتهدي العمي ومن كان في ضلال الممي فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون ونري أنك الذي وعدناه فإن عليهم مقتديرون فاستمسك بالذي وحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لا ذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأمن أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آليتين يعمدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحقون وما نريم من آيات لا يكبر من أختيه وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدوا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قومي ليس لي ملك مصر وهذه لنهر تجري من تحتها فلا تمزرون من أخير من هذا الذي هو مهن ولا يكعد عيوبين فلولا ألقي عليها سورة من داب وجامع الملائكة مقتارين فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسق فلما آسفوا ننتقمنا منه فأغرقناهم مجمع فجعلناهم سلفا مثلا للآخر ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصد وقالوا آليتنا خير أم هما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصيمون إن هو إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولونا شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه العلم للساعة فلا تمترون بها واتبعونها هذا صراط مستقيم ولما جائس بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فيه فاتقوا الله واطع إن الله هو ربي وربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوينوا الذين ظلموا من عذابي ومن ألم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي أهم بغتة وهم لا يشعون الأخلا ويوم إذن بعضهم لبعضهم عدون إلا المتقيم يا عبادي لا خاف عليكم اليوم ولا أنتم تحزن الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحفرون ونطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الضلعين وأنتم فيها خالد وتلك الجنة التي أرثتم وبما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلوا إن المجرمين في عذابي جأنما خالد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلس وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاريون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وأن أجواهم بلى بلى ورسلنا لديهم مرتبون قل إن كان لن الرحمن ولن فانا هو العابين سبحان رب السماوات ونوذي رب العش عما يصبون فذرهم يخوذوا ويلعبوا حتى يولاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء لا هو في رضي الله هو الحكيم والعليم وتبارك الذي له ملك السماوات ولا دواء ما بينهما وعنده وعلم الساعة وإليه ترجعون ولا يملكون الذين يدعون من دوني شفاعة إلا من شهد بالحق هم يعلمون ولا إنساء ثم من خلقهم لا يقولن الله فأنا يوفكون فقيله يا رب إن أولئي قوم لا يؤمنون فاصفحنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إننا كنا منذرين فيها يفرق كل عامل حكيم أمرا من عندنا إننا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماو بذخان ومن يخشى الناس هذا عذاب منالم ربنا أكشف أن العذاب إنا مؤمنون أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلهم مجرون إنك أشف العذاب قليل إنكم عاهدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقون ولقد فتنا قبلهم قوافر عنه وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين فألا تعالوا على الله إني أتيكم بسلطان أمم وإني عدت برب وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوا لي فاعتازلوا فدعا رب وأن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بإباد ليلا إنكم متبعوا وأترك البحر رهضا إنهم جند مغرق كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والعرض وما كانوا منظر ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهم من فرعون إنه كان عاليا من المسلفي ولقد اخترناهم على عم على العالم وآتينهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشري فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرون القوم التبعون والذين من قبل ما أهلكناه منهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لا عم ما خلقناهما إلا من الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولانا عم بولا شيء ولا هم ينصروا إلا من رحم الله إنه العزيز رحمنا شجرة الزق من طعام لاتهم كالمهل يغني في البطون كغني الحميم خذوا تعتنوا إلى السواهنج ثم صبوا فوق راسهم من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتروا إن المتقين في مقامنا من في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابل كذلك وزوجاهم بحور لن يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إن الموتة الأولى وقعوا ما داب جح فضلا من رب كذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه برسانك لعلهم تذكر فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل كتابه من الله العزيز الحكم من في السماوات وراضي الآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقومه يوقينون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماوات من رزق فأحيى به الأرض بعد موته وتصريف الرياح آيات لقومه يعقلون تلك آيات الله نتنوا عليكم بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وغير لكل أفاقناتهم يسمعوا آيات الله تتعليه ثم يصيروا متكفرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أنه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذ هزوا أولئك لهم أذاب مهم لورائهم جهنم ولا يوني عنهم ما كسبوا شيء ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم أذاب نعظم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم أذابهم الرجز نعلم الله الذي سخر لكم البحر لتجي الفلك فيه بأمني ولتبتنوا من فضل ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الضي جميعا منهن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبوا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه اختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمن فاتبعها ولا تتبعه والذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء وبعضهم الله ولي المتقن هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنهم أم حسب الذين اجترحوا سيئاتهم أم جعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكم خلق الله السماوات والرضى بالحق ولتجزى كل نفس مما كسبتهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وظله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري غشاوة فمن يهديهم بعد الله فلا تذكروا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم لهم لا يظنون وإذا تتعلم آياتنا بينات ما كان حدتهم إلا أن قالوت بأبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات ورد ويوم تقوم ساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاتية كل أمة تدعي إلى كتابها ليوم تجزون ما كنتم تأمنون هذا كتاب وينطق عليكم بالحق إنكنا نستنسق ما كنتم تأمنون فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وعمل الذين كفروا فلم تكن آياتي تتعليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حقوا الساعة العربة في قلتم ما ندري ما الساعة نظن إلى ظن وما نحن مستيقن وبدأ لهم سيئات ما عاملوا حق بما كانوا به يستازي وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأوىكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم انتقتوا آيات لا يهزوا وغردكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولهم يستعتمون فلله الحمد رب السماوات ورب العزي رب العالم وله الكبري وفي السماوات والعزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وجل مسمى والذين كفر عما همزروا معنه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله لا يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركم في السماوات إئتوني بكتاب من قبل هذا إئتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علمين كنتم صادقين ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافل وإذا حش والناس كانوا لهما داء وكانوا من عبادة كافر وإذا تطلع ما يأتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاء هذا سحر من أن يقولون افترى قل إن افتريتوا فلا تملكونني من الله شيء هو أعلم مما تفضون فيه كفاذي شهدا بيني وبينكم وهو الغفور رحم قل ما كنتم بدعا من الرسل وما أذن ما يفعل بي ولا بكم نتبعوا إلا ما يحيي لي وما أنا إلى نذيرهم يقول أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدوا من بني إسراء لا على مثلي فآمنوا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا الذين عملوا لو كان خيرا ما سبقون إليه وإذا بيهتدوا بي فسيقولون هذا يفكم قديم ومن قبل كتابه سيمام ورحمة وإذا كتابه مصدق لسان العربي ينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوفوا عليهم ولهم يحزنوا أولئك أصحاب الجنة خالدنا فيها جزاء بما كانوا يعملون وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته موكرها ووضعته كرة وحبه وفصاله ثلاثون شرح حتى إذا بلغ شد وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صحيحا ترضاه وأصلح لي في ذريته الني تبتو إليك وإذن من المسلمين أولئك الذين نتقبلوا عن محسن معامل ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أفل لكما تعيدان أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهم ما يستغيثان إلا هو إليك أعمل إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا سأطيل الأولين أولئك الذين حق عليهم وقالوا فيهما من قد خلت من قبل من الجن وليس إنهم كانوا خاسر ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النال يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بي فليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في رضي بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخوها أذن إذا أنظر قوم بلحقا في وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفها لا تعبدوا إن الله إني أخاف عليكم عن هذا يوم عظيم قالوا واجئتنا لتأثكنا عن آلهاتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرشدت بي ولكن يراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوذية قالوا هذا عارض ممطن بل هوما استاجعتم به رحوم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمير ربي فأصبحوا العيور إلا ما ساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعنا لهم سمعوا أبصاروا وافلة فما أغنعنوا سمعهم ولا أبصارهم ولا أفلة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستازيون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا لا ياتل علىهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا بل ضلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا وأنصتوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزلا بعد موسى مصدقا لما بين يدي أهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأأمنوا بيغفر لكم من ذنوبكم ويوجيركم من عذابنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في العرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيى بخلقه بقادر على أن يحيي الموت بلا بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يرضى الذين كفروا على النال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزو من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يرون ما يعبدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر بلاغ فاليهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل لا يضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحة وآمنوا إما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمتالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتمهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فدان حتى تضع الحرب ووزار ذلك ولو يشاء الله لن تصر منه ولكن ليبلغ بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم يا أيها الذين آمنوا من تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وظل عمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحفط عمالهم وفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبل دمر الله عليهم وأن الكافين أمتالوها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافين على مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثولهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن كان على بيينة من ربيك من زين له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعامه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل التمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خارد في النار وسقو ما أنحنين فقط طعم معاهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا إنما ذقلاني فأولئك الذين طبع الله ولا قلهم يمتبعوا أهواءهم والذين أهتدوا زادهم هدواتهم تقواهم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتم ذكرهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم وتقلبكم ومثواكم ويقول الذين أعملوا ولولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض وينظرون إلى إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعتهم وقولهم معروف إذا عزمنا منه فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في العضو وتقطوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارهم أفلا يتدبرون القرآن ما لقلوا من أقفال وإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الفدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيع وقفوا في بعض الأمن والله يعلموا إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضون لن يخرج الله وأضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسيمان ولا تعرف أنهم في لحظ القول والله يعلموا عمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابين ونبلو أخباركم من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحفط عمالهم يا أيها الذين آمن واطموا الله واطموا الرسول ولا تبطلوا عمالكم من الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفر فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركم عمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا ولهو أنتم من وتتقويتكم وجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم وأن فيحفكم تبخلوا ويخرج ضغانكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنيو وأنتم الفقار وإن تتولوا يستبدل قوم لا يركم ثم لا يقوم وأمتالكم بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا لك فتحم بنا ليغفر لك الله وما تقدى من ذلك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم وينصرك الله نصر عزيز والذي أنزل السكينة في قلوب الممين يزدادوا إيمانا مع إيمان ولله جنود السماوات ورد وكأن الله عنهم الحكيم أن يدخل الممينين والممينات الجنات تجدهم من تحت لنهر وخالدين فيها ويكفر عنهم سيئات وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعدم المنافقين والمنافقة والمشكين والمشكات الضادين من الله ظن سوى عليهم دائرة سوى وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات ورد وكأن الله عزيز حكم إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسولي وتعزوه وتوقعوا وتسبحوا بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدل الله فقائدين فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيتياج راظما سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفرنا يقولون بأسنة ما ليس في قلوب يقول فمن يملك لكم من الله شأن أراد بكم ضرا وأراد بكم فبل كان الله بما تعملون خبيرا بظنتما لن ينقلب الرسول والمعنون إلى عنهم أبدا وزين ذلك في قلوبك وظانا تنظن نسوا يكنتم قوما براء ومن لم يؤمن بالله ورسولي فإن أعتدنا للكافرنا سائرة ولله ملق السماوات ورد يغفر لمن يشاء ويعد من يشاء وكان الله وافر الرحيم سيقول المخلفون إذا انطرقتم إلى مغارمة لتأخذها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلاما لا قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا لا يفقون إلا القليل قل المخلفين من العراب ستدعون إلى قوم لباسين شديد تقاتلونهم ويسلمون فإن تطيعون يأتيكم الله وجه حسن وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا لما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعراج حرج ولا على المنيض حرج ومن يطعي الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا لما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعليما ما في قلوب فأنزل السكينة عليهم وآثابا فتحا قريبا ومغارمة كثيرة تأخذون وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مغارمة كثيرة تأخذون فعجلكم هذه وكفا يدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم شراطا مستقيم واخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليه ولا نصر سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة لا تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم أيديكم عنهم ببطني مكثم بعدين أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرهم والذين كفروا ولولا لجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغينا ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعدبنا الذين كفروا من معذبنا لما يدع على الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى مؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله ورسول الرؤية بالحق لتدخلون المسيح الحرم إن شاء الله وآمين المحلقين رؤسكم ومقصينا لا تخافون فعلم ما لم تعنهم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ويظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما هو واشد داوالك فيرحماه بينهم تراهم ركعا سجد فضلا من الله وردوانا وانسيماهم في وجوه من أثر السجد ذلك مثل في التورا ومثل في الانجير كزرعين أخرج شطعهم فآزروا فاستغرض فاستوى على سوقه وعجب الزرع ليغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعاملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولي واتقوا الله إن الله سميع عنه يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له من قولك جاهل بعضكم لبعضين أن تحبط عمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول الله ولأيك الذين امتحن الله وكلومهم للتقوى لهم مغفرة واجرا عظيم من الذين ينادونك من وراء حجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرجوا إليهم كان خيرا لهم والله وفوء الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فأسكم من أبائهم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلتهم وتصبح على ما فعلتهم نادمين وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأم إلا أعرفتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشد فضلا من الله وأنعمة والله وعليم الحكيم فإن طعفتان من الممينين أقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على أخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيها إلى أمن فإن فأتلوا أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المخصطين إنما الممين يخفتوا وأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله وعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسان عسان يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلالقاب بئس الاسم الفسوق بعدهما هو الذي يتبقى أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظني إن بعض الظني إثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ماذا يحب أحدكم أن يكون أحمى أخي ميتفا كارهتموا واتقوا الله إن الله أتواب الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وانت وجعناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم إن الله يتقاكم إن الله علي منخ من قالت العرب وآمنكم لم تمن ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالدكم من أعمالكم شيئا إن الله أفر رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفز في سلم الله ولكهم الصادقون قل لا تعلمون الله بدينكم والله يعلموا ما في السماوات وما في رضي والله بكل شيء عليم يمننا عليك أن نسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من أداكم من الإيمان كنتم صادقين الله يعلم غيب السماوات والعرض والله بصير مما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المريد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجب إذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجعهم بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه ما عندنا كتاب من حفيظ بل كذبهم من حقنا وما جاءهم فهم فيها من المريد فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا وزيناه وما لها من فرد والأرض مددناه وارقينا فيها راس وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فبصرة وذكرى لكل عبد مني ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل بأسقات لا طلع النظير إسقل العباد وحينا به بلدة ميتة كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نحي وأصحاب الرسل وعادو فرعون وإخوان وطب وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق معيد أفعينا من خلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد لتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول الله لدي رقيب العديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصون ذلك يوم الوعد وجاءت كل نفس مع سائف وشهد قد كنت في غبلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرموا هذا ما لدي أعتد القياف جأنما كل كفان عن إجمناع لخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقيهم في العذاب الشديد قال قرموا ربنا ما أطفيتم ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول الجهنمان امتلأت وتقول هل من مزيد أو زلفت الجنة المتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أواب الحفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلبهم من بدخلوها بسلام من ذلك يوم القرود لهم ما شاء فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قبلهم من قرر هما شدوا منهم بطشهم فنقبوا في البلاد هل من محسنا في ذلك لذكرى لمن كان له قلب نواقع السماواء الشهيد ولقد خلقنا السماوات وراضوا ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغة تصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك قبل طول عن الشمس وقبل الغلوة من الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي بمكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج نحن نحيي ونميت وعين إلى المصير يوم تشقق الأرض وعنهم شراء ذلك حشو عين نحن علهم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروان فالحاملات وقران فالجانيات وصراف المقسمات يضع إنما توعدون لا الصادق وإن الدين لا واقع والسماع ذات الحبوق إنكم لفي قول مختلف يؤفقوا عنه منوفق قتل الخراصون الذين هم في غمرة ينساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يحتلون ذوقوا في التنتكم هذا الذي قمتم به تستعجرون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجنوا بالأسحار هم يستخدمون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا توصرهم وفي السماء رزقكم وما تعادون فهو رب السماء ورغضي أنه الحق مثل ما أنكم تنتقون ألا تاك حديث ضعفه إمراهيم المكرمين يدخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكهم فراغ إلى ألي فجاء بعجل سمين فقربهم إليهم قال لا تأكل فهو جسمنهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام علم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجاء وقالت عجل العقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طي موسى وماتا عند ربك للمسلم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأن وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان المؤمن فتولى بركنه وقال ساحر أو مجن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو أمون وفي عادل إذا رسلنا عليه من ريح العقيم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوما نحمي قبل إنهم كانوا قوما فاسق والسماء بنينا بايد وإنا لموسى والأرض فرشنى فنعم الماهد ومن كل شيء خلقنا زوجينا علىكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا معظى إلهنا أخرى إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبل من رسوله إلا قالوا ساحرون ومجونة وصديبل قوم طاون فتاول عنه فما أنت بمنون وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزقه وما أردانهم وطعمون إن الله هو الرزاق بالقوة المتن فإن الذين ظلموا من مثل ذنوا بأصحابهم فلا يستعجرهم وبيل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدهم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسق المرفوع والبحر المشور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمر السماء مور وتسير الجبال سيرا وويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى ناني جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفاسحون هذا ما أنتم لا تبصيون اصلوها فاصبروه لا تصبروا السوا ونعريكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعين فاكيين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوها نيهم بما كنتم تعملون متكيين على السرر مصفوفة وزوجناهم بحورنا والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان الحقنين ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرئ بما كساب رأيهم وأمددناهم بفاكيات ولحمهم مما يشتهون يتنازعون فيه كأسا لا لغو فيها ولا تأثم ويطف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكن وأقبل بعضهم لبعض يتساءل قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشرق فمن الله علينا ووقعنا هذا بسهم إن كنا من قبل ندعو إنه والبر رحيم فذكف ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنو وام يقولون شاعوا وان تربصوا بي ريبا وانقل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمروا محلام بهذا أم هم قوم طاغون وام يقولون تقوى له بل لا يؤمن فليأتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات وردبا لا يقنع أم عندهم خزائم ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم ويستمعون فيه فليأتوا مستمعون بسلطانهم مبين أم له البنات ولكهم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغربهم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يقتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشكون وأن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولهم ينصروا وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلم واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هو إدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهواء هو إلا وحيه يوحى علموا شديد قوابه مرة فاستواؤه بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين يوادنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأىه نزلة أخرى عند سدرة منتع عندها جنة المويد يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آية ربه الكبرى فرأيتم لا تولعز ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الهنثة تلك إذن قسمة ضيزة إنهي الله سميتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظنة وما تهول أنفس ولقد جاء من ربهم الهدى من الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والهولى وكم من ملكهم في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الهنثة وما لهم بمنعلم يتبعون إلا الظنة وإن الظنة لا يغني من الحق شيئا فعرض عن من تولى عن ذكرنا وله يدين الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من أن ربك هو أعلى بمن ضل عن سبيني وهو أعلى بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الغذ يدزين الذين أساء بما عمل ويدزين الذين أحسنوا بالحسنة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلى بكم إذا أنشاكم من الوعد وإذا أنتم جنة في بطن أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلى بمن اتقى فرأيت الذي تولى وعطى قليلا وأكداعين دوعين مغيب فهو يرام أم لم ينبذ مما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تجر وازرة وجرة أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزال أوفة وأن إلى ربك المنتى وأنه أبحك وأبكى وأنه هو مات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشرة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمدى فما أبقى وقام نحي من قبل إنهم كانوا أظلم وأطوى المتفكتاه فغشها ما غشف بأي آلاء ربك تاتامار هذا نذر من النظر الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اختربت الساعة وانشق القمر وأن يروا آيتي يعلموا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبوا وهم كل أمر مستقل ولقد جاءوا من الأنباء ما فيهم مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر فشان أبصار يخرجون من الأجذات كأنه جراد منتشر مهطئين إلى الداعي يقول الكافر هذا يوم ناسر كذبت قبلهم قوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربهم لمغلوبهم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذاته الواحي ودصر التجري بأعين جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عادهم فكيف كان عذابي ونذر إن نرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسي مستمر تنزع الناس كأنهم عجزوا نخر من قائر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثموذ بالنذر فقالوا أبشرا من واحدا نتبعوا إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب وناشر سيعلمون غدا من كذاب وناشر إنا مرسلنا قتف فتنة اللهم فارتقي بهم وصطف ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبا فتعطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم الوطن من نظر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا أهل الوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوا دوا عن ضيفه فطمسنا عينا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر في علمهم والذكر ولقد جاء فرعون النظر كذبوا في آياتنا كل يفا خذناهم أخذ عزيزي ومقتدر أكفاركم خير من وليكم أملكم براتهم في الزبر أن يقولوا نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويهلون الدبر بل الساعة وموعدهم والساعة وأدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وصور ومن يسحبون في النار على وجوه ذوق ومس الساق وقال إن كل شيء خلقناهم بقدر وما أمرنا إلا واحدة مكلامهم بالبصر ولقد أهلكنا أشيعكم فعلمهم مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونعر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجنان والسماء رفعه وضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للآنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي ألاي ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر وخلق الجن من مارج من نار فبأي ألاي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي ألاي ربكما تكذبان مراج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ألاي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي ألاي ربكما تكذبان وله الجوار المنشأة في البحر كالعلا فبأي ألاي ربكما تكذبان كل من عليها ثاني ويبقى وجه ربك سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا ماشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات وردي فانفضوا لا تنفضون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصر فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماو فكانت وعدة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسألوا عن ذنبه ينس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسمان فيأخذوا بالنواصي والأقنا فبأيالي ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأيالي ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأيالي ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأيالي ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأيالي ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأيالي ربكما تكذبان متكين على فرش بطائن ومن استبرق وجن الجنتين إدان فبأيالاي ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنسون قبلهم ولا جن فبأيالاي ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجع فبأيالاي ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأيالاي ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأيالاي ربكما تكذبان مدهامتان فبأيالاي ربكما تكذبان فيهما عينان ونطباقتان فبأيالاي ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما خيرات الحسان حور مقصورات في الخيام لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان والتكين على رفرخ الخضر وعمقره الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب خافظة رافع إذا رجت الأدراج وبست الجبال بسا فكانت هبام ممتة وكنت مزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وصادقون السادقون أولئك المقربون في جنات ثلث من الأولين وقرين من الآخرين على سرر موضورة متكين عليها متقابل يطوف عليهم ولدان مخلطون بأكواب وبارق وكس مما لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ورحمطين مما يشتون وحور عين كأنفال لؤلين مكنوا جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثم إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن في السدر مخبوض وطلح منضوض وظل ممدود وماء مسك وفاكهة كثيرة لمقبوعة ولا من معفورش مرفوع إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحم وظل من يحم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثٌ أَوَى آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِلِينَ لَمَجْمُوعُنَ إِلَيْمِقَاتِ أَوْمٍ مَعْلُومٍ ثمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُونَ المُكَذِّبُونَ لَاكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْزَقٌ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِمِ مِنَ الْحَيْمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خالقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وَمْ نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء ولجعلنا الحطاما فظلتم تفكهون إنا لا مغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون وأنتم أنزلتموه من المزي أم نحن المزيون لو نشاء وجعلناه جاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشيون نحن جعلناها تذكرة ومتاعن المقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكم لا يمسوا إلا المطهر تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا أنتم بصيرون فلولا إن كنتم ويرمدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروحوا وريحانوا وجنة نائم وأما إن كان من أصحاب الأمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلون من حظيم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بإسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لهمك السماوات والأرض يحيي ويميث وهو على كل شيء قدر هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عندهم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إنما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو علم بذات الصدر آمنوا بالله ورسول يأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم هجوم كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم منه هو الذي ينزل على عبد آيات البينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله يميراث السماوات والرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعلى من درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تأمنون خبير من ذا الذي يقلب الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ولوجه كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى الورو بين أيديم وبأيماني وبشراكم اليوم جنات تجدي من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم قيل أرجعوا وراءكم فلتامسوا نوراً فضرب بينهم بسور لهم باب باطل فيه الرحمة والظاهر من قبل العذاب ينادونهم ولم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغراتكم الأماني حتى جاهم الله يغركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذوا منكم فدة ولا من الذين كفروا ما واكم النار هي مولاكم وبئس المصير لم يأذن الذين آمنوا أن تخشأوا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم لأمدوا فقزت قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيّن لكم الآيات لعلكم تعقلوا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرماً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله والرسله أولئك هم الصديق والشهاداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذّهم بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن ما الحياة الدنيا لعبوا ولهم وزينة وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما فالغيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا لا متاع الغرور سالقوا إلى مغفرة من ربكم وجرنة عرض وكعرض السماع وراضي عدة الذين آمنوا بالله ورسول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الرضي ولا في أنفسكم إلا في كتابهم قبل النبرة إن ذلك على الله يسير لكه لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تكم الله لا يحب كل مختال فقور الذين يبخرون وأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد رسلنا نحو إبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاف منهم مهتد وكثير منهم فاسق فما قفينا على أتانهم برسلنا وقفينا بعيس بن مغيوه واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان إلا فما رعوا حق لعياته فأتينا الذين آمنوا منه مجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلينهم من رحمة ويجعلكم نورا تمشوا نبيه ويغفر لكم والله أفو الرحيم لألا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتفي إلى الله والله ويسمع تحاوركم إن الله سميعهم بصيرا الذين يظاهرون منكم من نساء ما هن أمهات من أمهات من للا ولدهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزور وإن الله العفو ونعفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيوا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعظون به والله بما تعملون خامير أمن لم يجد فصيام شهرين المتتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فيطعموا ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسول وتلك حدود الله وللكافرين العذاب العليم إن الذين يحادون الله ورسول كبت كما كبت الذين من قبل وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين العذاب مهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الرضي ما يكون من نجوة ثلاثة لا ورابهم ولا خمسة لا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو أماهم أينما كانوا ثم ينبدئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى أنه عن النجوة ثم يعودون لمأنوعا ويتناجعون بالأثم والوضوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بإلاه ويقولون في أنفسهم أولئك وعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فدئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبرواتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بالضار يمشحين الله بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات والله بما تعملون خبيري أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدينا جواكم صداقة ذلك خير لكم أطروا فإن لم تجدوا فإن الله وفو رحمه أشفقتوا أن تقدموا بين يدينا جواكم صداقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا صلاة واتوا زكاة واطعوا الله ورسوله الله خبيرهم بما تعملون ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحرفون على الكذب وهم يعلمون عدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذابهم مهنا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحرفون له كما يحرفون لكم ويحسبون أنهم على شيئين لأنهم هم الكاذبون استحوان عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذنين كتب الله لا أغلب أن أنا ورسوله إن الله قوي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الأقلي وأدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناهم أو إخوانهم وعاشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم من ويدخلهم جنات تجري من تحت النار وخالدين فيها رضي الله عنهم وردوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الرضي وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من ألكتابهم من دياني من أول الحش ما ظلنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسوا وقدروا في قلوبهم الرؤم ليخربوا نبيوتهم بعيدهم وعيد الممينة فاعتبروا يا أولي الله بصر ولولا أن كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولولا في آخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائمة على وصوله فبيذ الله وليخزيها الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منه فما وجهتم عليهم الخير ولا ركاب ولكن الله يسلط الوصوله على من يشعر الله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نعاكم عنه فانته واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديالهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسول أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وذي إخوانهم ولا تجعل في قلوبنا غلّا الذين آمنوا ربنا إنك رأهم في الرحيم ألم ترى أن ينافقوا ويقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل كتابين لأن أخرجتم لا أخرجن معكم ولا نطيه فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولين قتلوا لا ينصرون ولأن نصرهم لا يولن الأجبار ثم لا ينصرون لأنتم اشهدوا رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنه قوم لا يفقه لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصاتهم من وراء جذر دعسهم بينهم شريد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنه قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبل قريبا باقوا بأل أمن ولوما ذابوا لهم كمثل الشيطان قال لإنسانك فلما كفر قال إني بريهم منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين ينسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا كوم الباسق ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائز لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الأرأيت وخاشعا متصدعا من خشة لا تلك الأمثال نضربها للناس لا أعلم من تفكر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشارة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام والمؤمن والمهيم والعزيز الجبار والمتكبر سبحان الله عما ينشكون والله الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسن يسبح لهما في السماوات ورديهما العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك وولياتكم كون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم إن كنتم خرجتم جيادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنة بالسوء يودوا لو تكفروا لن تمتعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تأملون بصر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهم قولوا للقوم منا براء ومنكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وإلا قول إبراهيم يا أبي لا استغفر أن لك وما أمك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنا أبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتة للذين كفر واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز وحكيم لقد كان لكم وسوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الأقر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد فصل الله ويجرى بينكم وبين الذين عاديتم منهم ودتهم والله قدر والله وافر رحم لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله أن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولن فولاكهم الضالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله وعلاهم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حلوا لهم ولا هم يحلون لهن وأهتم ما أنفقون ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن وجورهن ولا تنشكوا بالعصة من الكوف واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم وإن فاتكم شيئا من أزواجكم من الكفار فعقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرقنا بالله شيء ولا يسرقنا ولا يزدين ولا يقتن أولادهن ولا يتينا ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلين ولا يعصينك في معروف فبايعن واستغفر لون الله إن الله أفر الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يعيسوا من الآخرة كما يسأل كفار من أصحام القمور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الرضي والعزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن إن الله ينتخلوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفك أنهم بنيانوا مرسول وإذ قال مسل قوم هي قومين ما تؤذونني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فلما زاه وازاه الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم أبني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة وبشعون برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم من بينات قالوا هذا سحر مبين ومن أضعوا ممن افترى الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطحوا نور الله بأفاهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يذير على الدين كله ولو كرين المشتقون يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من هذا من آليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاعدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها رسول من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحوارين من أنصار الله قال الحوارين نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوين فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الماليك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا منه يتعليم آياته وإذا كيما يعلموا الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ظلالهم ومن وأقلين منه لم يلحقوا به وهو العزيز الحكيم لألك فضل الله يؤتيه من يشاءه الله ذو الفضل العظيمة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمال يحمل أسفر بئس مثل القوم الذين يكذوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هاتوا إن زعمتم عندكم أولياء الله من دون الناس فاتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا مما قدمت أيديهم والله عليم من ظالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنهم لاقيكم ثم تردون إلى أعليم غيب وشانت فينبئكم مما كنتم تأمنون يا أيها الذين آمنوا إذا نوذي للصلاة من يوم من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وداروا البين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفجعون وإذا رأوا تجارتنا ولهم أن ينفضوا إليه وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله والله يعلم وإنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين الكارمون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فأطوبوا على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشبهم مسندة احسبون كل صيحة عليهم ومنعدهم فاحذرهم قاتلهم الله وأننا يفقون وإذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوروه ورأيتهم يصدون لهم مستكفرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله ولا من الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات ولكن المنافقين لا يفقون يقولون لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولاكم مخاسرون وأنذقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني ناجن قديم فأصدقاكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل وهو الله خبير بما تعمل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قديم والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنوا والله مما تعملون بصير خلق السماوات والعرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تصرون وما تعلمون والله عليم بذات الصدور لم يأتكن بأه الذين كفروا من قبل فذاقوا بلا أمنهم ولوما ذابوا منهم ذلك لأنه كانت تاتيم رسول من بينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله الله غني حميد زعم الذين كفروا اللي يماثوا قل بلا قل بلا وربنا تبعثون ثم لتنبؤون بما عملتون وذلك على الله يسير فأمنوا بالله ورسولي والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم جمع ذلك يوم التقاون ومن يؤمن بالله وعمل صالح يكفر عنه سيئات ويدخل جنات تجري من تحت النار خالدنا في أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدنا في أوابس المصير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء من الله لا إله إلا وعلى الله فليتوكلهم مؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى آياتنا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فإذا بلغنا أجرانه فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوه ويعد منكم أقيم شهادة لله ذلك وعظوا به من كان يؤمنوا بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرج ويهضوكم من حيث لا يحتسب ومن يتوكع الله فأوى حسبه إن الله بالغا منه قد جعل الله لكل شيء قدرا وَاللَّا يَعِزْتَ مِنَا الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ عَشْرٍ وَاللَّهِ لَمْ يَحِبْتُوا وَأُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضْعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَبْلِهِ يُشْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنُهُ سَيِّيَّاتِ وَيَعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكُنُوا هَنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجُدُكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّا أُولَاةِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَا لَكُمْ فَآَاتُوهُنَّ وَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِم أَقَتْ وَبَالَ أَمْلِيَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْلِيَا قُسْرًا عَدَّى اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِينًا فَاتَّقُوا اللَّهُ لِلْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْكُمْ ذِكْرًا رسول الله يتعلكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا صالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحت الانهار وخالدين فيها آبادا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ولما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله وفو الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله ولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظهاره الله عليه عرف بعضه وعراب عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني أن عليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صارت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولا وجبريل وصالح الممين والملائكة بعد ذلك ضهر عسى ربه انطلق كنا يؤذي له أزواج خيرا من كنا مسلمات ممنات قارتات تائبات عابدات سائحات تيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قوء أنفسكم عليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلابون شذال لا يعصون الله ما أمروا ما يفعلون ما يمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذرون يوم إنما تزال ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توب إلى الله توبتنا صحاسا وربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قديم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم وماواهم جهنة وبئس المصير ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوحي وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادين صالحين فخانتاهم فلم يغني عنه أمن الله شيء وقل دخل النار ما الداخل وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي بذيني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة امرأة التي أحسنت فرجعها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربي وكتبه وكانت من القانيتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيديه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغك من يكون أحسن عمله وهو العزيز غفور الذي خلق سماوات انطباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوة فرجع البصر أن ترى من فضر ثم مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسم وهو حسين والقد زينا السماء الدنيا بما صامح وجعلناه رجما للشياطين وعتدنا له معذاب السعير وللذين كفروا بربي معذاب جهنه وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيقا وهي تفورتكادوا تميزوا من الغيب كلما وقيا فيها فوضوا ساء لهم خزانة ولم يأتكم نذير قالوا بنا قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم الله في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتارفوا بدان في فزحة لأصحاب السعير إن الذين يخسرون ربهم بالغيب لهم مغفرة وجرهم كبير واسروا قولكم ويجهروا بإنه عليهم بذات الصدر لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وقولوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماية يقصف بكم الأرض فإذا يتمر آمنتم من في السماية يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون لا في غرور أمن هذا الذي يرزوقكم إن أمسك رزقه بل جفعته ونفور أفمن يمشي مكبا على وجه أهدا أمن يمشي سويا على صراط المستخين قل هو الذي أنشاءكم وجعلكم السماو والأبصار على فنة قليل ما تشكر قل هو الذي ذراكم بالأرض وليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما للم عند الله وإنما ذنذير مبين فلما رأوا زل فتنسيات وجوه الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيت من أهلك لي الله ومن ما يرحمنا فمن يجير كافرين من عذاب ذنين قل هو الرحمن وعما النبي وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مؤمن قل رأيت من أصبح ماءكم غورا فما ياتيكم بماء معهم بسم الله الرحمن الرحيم دون والقلم وما يسطون ما أنت بنعمة ربك بمجنوع إن لك لأجرا غير ممنوع إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف مين هماز مشاين بلن من ناع الخير مهتدنات وتلن بعد ذلك زنيمن كان ذا مال وابن إذا تتلع لي آياتنا قال ساطر الأول سانسي موال الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرموا لها مصبحين ولا يستثن فطعف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت كالصليم فتنادهم أصبحين أن يغدوا على حرطكم إن كنتم صالحين فانطالقوهم يا تخافة ألا يدخل النهل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادر فلما رأوا قالوا إننا ضال بل نحن محرومون قال أوسط ولم قل لكم لو لا تسبحوا قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إن كنا طاهر عسى ربنا يبدلنا خيرا منها كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعمة فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أي معنون علينا بالغة إلى يوم من قيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يمكانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعتن أبصار ترهقهم للا وقد كانوا يدعون إذا السجودهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي له منك إديمتي أم تسألوا مجرم فهم مغرمين مثقرون عندهم الغيبون هم يكتون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوث إذ نادى وهو مقدوم لو لا أنت دارك هو نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصلح بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك من الحاقة كذبت تمود وعادهم بالقالية فأما تمود فأولك بالطاغية وأما عاد فأولك بريح صرصر سخر آلهم سبع ليالي وثمانية أيام من حصما فأترى القوم فيها صرعا كأنهما جهز نخل خاوية فألترى لهم من باقي وجاثر ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربه فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغل ما وحملناكم فجاريا لنجعلها لكم تذكيراتا وتعيها أدنوايا فإذا نبخي في الصون نفخة واحدة وحملت الأرض وعنجبان فدكت ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملاك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميني فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظلنت عني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلقت في الأيام خالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أمت كتابي ولا مدني ما حسابي يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مانية هلك عني سلطاني أخذوه فغلو ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة فلا أقصروا بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شعير قليلا ما تبينه ولا بقول كائن قليلا ما تذكر تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض المقاوين لا أخذنا منه بلمين ثم لا قطعنا من ذو الوتين فما منكم من أحد العلم حارز وإنه لا تذكرة للمتقين وإننا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسة على الكافر وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع الكافر ليس له داف من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبي صبرا جميع إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماوك المهل وتكون الجبال كالعيد ولا يسأل حميم حميم يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبة واخي وفصيلة التي تغيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضانة زاعة لشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع ثاوى إن الإنسان خلقها وإذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيهم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مؤمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم منعدون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم بشهادات قائمون والذين هم على صلاتهم وحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا وقب لك مهطين عن اليمين وعن الشمال عزين يا أطمع كل منهم من من يدخل جنتنا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسلوا برب المشارق والمغاربين نقادل على نبدل خيرا منه وما نحن مسبوقين فذرهم يخوض ويراب حتى يبلاقوا يومهم الذي يعادون يوم يخرجون من أجداد السراء كأنهم إلى نصبي يوفيذون خاشعة أبصار ترهقهم من ذلك اليوم الذي كانوا يعادون بسم الله الرحمن الرحيم إن أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتي وما دابنا قال يا قوم إني لكم نذير ممين أن يعبدوا الله واتقوا واطعون يغفر لكم من ذنوبك ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرار وإني كلما دعوتم لتغفير لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرتهم بسرارا فقلت استغفير ربكم إنه كان غفر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وفنين ويجعلكم جنات ويجعلكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه النور وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعلكم رب بساطة لتسلقوا من السبل انفجاجا قال نحر رب إنه مصون واتبع من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكر مكر كبارا وقالوا لا تذروا نالياتكم ولا تذروا نودا ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسر وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا الضلال مما خاطياتهم مغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الانصارا وقال نحر رب لا تذر على الأرض من الكاثين ديارا إنك ينتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفر رب اغفر لي ولي والدي ولي من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تذارا بسم الله الرحمن الرحيم قلوا احيا إلينا واستمعنا فرم من الجن فقالوا سمعنا قرآن نعجب يهدي فأمن نبي ولن نشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سبيلنا على الله شطد وأنه ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كادما وأنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الجن فزادهم راقوا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبات الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرصا شديدا وشوبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسن فمن يستمع لآن وأننا يجد له شهاف الرصادا وأننا لن ندري أشر أريد بمن في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا الطرائق قددا وأننا ظللنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهق وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشادا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا ولو استقاموا على الطريقة لا أسقينهم ما أنغدق لنفتنا وما يعرض عنك ربي سفادا بانصعد وأن المساري لله فلا تدعو ما الله أحد وأنه لما قام عبد الله يدعوك عدوا يكونون عليه لبدا ولئنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشد قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجن منه ملتحادا إلا بلاغا من الله ورسالات وما ياصلها ورسوله حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصنا وأقل عددا قل إني أدري أقريب ما تعدون أم يجعله ربي آمد أعلم الغيب فلا يظهره على غيبه أحدا لمن ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه من خلفه رصد ليعلمان قد أبلغوا رسالات ربي وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم من ليلة إلا قليل نصف وضنقص منه قليلا أزد عليه وردت القرآن ترتيلا إنا سنوقي عليك قولا متقيل إن ناشاة الليل هي أشد وطعا وأقوى موقيلا إن لك في النار سبحان طويل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلاه فاتخذوا أكيل واصبر على ما يقول وهجر مجر الجميل وذر والمكذبين وللنعمة ومهل قليلا إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما بغصة وعذابا لما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصا فرعون رسول فأخذناه واخذوا بينا فكيف تتقون إن كفرتم يومي يجعلوا إلدانا شبا السماء ومفطرون به كان وعدوا مفعول إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربي سبيعا إن ربك يعلم أنك تقوم أدى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة هو طائفة من الذين معك الله يقدروا الليل والنار علما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرعوا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في العرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فقرعوا ما تيسر من واقعهم الصلاة وآتوا زكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لي أنفسكم من خير تجدواه عند الله هو خير وعظ ما أجرى واستغفروا الله إن الله أفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدت نقم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرأ في الناق فذلك يوم يذيه من عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبالينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمعوا أن أزيد كلا إنه كان لهاياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدر ثم قتلك فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه السقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النال إلى ملائكة وما جعلنا عدة من لفتة الذين كفروا ليستيقين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والممنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو ما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفرنا على إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شامكم أن يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جناتي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وكنا نكون مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى أن اليقين فما تنفعهم جفاعة الشافرين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل منهم منهم أيوتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنهم تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس لو ما يحسب الإنسان وأن لن نجمعه ضاما بلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القبر وجميع الشمس والقبر يقول الإنسان يومئذن إذا المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذن المستقل نبأوا الإنسان يومئذن بما قدموا أخبا لإنسان وعلى نفسه بصيرا لا تحرك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرانه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبنا العاجلة وتذلنا الآخر وجوه يومئذن ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذن باسرة تظن أن يفعل بها ثاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهبا إلى أن يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان وأن يترك سدى لم يكن لطفة ممن يومنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهن لم يكن شيئا منكور إمنا خلقنا الإنسان من لطفة أمشاج النمتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينه سبيلا إما شاكر وإما كفر إنا عتدنا للكافر سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأبرار يشربونا من كأس كان مزاج وكفر عيني يشربوا بعباد الله يفجرنا تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبي مسكين ويتيم واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شفورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قلطلين فوقعهم الله شر ذلك ليوموا لقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صابروا جنة وحريرا متكين فيها على الأوراي إلا يرون فيها شمسا ولا زماريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوف وتذلل ويطاف عليهم بها نية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروا التقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنبي العين فيها تسمى سلسمن ويطوف عليهم ولدان مقلد إذا رأيتهم حسبتهم لولا ومنثورا وإذا رأيت فم رأيت نعيم وملكا كبيرا عاليهم فيها بسندس خضر ويستبرق وحل وسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكونا إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل فاصبل لحكم ربك ولا تطع من ماتمن أو كفور وذكر اسم ربك بكرة واصلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها أولئك يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوم انتقل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تمنيرا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاؤنا إلا أن يشاء الله وإن الله كان عليما حكما ادخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدل وماذا من عليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف والناشرات نشف الفارقات فرقف الملقيات ذكرى عدرا أو نورا إنما تعدون الواقف إذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل ويلو يوم يذن المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجذبين ويلو يوم يذن المكذبين ألم نخلقكم مما إمهن فجعلناهم في قراءة مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر ويلو يوم يذن المكذبين ألم نجعل أرضك فاتنا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي أشامخات وأصقيناكم ما أنفورات ويلو يوم يذن المكذبين انطلقوا إلى ما كنتم بيتكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاثه ولا ظليل ولا يغني من الله بأنها ترمي بشرع كرقص كأنه جبال تنصف ويلو يوم يذن المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذروا الويلو يوم يذن المكذبين هذا يوم حسي جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا ويلو يوم يذن المكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتقوا كلو وشبواني ومما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسن ويلو يوم يذن المكذبين كلو وتمتعوا قليلا إنكم مجريمون ويلو يوم يذن المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا ويلو يوم يذن المكذبين فبأي حديث ماذا يوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسألون عن النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لمنجعل الأرض مهادى والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلة لباسا وجعلنا النهار مع شوبانين فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من الموصرات ما أنفجاجا لنخرج بحبا وناباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يومين فقف الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت من صادا للطاغين ما بلابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرم إلا حميمة وأساق جزاء أو وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون فيها لغوة ولا كذابا جزاء من ربك أعطان حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكنا من الخطاب يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمنا إلا من أذن له الرحمن وقال صواما ذلك اليوم الحق فمن سأتخذ إلى ربي ما بإننا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر مر ما قدمت يده ويقول الكاثر يا ليسني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشط والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر يوم ترجف الراجف تتبعها الرادف قلوب يومئذ واجف أبصار وخاش يقولون إننا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة الأكاك حديث موسى إذا ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذبا وعاصة ما أدبر يسى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذوا الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أنتم شد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواه وأغطاش علينا وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك الدحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسامتا فإذا جاءت الطامة الكبرى يومين تذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم ولمن يرفى أما من طغى وعثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الموى وأما من خفى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى يسألونك عن الساعة أيانا مرساة فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبسا واتولا جاءه الأعمى وما يذنك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بأيدي سفر كرام برر قتل الإنسان ما كفر من أي شيء خلق من نقطة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن شركا لا لما يقضي ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعمه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتنا ونخلا وحدائق غلبا وفاكئة وأبامتها لكم ولينعامكم فإذا جات الصاخ يوم يفر المر من أخي وأمي وابي وصاحبتي وبني لكل من إن منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة أولئك هم الكفارة الفجارة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار رطلت وإذا الوحش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس توجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة وزفت عنمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوالي الكنس والليلين عسعس والصفه لا تنفس النول قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعم ثمام وما صاحبكم بمجنون ولقد رأه بالوفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فإن تذهبون إن هو إلا ذكرون للعالمين لمن شاء منكم أن يستقم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انتطنت وإذا الكواكب انتطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفسهم ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوأك فعادلت في أي صورة ما شارك بكلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظ إقراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لثين عيم وإن الفجار لفي جحيم أصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون لا يظنوا لأيك أنهم مبعثون اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سج وما أدرك ما سج كتاب مرقوم ويل يوم المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبوا به إلا كل معتدناتهم إذا تتلع علي آياتنا قال أساطر الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوم ثم إنهم يصالوا الجحيم ثم يقالوا هذا الذي كنتم بي تكذبون كلا إن كتاب الأضرار في عين ليين وما أدرك ما عين ليون كتاب مرقوم يشهده المقرب إن الأضرار لفي نائم على الآرائك ينظر تعرف في وجوه من أضرة النائم يسق نائم رحيق يمكتم ختامه ومسك وفي ذلك فليتنافسهم المتنافسون ومزاجهم من تسليم عين يشعوا بها المقرب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا وإذا مروا بهم يتغامزوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيم وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء للضالون وما أرسلوا عليهم حافظهم فليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا على الآرائك ينظروا هل فوي بالكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أتي كتابه بيميني فسوف يحسب حسابا يسير وينقلب إلى أهله مشهورا وأما من أتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مشهورا إنه ظن أن لا يحور بلا إن ربه كان به بصير فلا أقصم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا التساقف أتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم قرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعنى فبشروا من أعدام العليم للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنون غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأقلود النار ذات وقردهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالممنا شهود وما نقوم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين ومؤمناتهم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق إن الذين آمنوا وعملوا صالحاتهم جنة تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشريد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور ودود العرش مجيد فعال لما يريد ألا تك حديث الجنود فرعون والثم بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما رأى كما الطارق النجم الثاق من كل نفس لما علي حافظ فلينبع الإنسان مما خلق مما يندافق يخرج من بين الصعب والترائم إنه على رجه إلى قادر يوم تبلى السراع فما له من قوة ولا ناص والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصال إنه لقول فصوى ما غابلت إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافر آمنهم وإذا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرع فجعله ثاني نحوه سنقريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسنك لليسى فذكر نفعة الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبه والأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحق دفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فلتؤثرنا الحياة الدنيا والآخرة تخيم وابقى إنها ذل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وبسم الله الرحمن الرحيم هلتاك حدث الغاشية هجوه يومئذ خاشية عاملة ناصمة أصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضرع لا يسمن ولا يغني من جعجوه يومئذ نعمة لسعية راضية في جنة عانية لا تسمع فيها لاغية في عين جارية في أسرور مرفوعة وأكواب مغضوعة ونمارك مصفوفة وزاردي مبثوثة أفلا ينبرون إلى الإيذ لكيف قلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الغد كيف ستعب فذكر إنما أنت مذكر لاستعرين بمسيطن إلى من تولى وكفر فيعذبون الله العذاب الأكبر إن إلينا إعابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والأيال العشر والشفع والوكري والليل إذا يسهل في ذلك القسم الذي حجر لم تر كيف فعل ربك بعد إرام ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصحر بالواد والفرعون الذين أطغوا في البلاد فأكتروا فيها لفسادك فصب علي ربك سوطادا بنا ربك لبنا أما الإنسان إذا ما ابتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا ما ابتلهه فقدر عليه نزقه فيقول ربي أهاناً كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا طعم المسكين وتأكرون الترى فأكلم وتحبون المال حباً جمكاً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجه يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذاباً واحد ولا يثق وثاقاً يا أية النفس المطمئن يرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسوا بهذا البلد وأن تحلوا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر علي أحد يقول وألقت مالاً لبداً يحسب أن لم يره أحد فلم نجعله عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدرك ما العقبة فكراقبة أو إطعام في يوم ذي مسهبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلها والنار إذا جلها والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والأرض وما طحى ونفس وما سوا فألهمها فدورها وتقوى قد أفلح من زكها وقد قام من دسها كذب التموذ بطغواه ذنبعة أشقها فقالهم رسول الله ناقت الله وسقها فكذبوا فعقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف ونقبها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجل وما خلقت ذكر والأنت إن سعيكم لشتى فأما منعط واتق وصدق بالحسن فسانوا يسيرون العسرة وأما من بقي لا يستغل وكذب بالحسن فسانوا يسيرون العسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلضى لا يصلى إلا الأشق الذي كذب وتولى وسيجنب والأتق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزأ إلا ابتغاء وجه ربي العلا ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى وليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتظى لم يجدك يتيما فوجدك الضال ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقر أما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وإذرك الذي أنقض ضهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسران فإذا فرغت فانصب إلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات فلهما يضيروا ممنون فما يكذبك بعده بالدين ليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم من قلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطأ أرآه استغنى إنا إلى ربك الرجع رأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا ليل لم ينتهي لن أسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه وسجد واقتربا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتكين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من الله يتنصح فمطهر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلسين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتكين في نار جهنم الخالد إن في أولئك هم شروا البرية إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إذا سلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا عمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره من يعمل مثقال ذرة شر يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قد حنف المغيرات صبحا فأثرنا به قد فوسطنا به جمع إن الإنسان لربه لك ند وإنه على ذلك لشهد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبر وحصل ما في الصدر إن ربهم بهم يومئذ إلا خبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش الممثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من تقلت موازينه فهو في عيشة راضي وأما من خفت موازينه فأمها وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم هل هاكم التكاثر حتى زرته المقابر كلا سوف تعلمنا ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها إذن يقين ثم لا تسألني أمن عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصور بسم الله الرحمن الرحيم وإلن لكل همزة اللومزها الذي جمع ماله وعدد يحسب وأن ماله أخلدك إلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفدى إنه عليه مؤصد في عمد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل بسم الله الرحمن الرحيم لإلا في طريش إلا في محة الشتاء وصف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتم ولا يحض على طعام المسكين فويلوا للمسلئين الذين من صلاتهم ساءون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحرن شارك هو اللي أبتر بسم الله الرحمن الرحيم قولي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبدوا لا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبدوا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواما بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلانه رمضة لهب وامرأة حمالة الحظ في جيدها حبل من مسأل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخمّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هلف لامين ذلك الكتاب العريبة في هدى للمتقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم لك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم اللهم لك الحمد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد وأحد الخلص والذي لم يلد ولم يولد الحي والقيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم أدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما عطيت فقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يزو من عديت تبارك ربنا وتعاليت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا نطوب إليك لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشتك ما تحول به بيننا وبين معصياتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمعنا وأبصالنا وقواتنا وأموالنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا أبدا ما حيثنا واجعلها الوارثة منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدني أكبر همنا ولا مبلغ عالمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحيمين اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إيمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدد فينا قضاء نسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمت أحدا من خوفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قنوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسلنا تلاوة وأنا الليل واطرافنا على الوجه الذي يرضيك عنها اللهم جعل القرآن العظيم لأبصالنا جالها وليسقى من الدواء ولذنوبنا ومحصا وعلمنا لمخلصا وعلم الجنة قائدا وسائقا اللهم شفع القرآن فينا وفي والدينا وفي إخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأحبابنا ورفقتنا اللهم شفع القرآن فينا وجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي أبائنا وأماتنا وارحمهم كما ربونا الصغار وارزقنا برهم أحيان وأمواتا اللهم من كان من والدين ميتا فاغفر له وافسح له في قبره ونور له فيه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي واجمع نبيك في الدوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحم ومن كان من والدين حيا فمتعه بالصحة والعافية وأسبغ علينا وعليه لباس الصحة والعافي واطن في أعمالهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أعمالنا وأيامنا وأرزاقنا وأولادنا وذرياتنا اللهم أننا نسألك حياة السعادة وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين واجعل أولادنا قرة أعين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المقروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانك ومرضى المصري وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم عز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم صر العلماء العامرين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهد عن المنكر اللهم فك أسر المأسورين وفرج هم المهمومين اللهم طهر بلاد الحرمين وبلاد المسلمين من كل مجرم ومن كل فجار اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين وولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالح ونعوذ بك من شر ما استعذى من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هيئ لنا أسباب الشفاء والصحة والعافية وأنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفاءك على ما في أجسادنا من الأوجاع والأسقام والأمراض والأوهان فتبرأ بإذنك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وهدى وتقى وسدادا ورشادا اللهم فقهنا في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم فرج عن إخواننا في غزة اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن عيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم ونعوذ بعظاماتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم سد جوعتهم واقضي حاجتهم وفرج قربتهم اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية اللهم إنهم جياع فاطعهم حرة فاکسوهم خائفون فأمنهم مضلومون فانتصل لهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود والصليبين اللهم عليك باليهود وعليك بأمريك وعليك بالخونة ومن أعاونهم وساندهم اللهم اخزهم أجمعين ندرأ بك في نحورهم ونعود بك من شعورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز اللهم ردهم خائبين خاسرين اللهم أهزمهم وزلزلهم وردهم خائبين خاسرين يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأصلح ديارهم وأوطانهم وولي على المسلمين خيارهم وقفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاواتنا اللهم اجعل هذه التلاوات واجعل هذه الدعوات في ميزان الحسنات اللهم اجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم بلغنا رمضان واجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرات أعين لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعين لا تدمى وعلم لا ينفع دعوة لا يستجاب لها ولا ترفع اللهم إننا نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين